اهلا بكم طالب سفراء في الناتو بوضع حد للتجاوزات تركية منددين بعدم تحرك الحلف لمحاسبة انقرة على عدم التزامها بمواثيق الحلف يأتي ذلك على خلفية استمرار توتر شرقي المتوسط بسبب مطامع تركيا النفطية وتهريبها السلاح الى ليبيا التجاوزات التركية واضحة وضوح الشمس هكذا وصفها مقال نشر في جريدة نيويورك تايمز الامريكية تجاوزات تكمن خطورتها في انها تتعارض مع قيم واهداف حلف شمال الاطلسي الناتو وتركيا احد اعضائه هذا الحلف تستخف به تركيا وفقا للمقال فتصرفات تركيا تجاه بعض الدول الاعضاء بالنيتو اقل ما يقال عنها انها عدائية لعل ابرزها المواجهة بين الفرقاتة الفرنسية كوربي المشاركة في مهمة للنيتو لتعزيز حظ السلاح على ليبيا وسفينة حربية تركية اثارت الشكوكة في انها كانت تنقل سلاحا الى الاراضي الليبية ولا ينحصر الخلاف بفرنسا فحسب اذ كادت تندلع حرب بين تركيا واليونان بسبب عمليات التنقيب التركية قرب السواحل اليونانية وما زاد الطينابلة اسرار تركيا على شراء المنظومة الدفاعية الروسية اس 400 رغم محاولات الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة حث الرئيس التركي رجى طيب اردوغان على العدول عن قراره يأتي هذا فضلا عن مساعي تركيا لوضع يدها على مصادر الطاقة في شرقي المتوسط واطماعها في سوريا حيث اجتاحت القوات التركية شمال شرقي البلاد اضافة الى انتهاكها المستمر لقرار حظر السلاح في ليبيا من خلال ارسال الاف المرتزقة الى البلاد كلها نقاط خلاف يزداد حدة بين تركيا وسائر اعضاء الناتو وبسبب هذه الخلافات تقول مصادر ديبلوماسية انه بات من الصعب وصف تركيا بانها دولة حليفة فهي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة غير مبالية بمصالح الدول الاخرى مما يطرح تساؤلا بشأن مدى توافق التصرفات التركية مع القيم التي تتشاركها دول حلف الناتو وفي خبر عاجل وردنا الان افدى مراسلنا بوقوع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت ونشاهد هذه الصور الاولية للانفجار الذي لم تعرف اسبابه بعد وينضم الينا من بيروت مراسلنا سلمان العنداري عبر الهاتف سلمان اهلا بك هل توفرت اي تفاصيل اضافية عن هذا الانفجار نعم في الواقع سبل عشر زخارس من الان دو انفجار ضخم جدا ضخم جدا في بيروس يعني رأيت الفنة الدخان باللون الاحمر تتصاعد من سماء المدينة وكنت بعيدا نسبيا عن هذه المنطقة ولكن هناك دجاج للمنازل ودجاج لمحال التجارية يعني اتسقطت اه ارضا وهذا هناك عدد كبير من الجرحة نتيجة اه الدجاج المتنافق من محيط الانفجار الانفجار ضخم جدا نحن في طريقنا الى مكان الانفجار لمحاولة اه معرفة نتيجة من التفاصيل هناك معلومات ستحدث ان الانفجار يعني قرب مرفأ اه بيروس ولكننا نحاول التفاصيل اكثر عن هذه المعنومات الانفجار دوى بشكل كبير جدا في اه بيروس هناك حالة من الفوضى اه سيارات الاطفاء اه سيارات الاسعار هناك عالد من الجرحة رأيتهم يعني اه اه يصافهم بعد المواطنين اه الى المستشفيات نحاول الاختراض اكثر يعني يأتي هذا الانفجار قبل ثلاثة ايام نعم من موعد خدور الحكم النهائي للمحاولة الدولية انا الان في وسط بيروت وتحديدا في ساحة رياضة الصلح كل الزجاج في الابنية سقطة اربا الانفجار اه بشكل عديد جدا العاصمة اللبنانية اه هناك بعض المعلومات ايضا اه اه تتحدث بان اه هذا الانفجار يعني اه هناك بعض اه اه الجرحة العديد جدين من الجرحة اه اه ايضا المعلومات اللي يتطلبين ينادي بها عندهم ان اه اه رئيس اه اه طيار المستخدر بالحديد حريري موجود في بيت الوسط وهو بالخير بعدما كانت معلومات تحدثت عن اه اهığınıحية اه اه محاولة ابتأس في حريري ولكن اه اه يه LineAd23 حق لو بحسب المصادر بان الاحريري موجود في بيت الوسط. اذا. طيب سلمان اه يعني ذكرت بانه الانفجار وقع في او قريب من المرفأ صح باف في اه في بيروت. هل علم ماذا استهدف تحديدا وأين تحديدا هل على استهدف السيارات على الطريق بالقرب بين المرفأ أم مبنى معين بقلب المرفأ هناك معلومات تتحدث عن أن الانتجار وقع في العرب الرقم 12 في مرفأ بيروت لا نبري إن كان هذا التفجير أمني إرهابي أو إن كان تفجير ناجم عن حادث ولكن تقريبا نصف العاصمة الإبنانية الآن الجزاج يتناثر على الأرض هناك حالة من الفوضى العارمة نحاول معرفة نجيب من التفاصيل هل هذا الحادث أمني أي هناك السياسي أم أن هذا الحادث عردي ولكن طبيعة الانتجار ضخمة جدا كنتم في مرتبة بعيدة نصريا عن وفد غيروت وهذا الانتجار وكان هناك عدد كبير من الجرحة في المنطقة التي كنت أتواجد فيها على أبواب وسط بيروت نتيجة سناسة الزجاج نحاول يعني تواصل مع مصادر لمعرفة المزيد وأيضا هناك حالة من الفوضى في الشوارع ونحاول يعني الوصول إلى نقصة الأنفشار طيب سلمان لتوضيح للمشاهدين أكثر يعني لو نتحدث عن طبيعة هذه المنطقة وإن كان في هذا الوقت تحديدا من النهار يكون فيها ازدحام عادة بالفعل هي ساعة الزروة الآن في بيروت يعني في مثل هذه الساعة الناس تعود إلى منازلها أيضا بعد انتهاء من الأعمال اليومية وتفضل ما أنه اليوم الأول من فتح البلاد بعد إخفال دامة لخمسة أيام وهذا بالتالي يعني يفسس أو يمكن أن ينتج عنه مزيد من الضحايا أو مزيد من الجرح كما كنت أقول يعني نحن نحاول الوصول إلى مكان الانتجار وفي طريقي الانتجار كل المحل التجارية مخصمة بشكل كامل من البلاد وأبواب هذه المحل التجارية كان الانتجار شديد جدا وعنيف جدا في بيروت رأيت يعني دخان من اللون الأحمر يتصاعد من ناحية مرفق بيروت في مرفق بيروت هناك عدد من العنابة وأيضا هناك قاعدة جوية للجيش اللبناني لا ندري إن كان هذا الحادث أمني أم عرضي هناك من يقول بأن الحادث نجمعا انفجار مخزان للمفرسعات المرية هناك لكن علينا أن نحكد في تلك المنطقة الآن بالأخبار صحيحة أنه عمل إرهابي حصلة داخل عاصمة بيروت على بعد ثلاثة أيام من المنطقة بالحكمة الهائلة سلمان أيضا يعني نود أن ننوه إلى أنه اليوم بطبيعة الحال كان هناك مظاهرات تنديدا من القطاع المتكرر للتيار الكهربائي وبأن المتظاهرين حاولوا اقتحام وزارة الطاقة وكان هناك انتشار أمني كثيف في محيط هذه التظاهرات هل الانتشار الأمني وصل إلى تلك المناطق القريبة من المرفأ أم لا؟ نعم لطبيعة الحال فرق الاستعاف والذفاع المدني في طريق مياه كما نرى لا أعلم أنكم تسمعون أصوات طيارات الذكاء المدني والطريق الأحمد في طريق مياه إلى مكان الحادث يعني اضربت قليلا من مكان الحادث أرى تجمعات كبيرة للمناطنين وأيضا لعناصب أمنية أنا الآن أمر بجانب مسجد الأمين في وسط بيروت هناك أضرار هائلة في المسجد سقطت كل الساقص المستعار على مدخل المسجد الضخم وتحطمت كل البوابات لهذا المسجد يعني الوضع في وسط بيروت في فوضى عارمة جدا بعد هذا الانفجار الذي وقع أكاد أقول بأن كل أبواب المسجد الضخم جدا في وسط بيروت سقطت نتيجة الزجاج وأيضا كل الأسف المستعارة في هذا المسجد أيضا سقطت على الأرض وربما يعني سلمان بانتظار أن تصل إلى مكان الانفجار إلى المرفأ اللي يتسنى لك جمع المزيد من المعلومات سننتقل إلى مراسلتنا في بيروت أيضا لاريسا عون لاريسا هل تمكنت من جمع معلومات إضافية بشأن هذا الانفجار أو هل هناك أي تفاصيل جديدة توضح ما حدث نعم نحن على بعد أمتار من مرفأ بيروت من ورائي تشاهدون حتى الساعة الدخنة السوداء المتصاعدة من أرجاء مرفأ بيروت المعلومات غير واضحة حتى الساعة لكن المؤكد أن الانفجار وقع داخل مرفأ بيروت أو في محيط مرفأ بيروت هناك معلومات عن حادث ما وأدى ذلك إلى انفجار مفرقعات داخل أحد المخازن في مرفأ بيروت انفجار قوي جدا نحن كنا في مكتب سكاينيوز عربية ببيروت مقابل السراي الحكومي وقد هز هذا الانفجار كل أرجاء المبنى والمباني المحيطة وهنا أشير إلى مقر السراي الحكومي المجلس النيابي وزارات ومقرات رسمية أصيبت بأضرار جسيمة للغاية نتيجة هذا الانفجار هناك حديث عن العديد من الجرحة نتيجة الانفجار الذي وقع منذ حوالي ربع ساعة تقريبا من الآن ولكن المعلومات غير دقيقة حتى الساعة هناك حالة كبيرة من الفوضى في شوارع بيروت أضرار جسيمة للغاية في كل المباني والسيارات المحيطة للمبنى لقد اقتربنا من مبنى حزب الكتائب اللبنانية المطل على مرفأ بيروت وأذكر بأن المعلومات المؤكدة حتى الساعة أن انفجارا قويا لا نعرف طبيعة هذا الانفجار لكنه وقع في محيط مرفأ بيروت بطبيعة الحال هنا في لبنان عند سماع هكذا انفجارات قوية نتذكر الأيام السوداء التي رافقتها عملية اغتيال لشخصيات سياسية وبالفعل لاريسا نحن على أبواب صدور الحكم بشأن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والعديد من رفاقه وكان يحكى عن اجتماعات أمنية من أجل انتشار أمني تداركا لأي عمليات أو تداعيات قد تنتج عن إعلان المحكمة الدولية لحكمها النهائي مع العلم بأنه كانت سمت بعض قيادات حزب الله تأتهمتهم بذلك وبالتالي أنت تحدثين بأنك متواجدة كنت متواجدة في مكتبنا ومتواجدة في الشوارع وبالفعل حتى غطيت تظاهرات التي كانت تندد بالانقطاع التيار الكهربائي هل لحظت انتشار أمني استثنائي اليوم؟ لم يكن هناك أي تحركات أمنية استثنائية مختلفة عن الأيام الماضية ولكن كانت هناك اجتماعات أمنية وآخرها الاجتماع الذي جمع الرئيس السابق سعد الحريري باللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام كما أن هناك اجتماعات أخرى لم يعلن عنها طبعا كلها تأتي قبل يوم السابع من أغسطس موعد صدور حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس السابق سعد الحريري ونحن نقترب أكثر إلى المكان نشاهد الأضرار وعملية نقل إحدى السيدات التي أصيبت نتيجة هذا الانفجار هذا المشهد تكرر خلال عملية نقل مزيد هناك لا رسة من الواضح سقوط العديد من الجرحة عشرات الجرحة هذا الانفجار هل علمتم أن كان هناك أي قتلة؟ حتى الساعة الحديث هو عن عشرات الجرحة نتيجة الانفجار وفي طريقنا إلى هنا كانت هناك عملية إجلاء لهؤلاء الجرحة المصابين نتيجة الانفجار لا معلومات عن سقوط ضحايا حتى الساعة المصادر المقربة من بيت الوسط أكدت أن ليس هناك استهداف سياسي من هذا الانفجار في إشارة إلى الرئيس السابق سعد الحريري وهو مقيم في بيت الوسط بوسط بيروت في منطقة غير بعيدة عن مرفأ بيروت نستكشف الطرقات الفرعية المحيطة بمرفأ بيروت أو المؤدية إلى مرفأ بيروت حيث وقع هذا الانفجار وأكرر أن مصادر بيت الوسط تؤكد أن الرئيس سعد الحريري بصحة جيدة ولم يكن هناك أي استهداف له من خلال هذا الانفجار المزيد من الجرحة سنعود إليك ريس ما يتسنى لك جمع المزيد من المعلومات وفي هذا الوقت أرحب بضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي حنة صالح أهلا بك سيد حنة هذا الطرح هل هناك تأكيدات في هذا الشأن بحسب ما وصل إليكم هل تصور الانفجار كأنها حاوية بحرية لكن المؤسف أن حجم الانفجار دمر الأشرفية لا أعلم ماذا حصل في غرب العاصمة لكن من منطقة الأبسة إلى بيت الكتائب المطل على مرفأ بيروت المباني على الطريقة الزجاج ملأ الطرقات الألمينيوم السيارات المدمرة شاهد ما يزيد عن مئة جريح الزجاج تطاير كما أعتقد مئات الأمتار الخسائر لا يمكن أحصائها بسهولة من المبكر معرفة حجم هذا الانفجار المخيف طيب استاذ حنة ابقى معي سأرحب أيضا بضيفي الآخر من بيروت الكاتب الصحفي مونير ربيع استاذ مونير هل هذا الانفجار هو جراء حادث تقني بحث أم ممكن أن يكون له خلفيات أمنية أهلا وسهلا حجم الانفجار اتساع رقعة العصف الذي أحدث هذا الانفجار على كل بيروت كمدينة لا يوحي بأن هناك حدثا تقنيا ولا يوحي بأن هناك انفجار لمفرقعات حتما لا الانفجار كبير جدا الأضرار كبيرة جدا السؤال الأساسي ليس لدينا معلومات حتى الآن هل تم استهداف ناقلة معينة مركزا معينا حاوية معينة من حاويات مرفأ بيروت وبالتالي هذه الحاوية فيها شيء يتفجر سواء كانت مفرقعة هل هناك معلومات ماذا استهدف تحديدا أو أين حدث تحديدا نحن نعلم بأنه حدث بالمرفأ والبعض يتحدث عن أحد المخازن هل لديك تفاصيل ربما أحد العنابر في مرفأ بيروت أو إحدى السفن الشحن القادمة إلى مرفأ بيروت وفيها أمر ما قد جرى استهدافه حتى الآن نحن نغرق في التحليل ولكن بحسب المعطة الانفجار حصل داخل مرفأ بيروت في العنابر أو على مياه مرفأ بيروت استهدف عنبرا معينا أو حاوية معينة غير معروف ماذا تحوي هذه الحاوية أو ما الذي ستتضمن هذه الحاوية ولكن حتما الانفجار الذي حصل تلته انفجارات متعددة هل هذه الانفجارات متعددة هي مفرقعات نارية كما يقال أم شيء آخر لا نزال بانتظار المعلومات لمعرفة حقيقة ما ترى تفضل بالبقاء معنا أستاذ مونير سنعود إلى مراسلتنا في بيروت لاريسا عون لاريسا هل هناك أي تحديثات بشأن المعطيات حول هذا الانفجار؟ نحن وصلنا الآن إلى أحد المداخل المؤدية إلى مرفأ بيروت حيث وقع هذا الانفجار الكبير منذ نحو النصف ساعة من الآن سيارات الإسعاف هناك مناشدات من كل المناطق المحيطة بالمرفأ للقيام بإسعاف الجرحة عدد كبير من الجرحة سقطوا نتيجة هذا الانفجار الكبير صادفنا العديد من الجرحة في الطرقات المؤدية إلى مرفأ بيروت ولكن يبدو هناك إصابات خطرة من داخل المرفأ تم نقلها الآن في سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المجاورة كما تلاحظون الدخنة السوداء المتصاعدة من أحد العنابر داخل مرفأ بيروت هناك عملية إجلاء هناك عملية إجلاء هناك عملية إجلاء حالياً لعناصر في الجيش اللبناني من داخل المرفأ مخاوف من حوادث أخرى ربما كما عبر هذا العنصر في الجيش اللبناني المعلومات غير واضحة حتى الساعة حالة من الفوضى لا نرى إلا سيارات الإسعاف في كل أرجاء وسط بيروت والمناطق المحيطة بالمرفأ تسعى لإسعاف الجرح والمصابين حتى الساعة المعلومات متضاربة للغاية وهذا ما يجري عادة نتيجة هكذا انفجارات لا ندري بعد طبيعة هذا الانفجار الكبير سمع دويه حتى السراي الحكومي وفي كل المناطق المحيطة بالمرفأ من الأشرفية حتى راس بيروت حتى مناطق أخرى الجيش اللبناني يمنع المواطنين الذين تجمهروا عند مدخل المرفأ سنعود إليك من جديد بانتظار معلومات إضافية حول طبيعة هذا الحادث هذا الانفجار الهائل كما يتم وصفه هناك إجماع على وصفه بالهائل من كل وسائل الأعلام أعود إلى الكاتب الصحفي مونير الربيع سيد مونير تحدثت عن إمكانية أن يكون حدث هذا الانفجار في أحد العنابر داخل المرفأ أو بحاوية أو سفينة معينة لو تحدثنا عن طبيعة عمل المرفأ أو البضائع التي يمكن أن تحملها هذه السفن عادة هل هي بضائع قابلة للاشتعال بهذه السرعة بضائع يمكن أن تنفجر لتحدث هذا الكم الهائل من التداعيات حوله؟ طبعا الانفجار أمر غير طبيعي لا يمكن أن يكون معهودا في أي مكان ليس فقط في مرفأ بيرو من فجر حجم الانفجار عص الانفجار الأضرار التي خلفها هذا الانفجار توحي بأن هناك نوع من المتفجرات من الأسلحة أو من المفرطعات أو غيرها هو الذي انفجر بنتيجة استهداف معين أو بنتيجة اشتعال معين وبالتالي لا أريد أن أدخل في التكاهنات طالما هناك غياب واضح للمعلومات ولكن هناك خشية من أن يكون ذلك استهداف من إسرائيل مثلا لإحدى البواخر التي تنقل أسلحة لحزب الله هذه فرضية مطروحة في السياسة ولكن لا أريد أن أتبق لا التحقيقات ولا المعطيات ولا المعلومات الأولية على الأرض إنما ما جرى أمر لا يمكن أن يكون تقنيا لا يمكن أن يكون على الأقل بما رأيناه بالعين التجردة لا يمكن أن يكون مسألة عابرة أو مسألة عادية أو حادثة عرضيا لأن هذا الانفجار ألحق الأضرار بكل أحياء العاصمة اللبنانية بيروت نعم نعم سأعود إليك سيد مونير نعود من جديد إلى مراسلتنا لاريسا عون التي أصبحت في المرفأ لاريسا ما الجديد بشأن هذا الانفجار نعم بالفعل نعم بالفعل دخلنا الآن دخلنا الآن إلى منطقة مرفأ بيروت من أحد المداخل القريبة من منطقة الصيفي حيث مقر حزب الكتائب اللبنانية النيران نشاهد بوضوح النيران المتصاعدة من أحد العنابر والدخان الأسود نتيجة هذا الانفجار هناك مناشدة لإسعاف الجرحة من كل أرجاء منطقة مدني صليب وأحمر دفاع مدني يتوجهوا على مرفأ بيروت هلأ في جرحة كثير هناك مناشدة لجميع فرق الإسعاف للتوجه إلى منطقة المرفأ وعشرات الجرحة في الأبنية المحيطة بالمرفأ نتيجة هذا الانفجار وعشرات الجرحة داخل المرفأ حيث وقع الانفجار طيب لاريسة عادة هل منطقة المرفأ هي منطقة تعوج بالسكان هل هناك تقديرات عن عدد العاملين في المرفأ المعلومات تشير إلى انفجار وتحديدا في العنبر باخرة شكرا شكرا نحن نقترب إلى مكان هذا الانفجار ويمكن رصد الأضرار الجاسيمة الناجمة عن الانفجار في كل أرجاء مرفأ بيروت الدفاع المدني حتى الساعة لم يتمكن من الوصول إلى الداخل لإطفاء هذه النيران المتصاعدة من مكان الانفجار المؤكد أن هناك العشرات من الجرحة والمصابين لا حديث عن ضحايا حتى الساعة ولا معلومات متأكدة بعد عن طبيعة هذا الانفجار الذي هز العاصمة بيروت التي كانت لمدة خمسة أيام في حالة إقفال تام ضمن التعبئة العامة لمكافحة انتشار وباء كورونا اليوم يوم الثلاثاء هو اليوم الأول من إعادة فتح القطعات وبالتالي الموظفون عادوا إلى أعمالهم الشركات والمؤسسات فتحت أبوابها بعد خمسة أيام من الإقفال كانت هناك زحمة في كل أرجاء مدينة بيروت وبشكل خاص أمام المصارف المرفأ عادوا زاول العمل اليوم نحن نصل إلى مكان الانفجار الذي وصل لتو فوج الأطفاء ونحن نرافق الفوج إلى الداخل إن تمكننا للرصد لرصد هذا إذن مشاهدينا إليكم هذه الصور الأولية للانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت والذي طالت تداعياته مختلف أو كل أحياء العاصمة لم تعرف بعد طبيعة هذا الانفجار إن كان ذات خلفيات أمنية أم هو انفجار تقني بحت ولكن حدث في أحد العنابر داخل مرفأ بيروت إذن نعود إلى زاملتنا لاريسا التي تحدثنا من مكان حدوث الانفجار في المرفأ نعم نحن نرافق الآن فرق الإطفاء فرق إطفاء بيروت وصلت للتو إلى مكان الانفجار النيران ما زالت متصاعدة من مكان هذا الانفجار الضخم داخل مرفأ بيروت تسبب بأضرار جسيمة ليس فقط في المرفأ ولكن في كل المباني والمؤسسات المحيطة بوسط بيروت وصلنا الآن معلومات من بعض الشخصيات الأمنية المتواجدة هنا عن انفجار لمادة التين تي أو لمخزن من مادة التين تي وصلت للتو عناصر الجيش اللبناني إلى مكان الانفجار طيب لاريسا قالوا لك انفجار مخزن مادة التين تي المخزن أين هل ذكروا لك أين يتواجد تحديدها هذه معلومة أولية هذه معلومة أولية طبعا سنتأكد من هذه المعلومة ولكن هناك العديد من المعلومات المتضاربة والجيش يسعى لإبعاد الجميع عن منطقة الانفجار خوفا من حادث آخر شو مبين جواه شو مبين شو انفجار شو بين معكم شو بين الجيش سيقوم بإخراج كل شو 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 اللي بين بين انفجار اطارين انفجار نرصد الآن الأضرار الكبيرة الناجمة عن هذا الانفجار عشرات الجرحة لا حديث عن ضحايا حتى الساعة المرفأ كان مقفل كان المرفأ مقفلا خلال الأيام الخمسة الماضية نتيجة الإقفال التام هو اليوم الأول الذي يعاد فتحة دعم نعم نعم اوكي انت هون بتشتغل بالمرفأ لا 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 ما بتشتغل بالمرفأ دخلنا الآن إلى دخلنا الآن إلى مكان الانفجار النيران ما زالت متصاعدة نعم هذا واضح من خلفك لا ليسا هل هناك يعني اي تجمع يعني هل اتت القوى الأمنية هل طوقوا مكان الحادث ما الذي تلاحظينه من الناحية الأمنية حتى الساعة هناك فوضى كبيرة في محيط مرفأ بيروت عناصر من قوى الأمن الداخلي عناصر من الجيش ومخابرات الجيش متواجدون هنا في المكان هناك مساعي لإبعاد جميع المواطنين الذين دخلوا إلى هنا هناك مخاوف من انفجارات أخرى ربما قد تحصل وحفاظا على سلامة المواطنين طلب من الجميع مغادرة هذا المكان المعلومات متضاربة للغاية حول طبيعة هذا الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وتحديدا داخل مرفأ بيروت منذ نحو أربعين دقيقة من الآن بيّن معكم شي شو طبيعة الانفجار طبعا استخبارات الجيش لا تريد الحديث حاليا سوف سوف نحاول الانفجار ببعض المصادر الأمنية عند الانتهاء من هذه الرسالة المباشرة لمعرفة بعض المعلومات الأكيد المعلومات الثانية المؤكدة هناك العشرات العشرات من الجرحة نتيجة هذا الانفجار فرق الأسعاف هناك مناشدات من كل المواطنين في المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت للوصول إلى هنا وإسعاف الجرحة والمصابين لا حديث عن سقوط ضحايا ولكن من المبكر التحدث عن حصيلة حتى وإن كانت أولية بعض المعلومات سريعا ما تتحدث عن محاولة استهداف سياسية أو محاولة اغتيال ونحن على أيام من صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس السابق لا ليسا سنحاول أن نعرف المزيد عن هذه سارعة لتؤكد أن رئيس الحريري متواجد في بيت الوسط وهو بصحة جيدة ولم يكن هناك استهداف سياسي له على الأقل في هذا الشق سنحاول معرفة المزيد مع ضيوفنا اتباعا وسنعود طبعا إليك بانتظار معلومات إضافية يمكن أن تؤكديها بطبيعة الحال عناصر الجيش اللبناني لا يتكلمون بطبيعة الحال عناصر الجيش اللبناني لا يتكلمون مباشرة على الهواء أو يدلون بتصريحات ولكن خلف الكاميرا طبعا سنحاول الحصول على معلومات حول طبيعة هذا الانفجار يستمر وصول رجال الإطفاء وعناصر إضافية من الجيش والاستخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي نعم لرسة سنعود إلى مكان الانفجار في مرفأ بيوت المعلومات أكثر تحت الهواء في هذا الوقت سأتابع مع ضيوفي الذين ينضم إلينا تباعا من بيروت الآن أرحب بالخبير العسكري والستراتيجي إلياس فرحات أهلا بك سيد إلياس بحسب المعطيات حتى اللحظة وبحسب قراءتكم لما حدث ماذا يمكن أن يكون طبيعة هذا الانفجار الانفجار دويه كبير جدا أكبر بكثير من دويه انفجار الذي أطاح برئيس شهيد رفيق الحرير عام 2005 وصلت صوته إلى أبعب من مدينة بيروت وإلى الجبال القريبة انكسر زجاجات المنازل في منطق الحازمية والضحي الجنوبية والأشرفية وكل المنطقة المحيطة بالوسط التجاري الملفت هذا الانفجار هو أن نتج عنه نوع من الفطر يعني غيمة على شكل فطري وبلون وردي وهي تشبه الانتجارات الأسلحة التكتيكية النووية يعني غالب الضم أن هذا الانتجار يعني إما جاء بأبوة كبيرة جدا وفيها مواد كيميائية وأما جاء بقصف صاروخ يعني بعيد المدى من صواريخ توافع على هدف كرب بارسق بيروت ذات واضحا أن المكان بالتجار هو كرب بارسق بيروت بين مرسق وقاعدة بيروت البحري وهي شبه ملاصقة له وأن مشاهد الدمار تلاحظ على طول طريق المحيطة البحرية اللدانية القريبة من مرفأ بيروت وقاعدة بيروت البحرية طيب أستاذ الياس مراسلتنا ذكرت معلومة وقالت بأنها يعني هذه معلومة أولية ليست متأكدة منها بعد وهو بأنه تم استهداف مخزن لمادة التأنت يعني هل وارد ذلك وهل هناك عادة مخازن لمواد مماثلة بالمرفأ يعني عادة استيراد المتفجرات في لبنان يخضع لموافقة وزارة الدفاع ويخضع لتدبير أمنية حيث أن مصانع البرود والديناميد التي تستورد هذه المادة يعني موجودة في لبنان وتستورد هذه المادة لكن بإشراق وزارة الدفاع ويتم خزن ونقلها يعني في حال كان هناك مستودع يعني لهذه المادة سوف يكون حطما لوزارة الدفاع وإدارة الجمار ألم به وبوجوده في تلك المنطقة وسوف يعني يحدد كيف حصل هذا الانتجار هو جراء قصد خارجي أو من جراء أبوة داخلية ممكن إذا كان هناك يعني كمية كبيرة من هذه المتفجرات وانفجرت في وقت واحد يعني أن يصدر عنها هذا الصوت والدوي والكبير ويصدر عنها أيضا هذه الغمامة التي هي على شكل فطري وتشبه الانفجارات النووية التكتيكية وأيضا اللون ماذا تقصد بالانفجارات النووية التكتيكية لون الورد ينفذ النظر نعم يعني عندما تقول انفجارات لنووية تكتيكية يعني لو تشرح لنا أكثر ماذا تكون هذه المواد أنا أقول تشبه الانفجارات النووية التكتيكية الانفجارات تكون يعني بهدف معين تطلق بالمسطعية أو بالصواريخ عادي ولا شيء استراتيجي لتفجير المدن وسلطر غمامة لكن إذا كان هناك كمية ضخمة من المتفجرات كما يقال حاليا من المراتلين ومن الذين يذهبون إلى يعني صاحبين في المرفأ والمراتلين ممكن أن تكون الكمية الكبيرة من الفجارات تفجرت تعطي مفعولا مشابها لقبلة تكتية لكن الممكن النظر هو اللون الوردي اللون الوردي هو يعني غريب كل المتفجرات التي حصل في لبنان أما يكون اللون دخاني أسود أو أريد أما أن يكون وردي فهذا يعني حقا أن هناك مواد كيموية انفجرت يعني إذا كان الانفجار عشرة تيلوطون عشرة تون أفوال عشرة تون بأمتي يعني ممكن أن يكون بحجم قبلة نووية تكتية يعني يعني حتى الآن لم نفهم الاستهداف واستهداف شخصية اما استهداف مرفع بيرون بشكل عام اما استهداف يعني عنابر خاصة لم تتضح الأمور بعد والقوى الأمنية والجيش يتويهدون في المنطقة ويفتشون فيها ويبحثون يعني عن دلائل من أجل معرفة سبب الوجاب لا يوجد شيء يعني ممكن أن يعني يتقبله العقل حتى الآن هناك شائعات كثيرة يعني لكن أعتقد أنه خلال ساعات قليلة سوف تظهر الحقيقة طيب لو بس فصلت ما تفضلت به لنقل أول طرح يعني استهداف شخصية شخصية يعني هل وارد أن تكون يعني بالمرفع اليوم بقلب هذه الحاوية وبالتالي يعني ألا يمكن استبعاد هذه الفرضية يعني الشخصية في حاجة المفادرة تكون على طريق البحر في قرب المرفع وهذا طريق تسلقه معظم الشخصية لكن لو كان هناك شخصية مهمة لأعلن عنها حتى الآن يعني على الأقل يعني لقام يعني اتصلوا به وقدمشدوه أو يعني بموكبها وبكياراتي حتى الآن لم نسمع أن هناك فقطان اتصال بشخصية عامة يعني نعود إلى تجربة تكليم الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني هناك حوالي نصف ساعة يعني لم يعرف أحد شيئا ماذا حصل ومن هول القطمة سيب أنتصل رئيس الحريري لأنه علم أنه كان ممكن أن يمر في المنطقة وفتشب وأنه كان مستهدف أما الآن يعني نحن أكثر من نصف ساعة لم يظهر أن هناك من أعلن أنه يعني أنه شخصية ما مستهدف هنا وهناك وبالتالي يمكن استبعاد فرضية استهدف شخص لا حتى الآن لا يمكن استبعاد لم يعلن أحد البعض تحدث عن إمكانية استهداف إسرائيل لإحدى السفن التي تنقل أسلحة لحزب الله يعني كيف تعلقون على فرضية مماثلة أيضا ممكن هذا هدف لإسرائيل طبعا أنه تستهدف كل الأسلحة لحزب الله في كوريا أو في أي منطقة أخرى لكن يبدو أن الانتجار أو القصص لن يستهدف مركبا محريا سواء انتجاريا أو أسيانيا قرب مرفق بيروت يعني الانتجار حطلة على المرفق في اليابسة وليس في عرض البحر على تقوين أو على مركب معين نعم سنعود إليك سيد اليس تفضل بالبقاء معنا أعود من جديد إلى مراسلتنا لرسة عون المتواجدة في المرفأ لرسة هل توضحت الأمور لديك أكثر هل هناك أي تفاصيل جديدة عن طبيعة هذا الحادث هذا الانفجار حتى الساعة المعلومات ما زالت متضاربة للغاية تحدثنا مع العديد من الشخصيات الأمنية التي وصلت إلى مرفق بيروت المؤكد حتى الساعة أن انفجارين وقعا داخل مرفق بيروت نحن الآن على بعد أمتار قليلة من هذين الانفجارين لذين هزى العاصمة بيروت وتسبب بسقوط مئات الجرحة في صفوف المواطنين والعملين داخل مرفأ بيروت وفي صفوف الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني لم تتوضح تحدث عن انفجارين نعم هل وقعا بمكانين مختلفين في نفس الوقت أم استهدفا نفس الناقلة أو لنقل أحدى العنابر ولكن بطريقة أو بوقت متتال الانفجارين الانفجارين وقعا هنا في منطقة قريبة من بعضهما البعض داخل مرفأ بيروت ويمكننا أن نرصد النيران المتصاعدة من مكان الانفجار الأول ومن مكان الانفجار الثاني في منطقة قريبة للغاية على بعد أمتار قليلة من الانفجار الأول هناك تكتم من قبل الشخصيات الأمنية التي تحدثنا إليها يبدو أنها ما زالت في مرحلة تحقيق أولية لتقص الحقائق ومعرفة طبيعة هذين الانفجارين ولكن هناك أضرار ضخمة للغاية في كل الأرجاء المحيطة بالعاصمة بيروت دوي هذا الانفجار أو الانفجاران وصل إلى مناطق جبلية بعيدة هناك مواطنون سمعوا دوي الانفجار من مناطق جبلية بعيدة للغاية هذا المشهد للأسف يذكرنا بأيام سوداء مرة على لبنان منذ اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط عام الفين وخمسة وسلسلة الاختيالات التي لحقت هذا التفجير أو عمليات الاختيال الكبرى نحن نتحدث هناك معلومات الآن نعم أريد فقط أن أشير إلى هذه المعلومة هناك في هذه الباخرة المتضررة بطبيعة الحال نتيجة هذا الانفجار عشرات الجرحة عالقون على ما يبدو لأن فرق الإسعاف تجد صعوبة في الدخول إلى داخل هذه السفينة لإخراج وإجلاء الجرحة نتحدث عن خمسين شخصا داخل هذه المركبة هناك مساعي حاليا لإجلائهم ونقلهم إلى المستشفيات المحيطة للمعالجة نعم لاريسة ونحن نتحدث فقط اسمحي الوشير إلى هذا الخبر العاجل التي أولدته أحد وسائل الأعلام بأن أنباء تتحدث عن استهداف مخزن لحزب الله لتصنيع صواريخ قرب مرفأ بيروت سأذهب إلى ضيفنا الآخر ثم أعود إليك الأريسة أرحب برئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين أهلا بك استاذ علي يعني برأيكم ما حقيقة ما حدث وماذا عن آخر ما تم تدوله عن استهداف مخزن لحزب الله لتصنيع الصواريخ قرب مرفأ بيروت يعني بداية تحيتي لكم والمستمعين والمشاهدين أهلا أهلا وعزائنا يعني لكل اللي اللي فقطوا والإصابات اللي الكبيرة التي يعني تطال مئات الأشخاص في في بيروت و لا شك أنه النقطة الأساسية أنه طبيعة هذا الانفجار لكل الذين يعني خبروا مشاهد مشابهة في خترات زمنية سابقة حتى اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري لم يكن هذا الانفجار لحصل اليوم مسبوق بمثله بحجم الدمار الذي أحدثه على قطر واسع جدا يعني بمعنى أن كل الأحياء بيروت متضررة من أو معظم أحياء بيروت متضررة من هذا الانفجار طبيعة الانفجار لحد الآن تطرح تساؤلات هل إلى أي مدى دقة الكلام التي صدر عن مصدر أمني قال أن هناك مفرقعات هل هذه الانفجار يعني يعطي انتباع يعني ليس لدي خبرة أمنية في هذا المجل لكن على الأقل الكثيرون يطرحون تساؤل طبيعة هذا الانفجار وحجمه والحجم الدمار والقطر الذي أحدثه من دمار هائل في بيروت إلى هذا الحد الذي يعني أتيح لي أن أمر في عدة شوارع في بيروت وكنت قريب على بعد كيلو متر من الانفجار لكن أحسست عند حصوله وكأنه قريب مننا وبالتالي أيضا كما قالت زميلتنا مراسلتكم أنه الانفجار حتى في مدينة صورو على بعد 80 كيلو متر من بيروت يعني أحسوا بهذا الانفجار اللي بيحجمه لذلك يعني هناك مراسلتنا تحدثت استاذ علي عن انفجارين كذلك يعني على ما يبدو حدث انفجارين كما أكثر من وانفجار يعني ولكن يعني هناك انفجارين وكأنهم متصلين ببعضهما البعض لأنه كل لاحظ أنه استمرار الضغط إذا صح التعبير لم يسمع الصوت بقدر ما أحست الناس بحالة الضغط الهواء الذي أحدثه وتفاقط الزجاج في كثير من الأبنية البعيدة يعني وبالتالي طبيعة الانفجار يعني مثيرة للريبة وتطرح يعني تساؤلات وربما يحتاج الأمر إلى يعني مزيد من التفقيق على الأقل فيما قاله المصدر الأمني لكن الرواية الرسلية تقول أنه انفجار العنبر رقم 12 بتجمع أو في مكان مخزن فيه مفرقعات نارية لا أدري إلى أي مدى يعني هذه الأمنيين ربما والقبراء العسكريين أكثر قدرة على تقليم معنا أيضا خبير عسكري وستراتيجي دعني أنقل إليه هذه الفكرة أستاذ علي ومن ثم أعود إليك أستاذ اليس يعني الرواية الرسمية كما قال أستاذ علي تتحدث عن انفجار حدثة في عنبر رقم 12 وهو مكان تخزن فيه المفرقعات النارية المفرقعات النارية عادة فيما لو انفجرت هل تحدث كل ذلك لو تحدثنا من النارية التقنية البحثة هذه ليست رواية الرسمية نقلا عن ونقلا عن مصدر لديه لديه صح النفس وهو رواية ضعيفة يعني عنبر 12 مفرقعات لا يسر هذا التوين الذي هزى بيروت وجوارها عشرات كيلومترات يعني هناك انتجار كبير جدا أما كثة متفجرات كبيرة قد انفجرات وأما صاروخ من نوع الكروز قد ضرب منطقة في يعني على مرفع بيروت يعني هذا الانتجار الذي سمعناه هو ينشع عن مثل هذه الأمور وليس عن مفرقعات هذه رواية أعتقد أنها ضعيفة جدا لكن أنا بانتبار الكوى الأممية وكبراء المتفجرات الذين يصدر أن يكونوا فضوح إلى مكان الحادث وعين الإستقات والدلاء الميودي والنوع المتفجرات أنباء أخرى نعم أنباء أخرى أساسة تتحدث عن استهداف مخزن لحزب الله لتصنيع الصواريخ قرب مرفع بيروت هل تعتقد بأنه هذا أقرب إلى الواقع هذه الرواية أقرب إلى الواقع وهل الحزب عادة لديه مخازن لتصنيع الصواريخ لا أحد يصنع الصواريخ من الأماكن مكتوفة لا حزب الله ولا غيره وإذا كان هناك مخزن لحزب الله ويخرجون منه لتعرف كل الناس ذلك لأن المنطقة مفتوحة وليست صرية أعتقد أنه الصعب أن هناك مخزن لحزب الله لأن المنطقة مفتوحة وفيها أمام المرافق وفي أجزة أمنية وفيها المواطنون لديهم مصالح هناك ومخلصون وعملات أعتقد أنه يمكن إخفاء مثل هذه المصانع الحساسة والمهمة في منطقة مثل مرفع بيروت ممكن أن يكون هناك نعم المتفجرات مستوردة وموضوعة في عنبر وانفجرت كلها دفع واحدة أما بفعل صاروخ أو بفعل عملية تخريضية ممكن هذا أحتمال تقنيا أقول ليصدر مثل هذا الانتجار وأن يكون هناك كبيرة من تفجرات لحتى العشر طون وهنا من زرع عبوة لتفجيرها أو من أطلق طاروخا من الخارج في الموعة كروز يطيبها بدقة ويحضر مثل هذا التفجير أما خلال ذلك لا أعتقد أن غويات مفهولة من الناحية ذكرت بسياق هذه المداخلة بأن هذه المواد المتفجرة في حال تستقدم تكون تحت إشراف وزارة الدفاع طيب عشرة من المواد المتفجرة لماذا قد تكون وزارة الدفاع بحاجة إليهم برأيك إذا كان هناك عشرة طول لوزار الدفاع يعني ممكن أن يكون هناك خطأ في الخزن أو أن هناك يعني عادة هدي المواد تأتي نظوم المصانع الديناميوت التي تبيع الديناميوت المواطنين تفقط تصريح محددة لأعمال التبجير في المقالة والكسرات والملاطف وهذه يعني عملية مضيطة من قبل قيادة الجيش ووزارة الدفاع يعني وأعتقد أنه لو كان هناك مخزن تعالش فيه وزارة الدفاع وإدارة جماريس لكن سمعنا يعني بيانا من ذلك من قبل الأجهات المختصة من سيارة الجيش وإدارة جماريس ابقى معنا لو سمحت سنعود إليك لاستكمال هذا النقاش حول هذه التغطية أعود من جديد إلى رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين أستاذ علي هل يعني تسنى لكم معرفة أي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا الانفجار يعني بالتأكيد ما أشار إليه العميد للصرحات يعني هو الذي يمكن أن يكون مرجح بأنه فعلا هناك مخازن معينة وأنا أوافقه لجهة أنه من المستبعد أن يكون هناك مصمع للصواريخ لحزب الله في هذه المنطقة إلا أنه أيضا هل من المحتمل أن تكون هذه الأسلحة هل هي للجيش اللبناني أو لحزب الله أيضا هذا السؤال مطروح لأنه نحن بنعرف أنه أيضا يمكن أن تستخدم مرافق الشرعية من أجل يعني تحت عنوين عنوان المقاومة لاستيراد بعض يعني ما تحتاجه في هذا فيها لكن بطبيعة الحال أنا أعتقد أنه هذا الانسجار كما أشرت أنه غير مسبوق حجم الدمار الذي أحدثه يطلق مزيد من التساؤلات والريبة حول الرواية الرواية الرسمية نقلتها إحدى التلفزيونات اللبنانية محطات التلفزيونات اللبنانية ونقلتها عن مصدر أمني رسمي بطبيعة الحال لم يكن هناك بيان عن جهة رسمية معلنة واضحة تتحدث عن هذا الانتجار وبرأيي هذا يدلل ما حصل حتى الآن عدم صدور موقف واضح رسمي من ما جرى أنه هناك مزال في ما يكتنفه الغموض أو ما يجري التعتيم عليه حتى الآن من أجل يعني تدابلها أستاذ علي هو أنه سمع أصوات طيران حربي في أجواء بيروت قبيل وقوع الانفجار لا أدري حضرتك إن كنت في المنطقة سمعت سمعت الرواية الصائرة أنا لم أسمع رغم أن كنت ولكن أيضا يجب الانتباه إلى أنه ممكن أطلاق صواريخ يعني الآن كلنا يعرف أنه أساسا كانت صواريخ تطلق من فوق لبنان باتجاه مراكز إيرانية أو الجيش السوري في داخل سوريا فبالتالي إطلاق الصواريخ ليس بالضرورة بحاجة إلى أن يعني يمكن يعني حتى لو افترضنا أن هناك صاروخا أطلق من طائرة ليس بالضرورة أن يسمع أهالي بيروت أو المحيطين في المبنى هذه الطائرة يمكن أن تطلق من مكان بعيد وليس بالضرورة أن تطلق من مكان قريب يعني بشكل أن يسمع تتم تداول أنه فكرة أنه سمع صوت طائرات ولكن على الأقل أنا بالنسبة لي وبعض اللي سألتهم يعني لم يسمعوا الطائرات لكن هذه الرواية أيضا منتشرة ويجري تداولها بين المواطنين بأنه كان فيه صوت طائرات قبل الانتجار سأعود إليك سيد علي أرجو أن تفضل بالبقاء معنا سنعود كذلك إلى لاريسة مراسلتنا في بيروت لاريسة هل هناك أي تفاصيل جديدة عن طبيعة الانفجار هناك معلومات تتحدث عن سقوط قتيل على الأقل في هذا الانفجار أو الانفجارين لدين هزاء العاصمة بيروت وتحديدا وقع هنا داخل مرفأ بيروت المعلومات الأمنية متضاربة للغاية هناك من يتحدث عن انفجار مخزن لمادة وهو ما يفسر هذا الدمار الهائل الذي تسبب به الانفجار ولكن هناك تكتم شديد من قبل جميع الشخصيات والمصادر الأمنية التي تحدثت معها هنا داخل المرفأ تكتم شديد ورفض بإفصاح أي معلومة حتى تتوضح الصورة أو على الأقل حتى تتوضح الرواية الرسمية لهذا الانفجار ونحن نجول في أرجاء المرفأ على بعد أمتار قليلة من مكان الانفجار الأول ننتقل الآن إلى مكان الانفجار الثاني وبالفعل عندما وقع الانفجار الأول ونحن كنا داخل مكتب سكاينيوز عربية المقابل السراي الحكومي سقط الصقف على رؤوسنا داخل المكتب نتيجة قوة هذا الانفجار وبعد ثواني قليلة للغاية سمعنا دوي الانفجار الثاني هناك إصابات وجرحة بالمئات استنفار تام في بيروت لكل الأجهزة الأمنية من قوة من داخل أو جيش أو استخبارات أو أمن دولي أو أمن عام الجميع بات الآن في مكان الانفجار أريد أن أريكي بالكاميرا تحديدا هنا هنا يمكن مشاهدة مكان الانفجار الأول وهذه الحفرة الضخمة التي تسبب بها وهنا هو مكان الانفجار الثاني في مرفأ بيروت على بعد أمتار قليلة دخان الأسود ما زال يتصعد بناء على ما حدث معكم بالمكتب هل هناك دقائق فقط بين الانفجار الأول والثاني ثواني ثواني وليست دقائق ما إن سمعنا دوي الانفجار الأول وسقطت كان هناك دمار في المكتب دمار هائل تكسرت كل الشروفات المحيطة بالمكتب وبعد ثواني قليلة سمع دوي الانفجار الثاني نتابع مصور مزيد من عناصر وفرق الإطفاء إلى مكان الانفجارين في بيروت هناك استنفار طبي أيضا في المستشفيات ليس فقط مستشفيات العاصمة ولكن استنفار في كل المستشفيات للسطوال الجرحة بالفعل الصليب الأحمر يستنفر كل مسعب بعد الانفجار الذي حدث من أجل متابعة أحوال الجرحة الذين كما ذكرت وصل عددهم إلى المئات وتحدثت أيضا عن سقوط قتيل أعود إليك يا لريسا سأرحب من جديد بالخبير العسكري والاستراتيجي إليس فرحات السيد إليس الآن مواقع لبنانية تتحدث عن أن المخزن المنفجر يحوي على مواد شديدة الانفجار من بينها السي فور هل لون الشهب الوردي يمكن أن يبرر انفجار أو هو يعني يدل على انفجار هذه المواد هل هي عادة أقوى من الـ TNT مداخلتك أو لفتك لون الشهب الوردي بأنه عادة يكون لمواد متفجرة هل مادة سي فور عادة تحدث هذا اللون عند انفجارها هل هذا يمكن أن يؤكد لنا بأن هذه المادة لا أعتقد لأن سي فور الذي فجر الرئيس سهيد رفوق الحريري لم يعطي مثل هذا اللون ربما سي فور مضاف إليها أنواع جديدة من المتفجرات أو أنواع أخرى من المتفجرات لكن لا يمكن تحديد من اللون الغمامة التي ظهرت نوع المتفجرات يجب أن يكون هناك بحث وتحليل لمسرح العمليات والمسرح الانتجار وأخذ عينات ومعرفة تتبط ما هي أنواع الانتجارات وأعتقد هذا ما تعتق عليه الأجلة المحتصة في صيارة الجيش والأبنى الداخلي حاليا إنما الشبه الأكيد أن الانتجار حاصل إما بصاروخ كروز بواف في مكان بعيد وإما كمية كبيرة من المتفجرات يعني مخزنة في أحد العنابر في مكان الانتجار حتى الآن لا رواية رسمية تميل إلى أي من الاحتمالين القصد أو التفجير التخريدي لمخزن متفجرات وحتى لم أعلم إذا كان هذا المخزن متفجرات على علم به طيار الجيش ووزارة الدفاع الوطني وثقا للأسول طيب يعني أيضا تم تداول نبأ عن أنه قبل حدوث أو قبيل وقوع الانفجار كان هناك سماع لأصوات طيران حربي في أجواء بيروت فيما لو صحت هذه الرواية على ما تدلل نعم هناك أصوات طيران حربي تمعت أكثر من مصدر قولها وأيضا بعد الانتجار بنصف ساعة تمعت فيه فوق صيدة في الجنوب ويمكن الطيرات نفسها تحلت في الأجواء المبينية لكن هذا لا يعني أن هذه الطيرات هي التي قصفت لأن القصف يمكن أن يكون من مكان بعين جدا وبصواريخ كروز لأن نوع الانتجار يقل على أن الرأس الحربي المتفجر للطروق يعني على الأقل في طن من المواد الشديدة الانتجار التي تحدث مثل هذا الدمار وليس من الطواريخ العادية للطائرات الإسرائيلية القاتلة برأيك سيدة العميد يعني عادة حوادث مماثلة بعد كم من الوقت تتضح معالمها أو يمكن معرفة حقيقة ما حدث أنا أعتقد خلال ساعات يعني يجب أن تظهر حقيقة ما حصل على الأقل قبل أن نقول من من المتاعد يعني على الأجزاء المتصفة من طبراء المتجرات والمحققون أن يعرفوا بالطبع ماذا حصل لهالانتجار قصف وماذا في موقع المأسر في الأنفك الذي وقع في الانفجار ماذا يوجد هناك يعني هذا يجب على ما يبدو نعم أيضا ليس هناك انفجار واحد فقط بحسب مراسلتنا كانوا في المكتب حدث أول انفجار وبعد ثوان حدث انفجار ثان وحتى يعني أشرت لنا بالصور إلى موقعي الانفجارين أيضا هل لذلك دلالات سيد العميد يعني أكثر من جهة قال بكل هذا السلام حتى الآن هناك شك إذا كان هناك انفجارين وخاصة هناك انفجار الثاني يتحدثون عنه قد يتقط الثور من جهة البحر أو يعني إذا كان هذا الانفجار سمع صوته وصداح في الوقت نفسه لأن الفرق الزمني بين الانفجارين كان ثواني قليلة أو جزء من ثانية يعني وقتا طويلا لكي نميز أن هناك انفجارين حتى الآن يعني لم نتأكد أي شيء يعني أنتحققون نكتر بأن يكون في مكان طيب سيد رياس نعود إلى زميلة لاريسة لتطفيت الحريق وبعدين بيطلع انفجار بيختف كان في حريق بيتبلغ فوج الأطفاء أنه في حريق بيجوا العناصر كرمال يطفوا عنا عشر عناصر وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين إني مش إنه هيك أنا نجاي يفتش عليهم بعد الحريق بعد الحريق طلع انفجار هني راحوا بالانفجار الأول لا الانفجار اللي تلي الحريق يعني الانفجار الأول كان ناتج عن الحريق ما منعرف كان في حريق إجوا تيطفوا بعدين طلع الانفجار اختفوا العناصر نحن عم نفتش عليهم عناصر البلدية عناصر فوج الأطفاء تبع بلدية بيروت طيب سعدت المحافز يعني مشهد مهيب فعلا دمار لم تشهده العاصمة بيروت عم بذكرنا بأيام إنه يشبه ما حصل باليابان بهيروشيما ونكزاكي هزا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة هايدي نكبة وطنية هايدي يعني مصيبة على لبنان يعني ما منعرف كيف بدنا نطلع منا ما منعرف بهالأيام نحنا كنا يادوب نقدر نمشي واجتنا هالكارسي هايدي يعني بدنا نضل قوية بدنا نضل نتميلك حالنا نمتلك الشجاعة بس كتير هالأدي كتير فرد مرة على شعب ساعة المحافظ مين بتناشد نحنا يعني انتم بطبيعة الحال بحاجة لأي مساعدة الآن بتناشد الشعب اللبناني إنه يتمسك نحنا أقوية وبدنا نضل أقوية شو المعلومات الأول ما في عندي معلومات عندي هالمصيبة اللي بوجي إذن لاريسعون كانت تتحدث مراسلتنا قبل قليل مع محافظ بيروت مروان عبود الذي لم يتمالك نفسه أمام هذا المشهد الذي شبهه باليابان ما حدث في تفجيرات ناقزاكي والقنبلة النووية لاريسا أنت في مكان هذا الانفجار لو تذكرين إذن حسب ما فهمنا من المحافظ مروان عبود أنه وصلهم خبر الانفجار الأول والحريق وأرسل فريقا لإطفاء هذا الحريق لكن هذا الفريق اختفى الآن بسبب الانفجار الثاني وهو الآن يعني عندما احتحدث إليك متأثرا يبحث عن أفراد هذا الفريق عن رجاله الذين كانوا على الأرض ما الذي يخبرك في إياه أيضا الآخرون في المكان نعم محافظ بيروت القاضي شرب العبود هو من أول الواصلين من الشخصيات الرسمية إلى مكان الانفجار في مرفأ بيروت المعلومات المؤكدة حتى الساعة عن مصادر نقلا عن مصادر أمنية تأكدنا منها وقع انفجاران داخل مرفأ بيروت قبل نحو ساعة أو أكثر ربما من الوقت المعلومات متضاربة حتى الساعة حول طبيعة هذين الانفجارين إذن القاضي محافظ بيروت القاضي عبود الذي وصل إلى هنا لتفقد المكان وتفقد عملية إجلاء الجرحة وإطفاء النيران المتصاعدة من الحويات في المرفأ من حديثك مع المحافظ على أن هذا التصريح هو أول تصريح يشير إلى وقوع قتلى أو عدد القتلى على الأقل نتحدث عن عشرة من رجال الإطفاء الذين قال المحافظ بأنه لا يجدهم هذه حصيلة أولية ربما ليس كذلك لأنه في مئات الجرحة لكن هذه أول مرة تصريح عن قتلى هنا نعم المحافظ تحدث عن عشرة عناصر وصلوا إلى مرفأ بيروت لإطفاء حريق كما قال كانت هناك معلومات عن نشوب حريق داخل المرفأ وحضر إلى هنا عشرة من عناصر الإطفاء للمشاركة في إخنادي هذا الحريق ومن بعد ذلك بدقائق سمع دوي الانفجار الهائل في كل أرجاء بيروت وفقد العناصر وبمعلومات مؤكدة أيضا حصلنا عليها من مصادر أمنية وشخصيات أمنية متواجدة هنا في المرفأ تم تم نقل العشرات من الجرحة إضافة إلى جثتي شخصين قتلة هنا نتيجة هذا الانفجار لريسة اسمحي بسؤال أخير يعني قبل أن أعود لضيفي على الهواء هنا طالما أن كان لدينا إبلاغ عن حريق لا يوجد حتى الآن ما يقول بأن الإبلاغ عن الحريق في المرفأ أشار إلى أن هذا الحريق كان فيه مستودع للمفرقعات لأنه التعامل معه من قبل المطافة سيكون مختلف يبدو أن الإبلاغ كان عن حريق عادي لكن بعد الانفجار الثاني بدأ الحديث عن مستودع مفرقعات أليس كذلك تحدثنا مع العديد من الشخصيات الأمنية هنا في المرفأ حول طبيعة هذا الانفجار وما كان داخل هذه الحاويات التي انفجرت أو ما تسبب بانفجار هذه الحاويات إن كان ذلك خلال الانفجار الأول بعد نشوب الحريق كما فاد محافظ بيروت القاضي شرب العبود أو إن كان ذلك خلال الانفجار الثاني على بعد أمتار قليلة من الانفجار الأول ولكن لم نحصل بعد بعد على أي إجابة هناك واضح هناك تكتم على هذه المعلومات الحساسة للغاية حتى تتوضح الرواية الرسمية لهذين الانفجارين ولكن المؤكد أن بيروت لم تشهد يوما مثل هذا الدمار والخراب هناك من يتحدث أن التفجير الكبير الذي أدى إلى اختيال الرئيس السابق رفيق الحريري في 14 من شباط عام 2005 لم يكن بحجم هذا الدمار الذي حصل اليوم في مرفأ بيروت اسفحيلي أنا أذهب لضيفي أتركك فترة لجمع المزيد من المعلومات وأرجو أن تنتبهي على سلامتك لأنه واضح من المكان بأنه غير آمن حتى الآن على الأقل من أعمدة الدخان التي تتصاعد من ورائك شكرا جزيلا لك أعود لضيفي رئيس تحرير موقع الجنوبية علي الأمين أستاذ علي هل يمكننا أن نعيد بناء الحادث يعني هنا في خبر في إبلاغ عن حريق في المستودع مدير عام جمارك بيروت كما وصل قبل قليل يقول أن الانفجار كان في عنبر كيمويات في مرفأ بيروت أليس من يبلغ عن الحريق في المرفأ يبلغ بأن هذا حريق في مخزم مفرقعات أو في كيمويات حتى تستعد المطاف بالأجهزة المناسبة لإطفاء الحريق وليس حريقا عاديا بطبيعة الحال إذا افترضنا أن هذا المكان حيث حصل الحريق أنه مكان يحوي على ما يخشى من انفجاره وأن يشكل دمارا كما حصل لان بطبيعة الحال الإنذار يجب أن يكون على مستوى المخاوف السؤال الذي يطرح هل هي هذه المخازل أثاثة هي مخازل سرية يعني لا أحد يعرف ماذا تحتوي هل كما قلت كما أشار مدير الجمارك إلى أنه هي مواد كيموية معينة حصلت بهذا الأمر الأمر الثالث يعني هل مثل هذا الانفجار هل يمكن أن نتحدث عن انفجار حصل في مكانه ما في العالم يشبه هذا لأنه إذا افترضنا أنها كيمويات أو ما إلى ذلك فربما يكون في مكان ما في العالم حصل مثل هكذا حادث لأنه كما تعلم يعني مثل هذه المطانع الكيمويات وما إلى ذلك موجودة ومنتشرة في أسقاع الدنيا وبالتالي هذا برأيي لا ينزل الأسئلة التي بدأناها حول يعني الحاجة إلى مزيد من معرفة ماذا حقيقة مجرى كل الروايات التي تروا لا تبدو مقنعة حتى الآن لجهة أن هناك إما كيمويات إما مفرقعات إما وبالتالي الذهاب نحو أن هناك نوع من يعني المتفجرات لأنه فعلاً كما قال محافظ بيروس وكما قال مراسلتكم لريسا حجم الدمار الذي يحصل اليوم في بيروس يعني هذا صيلة الحرب الأهلية منذ العام 75 حتى العام 90 لم نشهد له مثيل نعم منذ العام 90 وكل هذه التفجيرات التي حصل حتى ذكرت تفجير رئيس الهي هو لا شيء قياساً على حجم الانفجار الذي حصل لأنه حجم الدمار هو في محيطه كان يعني في محيط ربما مئات الأمتار الدمار لأحدث الانفجار طب سيد علي الأمين أرجو أن تبقى نعم لنستمع مرة أخرى لما قاله محافظ بيروت قاضي شرب العبود لمراسلتنا لريسعون قبل قليل يد أنه في انفجارين أوكي شو المعلومات أنا ما في أعطيكي معلومات أمنية بهالطريقة أنا في أقول أنه كان في حريق توجهت كان في حريق توجه أنا صرف فوج الأطفاء لتطفاية الحريق وبعدين بيطلع انفجار وبيختف كان في حريق بيتبلغ فوج الأطفاء أنه في حريق بيجوا العناصر كرمالي تقفوا عنا عشر عناصر وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين إني مش إنه هك أنا جاي يفتش عليهم بعد الحريق بعد الحريق طلع انفجار هني راحوا بالانفجار الأول لا الانفجار اللي تلي الحريق سبب بهيروشيما ونكزاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة هايدي نكبة وطنية هايدي يعني مصيبة على لبنان يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منا ما بنعرف بهالأيام نحنا كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارسي هايدي يعني بدنا نضل قوية بدنا نضل نتميلك حالنا نمتلك الشجاعة بس كتير هالأدي كتير فرد مرة على شعب ساعة المحافظ مين بتناشد نحنا بحق يعني انتم بطبيعة الحال بحاجة لأي مساعدة الآن بناشد الشعب اللي بني إنه يتمسك نحنا أقوياء وبدنا نضل أقوياء شو المعلومات الأولية ما في عندي معلومات عندي هالمصيبة اللي بوجي نعود مجددا لمراسلاتنا لاريسة عون على الأرض لاريسة يبدو أن لديك معلومات جديدة ماذا لديك يحكوني على تليفوني نعم نعم في هذه الأثناء تعمل فرق الدفاع المدني على رفع رفع الأنقاض من الأنقاض من هذه المنطقة بالذات في محاولة لإجلاء بعض الجرحة العالقين تحت هذا الدمار وبحسب ما علمنا أن هناك عناصر تابعة للدفاع المدني قد علقت تحت هذا الكم الهائل من البطون والردم المتساقط من المباني الموجودة داخل مرفأ بيروت هناك مساعي متواصلة من قبل مروحيات الجيش اللبناني لإطفاء النيران المتصاعدة من مكان الانفجار الأول والانفجار الثاني استنفار هنا في هذه النقطة بالذات في محاولة لإجلاء عالقين تحت الأنقاض المحافظ الموجود هنا هو أول مسؤول محافظ بيروت أو المسؤول يصل لتفقد الأدرار تحدث عن فقدان عشط عناصر من الدفاع المدني كانوا لبوا نداء الحريق من المرفأ وعند وصولهم للمساعدة في إطفاء النيران وقع الانفجار الأول طبعا حسب ما أعلن المحافظ مروحيات الجيش اللبناني في هذه الأثناء تواصل عملية إطفاء الإيران المتصاعدة من مكان الانفجار الأول حالة استنفار قصوى في صفوف كل الأجهزة الأمنية لا يسمع في أرجاء العاصمة غير أصوات صفرات الإنذار والصفرات التابعة لسيارات الإسعاف التي تعمل على نقل الجرحة إلى المستشفيات نتحدث عن أكثر من مئة جريح بشكل مؤكد ناتجة هذين الانفجارين الذين هز العاصمة بيروت وتحديدا وقعا هنا في مرفأ بيروت نعم لريسا هناك معلومات متضاربة عن طبيعة الانفجار نعم نعم لريسا عن مراسلتنا سنعود إليك حالة توفر المزيد من المعلومات مراسلنا سلمان العندار يبدو لديه معلومات جديدة سلمان ماذا لديك نعم يوسف أكثر من ساعة ونصف على وقوع هذا الانفجار الضخم جدا في بيروت سمع في كل أرجاء العاصمة وعدد كبير من المناطق والمحافظات الدمار هائل جدا يمكن القول بأن بيروت بكل بساطة هي عبارة عن مدينة منكوبة نحن هنا أمام مسجد الأمين وهو أبرز الأيقونات في هذه العاصمة أبرز المعالم المعمرية في العاصمة هو مبنى ضخم جدا كما نرى هذا الدمار الهائل هنا في مسجد محمد الأمين في وسط العاصمة اللبنانية الأبواب كلها تناثر اللبنانية أيضا هنا في وسط بيروت كما نرى سلمان اسمح لي لمن لا يعرف بيروت نحن نتحدث عن مسافة كم تفصلنا عن الميناء عندما تتحدث هنا نعم هناك يعني لريسة تواجدت في أواخر وسط بيروت أول منطقة الصيفي في منطقة المرفأ نحن في قلب العاصمة اللبنانية في ساحة الشهداء ربما مئات الأمطار تفصلنا عن هذا المكان في مرفأ بيروت لكن شدة الانفجار يوسف أدنت إلى أضرار جسيمة جدا في الممتلكات أنا كنت في منطقة تدعى سليم سلام وكانت طريق تقريبا كلها مليئة بالزجاج بالجرحة حتى قبل لحظات كان هناك عدد من الجرحة على الطرقات رأيناهم يطلبون وميناشدون الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني للمساعدة هناك حال من الفوضى الكبيرة جدا في وسط العاصمة نحن نتوجه الآن إلى قلب الحدث يعني أو على مشارف مرفأ بيروت سنريكم صور يعني مريعة انصح التعبير لجريدة النهار للمباني المحيطة في وسط بيروت التجاري هناك ضمر هائل جدا وأضرار كبيرة جدا في هذه المنطقة انصح التعبير رأيت عدد كبير من الجرحة هناك عدد من الصحافيين أيضا في مبنى جريدة النهار أصيب البعض أو العشرات يعني تم إجلاؤهم إلى المستشفيات المحيطة في المنطقة كما نرى أيضا الزجاج متناثر في كل هذه المنطقة في وسط بيروت ويمكن أن نرى الدخان الأسود يتصاعد على بعض مئات الأمطار من هنا إذن هذه هي يوسف الأضرار الجسيمة التي خلفها هذا الانتجار كما نرى هنا في هذه الصور يعني كما ترون هذه أعمدة الدخان الأسود بعيدة نسبيا عن هنا ولكن كما نرى الدمار هائل جدا المباني يعني تقريبا كل الزجاج المباني محطم سقط على الأرض يعني المشهد بحال فوضى مريعة جدا تحدثت إلى نائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقبيان كانت تتواجد هنا وقالت لي بأن الدمار كبير جدا في حي الكارنتينة الملاصق لمرفأ بيروت في العنبر تحديدا رقب 12 هناك معلومات تحدثت بأن يعني مواد كيموية انفجرت في العنبر أو أحد عنابر مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية إذن من هنا هكذا يبدو المشهد أعمدة الدخان تتصاعد حتى الساعمر وحيات الجيش اللبناني تحلق في القسماء هذه المنطقة طيب سلمان هذه المنطقة بالتحديد يعني أرجو أن يعني تتوخل حذر سنعود إليك فورا الوصول إلى مكان جديد لنأخذ المزيد من المعلومات والصور تحول هنا إلى الستوديو ضيفي الزميل نديم أطيش أهلا وسهلا بك نديم مصر خير سكاينيوز عربية مصر خير أهلا بك يعني بداية كما ذكر مراسلنا لو نتحدث عن مساحة هذا الدمار يعني نحن لا نتحدث عن مرفأ فقط يعني سلمان قبل قليل يتحدث عن جريدة النهار وعن أماكن كم تبعد هذه يعني عن مساحة تقريبية عن ماذا نتحدث هنا أولا السيد يوسف يعني مؤسف أنه يكون أول إطلال لإليه على شاشة سكاينيوز حول الحدث بهذا الحجم في لبنان آه الانفجار بدون شك انفجار كبير جدا ضخم جدا و آه المساحة الدم يعني أنا بيتي ببدارو لم يبقى زجاج في منزلي آه مكاتب أصدقاء اطمئنات إليهم في منطقة كليمونسو عم نحكي عن شعاع يمتد على مسافة كيلومترات وليس مئات لأمتار آه الانفجار كما قال آه محافظ بيروت آه والصور التي رأيناها المشروم أو الفطر حبة الفطر أو دخان الفطر الذي رأيناه يشبه انفجارات نووية بكل معنى الكلمة بيروت كلها منكوبة الانفجار الأكبر في تاريخ المدينة هو انفجار آه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري آه الأصدقاء الذين تحدثت إليهم قالوا بأننا نتحدث عن آه حجم يفوق بعشرات المرات وليس عشر مرات عشرات المرات ما حصل آه آه يحدث في إيران وما يحدث في لبنان لم تقنعك فرضية المفرقعات هل يعني ممكن أن يكون فعلا هذا حادث انفجار في مخزن كيمويات مفرقعات يعني أستاذ يوسف أنا ليس لدي معلومات دعني أكون مأسف أنا شوي متأثر زيادة على ما عندي معطيات مؤكدة وبالتالي احتراما للمشاهد الواحد ما في يقول أنه عنده معطيات حول هذا الموضوع إنما أن يقال للمواطن اللبناني أن ما حصل هو انفجار مخزن مفرقعات فده إهانة لعقل اللبنانيين إهانة لحياتهم إهانة لمستقبلهم إهانة لمصالحهم إهانة لكرامتهم لإنسانيتهم يعني ما أنت رأيت ما رأيناه جميعا لو سألتك يوسف هل تقتنع بأن ما حصل هو انفجار مفرقعات ستضحك وأي مشاهد سيضحك فلنتوقف عن إهانة اللبنانيين ما حصل بطبيعة الحال غير معروف إنما بالتأكيد ليس ناتجا عن مفرقعات انفجار صمع خارج بيروت تحدثت إلى أصدقاء في جبل لبنان على بعد 20 كم سمعوا الانفجار ما في شيء اسمه مفرقعات على بعد 20 كم ما في دمار بهذا الحجم ناتج عن مفرقعات ما في محافظ لأي مدينة في العالم ينهار بكاء على الهواء نتيجة انفجار مفرقعات ما رأيناه على الهواء هو حدث زلزالي على مستوى العاصمة بيروت الذي يمكن أن يكون في هذا المخزن عندما نتحدث يعني تحدثت قبل قليل أمامك إلى مراسلتنا لاريسة عون تحدثت عن أنه كان في حريق وتم استدعاء الإطفاء كما قال المحافظ ويبدو أننا أمام شهداء بالأسف نعم هنا يعني المرفأ عندما يطلب الاستعانة من المطافي المرفأ يعرف ماذا لديه يعرف ماذا لديه من شحنات على الأقل وبالتالي إذا كانت هذه شحنة كيماوية أليس من المنطق أن يكون قد أبلغ المطافي أنه فيه شحنة كيماوية وبالتالي المطافي لا يفاجأ بانفجار ثاني ويحدث ما حدث دعني أعرض ما لدينا من معطيات حول ما يمكن أن يكون قد حصل في مرفأ بيروت اليوم واحد هناك انفجار هائل لا يمكن أن يكون ناتج علميا عن مفرقعة وسمعنا إلى عدد من الخبراء العسكريين في أكثر من محطة وتحدثت لاريسا إلى عدد منهم ورسلتنا في بيروت لا يمكن أن يكون ما حصل ناتج علم مفرقعة واحد اثنين شهود العيان يتحدثون عن سماع طائرات في الأجواء اللبنانية لحظة أو في اللحظات التي سبقت وقوع الانفجار إذن نتحدث عن طائرات موجودة المشهد مشهد الانفجار الكتلة الدخانية التي رأيناها لا تشي بأننا نتحدث عن انفجار بسيط وبالتالي ونقطة الرابعة هناك تقارير دولية وتقارير إسرائيلية تحدثت منذ فترة عن نعم نديم رجاء نسمح لي يبدو أنه في تطور مهم لدى نريسا عن مراسلتنا تفضلي يبدو أنه في مخزن موضوع مفجرة موجود في مخزن مواد مدفجرة مصادر بالمرفع يبدو أنه حصل انفجار داخل المخزن بيعلمين هالمخزن مين نجيبه أنا بتحفظ هذا موضوع بيدو مصادر مصادر أين توصل المخزن من سنوات موجود من سنوات موجود يبدو هات يبدو هات شو شو الماد يعني شو فحو المخزن أنا مني خبيل متفجرات أنا بقليك شو المعلومات الموجودة عنكم الأدى عنكم نعم شو المطلوب هلأ أول شي مطلوب أول شي مطلوب إخلاق الجتات إخلاق الشهداء والجرحون من أرض الانفجار قبل هات ما في شي عم نتحدث عن عدد في حصيلة ما نعرف ما نعرف ما شهداء للجيش اللبناني كانوا موجودين بجوار بعتاد في شهد على كل الأجهز وين كانت رنتز دعليغ إنه في على الأقل عشر شهداء شو العلومات ما عنا معلومات بعض ما عنا عرقان دعي لا أكتب لا ريسة لا رح لا رح 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 ما في إحصاء دع إيه ما في معلومات شو عش انفجار وضع فيه حوية تمط مصادرته يلا ألو ألو بدون نفيد ألو أنا عن الهواء لا ريسة نعم نعم أنت على الهواء لو تعيدي لنا ما قاله لك اللواء عباس إبراهيم نعم نعم طبعا هناك تكتم حتى الساعة عن المعلومات الكاملة ولكن حسب ما علمنا من اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام أن الانفجار وقع داخل حاوية تمت مصادرتها وليس حديثا على حسب قول اللواء عباس إبراهيم هذه الحاوية تمت مصادرتها منذ سنوات وهي كانت موجودة هنا في مرفأ بيروت حاولنا الاستطلاع عن ما تحويه هذه الحاوية أو هذا المخزن ولكن لم يكشف لنا اللواء عباس إبراهيم عن أي تفاصيل إضافية هو أكد أن الأولوية الآن لعملية إجلاء الجرحة والقتلة من مكان الانفجار المروحيات التابعة للجيش اللبناني تقوم حاليا بإدفاء النيران من مكان الانفجار الأول هنا والانفجار الثاني من ورائه هناك استنفار أيضا لفرق الإطفاء وعلمنا أن عشو عناصر تابعة لفرق الإطفاء كانت فقدت هنا خلال محاولة إطفاء حريق عندما وقع الانفجار الأول استنفار في كل المستشفيات اللبنانية لاستقبال الجرحة نتحدث عن مئات الجرحة والمصابين أضرار هائلة في كل المناطق المحيطة بملف سأدعوك تلتقطين أنفاسك لدقائق ونعود إليك مع المزيد من المعلومات هنا سأعود في الستوديو للزمين نديم ما رأيك في تعليق اللواء عباس إبراهيم أن هذه حاوية محجوزة من زمان أولا بدأنا نتحدث عن سلاح هذا المهم انتقلنا من المفرقعات كنت أتحدث إليك قبل قليل بأن لا يمكن أن يكون ما حصل ناتج عن مواد كيموية أو مواد مفرقعات بدأنا نتحدث الآن عن أسلحة واضح من صورة اللواء عباس إبراهيم حجم الصدمة في صوته في أدائه عندما سئل عن نوع المتفجرات قال بأن هذا الأمر بيد القضاء ولا أريد أن نتحدث عن الموضوع هناك تكتم شديد السيد يوسف منذ فترة هناك تقارير دولية وإسرائيلية تتحدث عن مخازن سلاح لحظم الله في أماكن ومواقع مدنية هل هذا أحد هذه المواقع لا أملك الإجابة لا أحد يملك الإجابة الآن إنما هناك شبهة عالية جدا بأن ما حصل هو استهداف إسرائيلي لموقع مسلح أو لمخزن سلاح أو لمعمل صواريخ لحزب الله أنا لا أؤكد هذه المعلومة احتراما للمشاهد إنما أتحدث عن قراء ترتقي إلى مستوى عالي من الجدية تقارير وخرائط نشرتها إسرائيل نشرتها الصحافة الدولية عن مخازن قرب المطار وأنت تعلم وأنا أعلم أن كل مسؤول دولي زار لبنان في السنتين الماضيتين تحدث مع السلطات اللبنانية عن ضرورة الإمساك الأمني بالمعابر البرية والبحرية والجوية إذن هناك مشكل حقيقي في إمساك الدولة بهذه المعابر الآن يحصل انفجار بهذا الحجم لابد لأي عاقل أن يعيد طرح السؤال على مسألة ماذا كان يوجد ما هي الأسلحة لمن لماذا لم يتم تفكيكها لماذا لم يتم التخلص منها وكل الأسئلة المرتبطة نحن أمام كارثة وطنية بكل المقاييس في لبنان كنا نتحدث عن جرحة أصبحتنا نتحدث عن عشر شهداء الله بيعرف أديه في عدد من الناس تضررت كنت أتحدث قبل قليل إلى أحد الصحفيين الزملاء في جريدة النهار التي تبعد يعني مئات الأمتار أقل من كيلوماتر وهي مواجهة للمرفع لموقع الانفجار قال لي بأن الجريدة دمرت بشكل كامل في الواجهة الزجاجية وفي كل المكاتب ويعني الصقوف الفوب لفو ما بعرف شو بالعرب نسموه فعمليا أنت أمام كارثة كبرى يستأهل اللبنانيون أن يعرفوا كل تفاصيل من تفاصيلها وإن كان للأمر علاقة بسلاح حزب الله فهذا يجب أن يطرح مسألة هذا السلاح بأعلى مستوى وبأوضح مستوى وفي كل المنتديات المطلوبة تحدثت عن المعابر والضرورة الضبطها معنا الآن على ما يبدو مدير عام جمارك لبنان أهلا وسهلا بك إذن هل هناك أستاذ بدري طاهر هل هناك معلومات حول ما الذي مفجر ما هو ما كان في هذه الحاوية التي قال لواء عباس إبراهيم أنه تم احتجازها أستاذ بدري حاوية تم احتجازها وتفريغها بالمستوضع السلام عليكم عليكم السلام فضل في المستوضع في مرفق بيروت في المستوضع في مستوضع خاص للتيمويات كان حجوز قبائيا هذه الحاوية نيترات الأمونيوم هيدا هي يعني من هيك هيدا مادة قبل الانفجار وهيدا اللي صار صار في حريق وصار في انفجار منه منه مش بدون ما نتوسع بالموضوع وفي استنتاجات كتير كانت لا أنا موجود على الأرض هلا اتمح جي احتجازها طيب إذا تم احتجازها هي لمن يعني طالما أنه هي لتعود ملكيتها لا هي كان فيه خلاف خلاف قطائب بين الشاحن بين الشاحن والثوري والشركة النقلة وتم احتجازها قضائيا لصالح لصالح أشخاص خاص منه لصالح العام طيب اسد بدري اسمح لي الأشخاص يستوردون نترات أمونيوم في لبنان هل يعني هناك أشخاص هي ما كانت جاي للبنان جاي كانت ترانزيت هيدا هو اللي صعي وانشان هيك مع مع الإجازة ترانزيت تم احتجازها هل لديك معلومات إلى أين كانت ستذهب بعد ذلك لا الله بعد هل لما في المستندات نحن دق فيها ونرجع نعمل بيانة ما في يعني حتى الآن معلومات من أين جاءت هذه الحاوية هل لما في المستندات مش بعين بدنا ستقيق شواء نرجع نعمل بيان رسمي راح تعرفوه طيب الشحنة يعني هي عبارة عن حاوية واحدة ولا شحنك أكبر من حاوية لا حاوية بس هو المستوضع في مواد كيموية أخرى لأنه هو أشكرك شكرا جزيلا مدير عام ألم الجمارك أستاذ بدري ظاهر بدري ظاهر شكرا جزيلا لك من بيروت على هذه المعلومات نعم نديم في تناقط بين كلام أستاذ بدري ظاهر بالجمارك ومدير عام الأمن العام مدير أمن العام يتحدث عن متفجرات ولم يتحدث عن مواد كيموية نترات الأمونيوم مادة كيميائية الآن بدري ظاهر يتحدث عن مادة كيميائية هناك تضارب في المعلومات يزيد من الشكوك ويزيد من ضعف الرواية الرسمية ويزيد من مستوى إهانة ذكاء اللبنانيين على مستوى الدولة اللبنانية هذا كلام معيب أن يواجه به المواطن اللبناني الذي عاش هذه التجربة نترات الأمونيوم هي مادة خام مثل السي فور تستخدم في صناعة المتفجرات وبالتالي نحن نتحدث عن احتجاز حاوية من نترات الأمونيوم كانت جاءت الترانزيت هل ألا يستدعي ذلك؟ هذا كلام تافه 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 ولا يرقى إلى حجم المسؤولية المطلوبة من مسؤول في الدولة اللبنانية أمام هول ما حصل هناك تناقض خلال دقيقتين بين مسؤولين رفيعي المستوى مدير عام الجمارك المسؤول المباشر عن المرفأ ومدير عام الأمن العام المسؤول مباشرة عن أمن اللبنانيين تناقض بهذا الحجم غير مقبول وغير مسموح وغير طبيعي يعني أستاذ بدري أو سيد بدري ظاهر كان يتحدث أنه يجب أن نعود إلى الأوراق من أين جاءت يعني هو يتحدث في شكل عام قال أنه سيعود إلى المستندات عليها أن يراجع المستندات حبد لو يراجع المستندات وبعدها أن يخرج إلى الإعلام بكلام منطقي وكلام عاقل وكلام يحترم اللبنانيين ليكون الآن في مكتبه باحثا بين الأوراق وليس متنزها على شاشات التلفزة لكن نديم يعني إذا كانت هذه فعلا محتجز أو شيء نعم يعني سؤال أخير بس هنا لو كانت شحنة بنظرية أنها جاءت لحزب الله مثلا هل نتوقع أن نكون في الأوراق أنها شحنة آتية من إيران لحزب الله مثلا بهذا أم أنه سيكون هناك غطاء أولا لا يمكن أن تكون شحنة وصلت بهذا الطريقة وقيل أن يملك حزب الله وغير حزب الله السؤال وأنا أعيد وأكرر كي لا يساء فهم سكاي نيوز أو برنامجك أو ما أقوله أنا أقول أن هذا احتمال جدي بين الاحتمالات الأخرى حجم الانفجار ليلزمنا عقليا بأن نأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار التقارير الموجودة تلزمنا بأخذ الاحتمال بعين الاعتبار طيب سنعود إلى لاريسة عون لاريسة معنا يبدو أن لديها أيضا معلومات جديدة أو ربما ضيف نعم هناك مناشدة من قبل المسجدين لجميع المستشفيات اللبنانية بالاستنفار واستقبال جميع الجرحة والمصادينة ونؤكد أن هناك العشرات من القتلى نتيجة الانفجارين الذين هزى مرفأ بيروت مصادر مؤكدة عن سقوط قتلى ولكن لا يمكننا الحديث الآن من الممكن الحديث عن حاصلة أولية وفرق الإسعاف والإطفاء تواصل في هذه الأثناء تفقد مكان الانفجار ونقل الجرحة أو القتلى من مكان الانفجار علمنا أن هناك العديد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض الذي نتج عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت تحدثنا منذ بعض الوقت مع أمين عام الأمن العام اللي وعباس إبراهيم الذي وصل إلى مكان الانفجار وأكد لنا أن هناك حاوية أو مخزن للأسلحة أو لمواد متفجرة مصادرة في المرفأ منذ سنوات وهي وراء هذا الانفجار طبعا لم يكشف عن المزيد من التفاصيل لحين استكمال التحقيقات ولكن كشف لنا ما هو كاف لاستنتاج ما هو الذي تسبب على الأقل بهذا الانفجار نؤكد أن الانفجار الأول وقع عند مدخل مرفأ بيروت أما الانفجار الثاني وتشاهدون النيران ما زالت متصاعدة من مكان الانفجار الثاني ومكان الانفجار الأول ولكن مكان الانفجار الثاني يقع تقريبا وسط مرفأ بيروت يطلب مننا الآن مغادرة هذه النقطة بالذات نتيجة وجود مواد متفجرة ربما أو قابلة للانفجار نغادر برفقة عناصر الجيش المبناني وعناصر قوى الأمن والاستخبارات إلى منطقة أكثر أمانا طبعا بعد هذه المعلومات التي تتحدث عن وجود حاويات أو بواخر مليئة بمادة متفجرة كما تشاهدون في هذه الصورة العشرات من سيارات الإسعاف والأطفاء المدني بانتظار إجلاء وإسعاف المصابين إلى المستشفيات هناك استنفار لكل الأجهزة الأمنية حضر اللواء عباس إبراهيم حضر محافظ بيروت إلى مكان الانفجار داخل المرفأ ونحن الآن نغادر باتجاه أحد المناطق الأكثر أمنا خاصة النيران ما زالت مشتعلة في مكان الانفجارين داخل مرفأ بيروت المروحيات التابعة للجيش اللبناني تواصل في هذه الأثناء عملية إخماد النيران الجيش اللبناني لا يملك طائرات خاصة لإطفاء الحرائق هو يستعين ببعض المروحيات للقيام بهذه المهمة لاريسة إذا كنت تسمعينني قبل أن ندعك هنا كم المسافة بين الانفجارين مكان الانفجارين حريق الأول والثاني هناك بخاوف الانفجار باخرة محملة بمواد مشتعلة هذه باخرة إذن طيب الاريسة سأدعك الآن سأعود إليك بعد قليل وأرجو أن تتخذي إجراءات الأمان اللازمة رجاء وسنشاهد الآن هذه الصور للانفجار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نتابع الآن هذه الصور الأولية التي كانت لحظة الانفجار الثاني الذي ضرب المرفأ بيروت والذي هزى العاصمة بيروت كلها كما نلاحظ في أكثر من فيديو فإن مهما كانت المسافة بعيدة عن مركز الانفجار فإن الكاميرا التي تصور تضررت أيضا من أو حامل الكاميرا على الأقل سقط وهذا دليل على التأثر ومسافة التأثير البعيدة جدا نتيجة هذا الانفجار إذن ما لدينا الآن روايات تتحدث عن حريق في ميناء بيروت وتبعها انفجار كبير وضرب هذا الانفجار انفجار ضخم مرفأ بيروت مخلفا دمارا كبيرا في المرفأ والمنطقة المحيطة بها وامتد إلى العديد من الأحياء السكانية هذا وقد أفاد محافظ بيروت مروان عبود باختفاء رجال الإطفاء التابعين للبلدية الذين توجهوا لموقع الانفجار من أجل إخماد الحريق مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن رجال الإطفاء المفقودين كان في حريق يتبلغ فوج الإطفاء أنه في حريق بيجوا العناصر كرمالي طفوا عنا عشر عناصر وبعدين اختفيوا مش عم نعرف وين إني مش عم هيك أنا جاي يفتش عليهم بعد الحريق بعد الحريق طلع انفجار هني راحوا بالانفجار الأول لا الانفجار اللي تلي الحريق يعني الانفجار الأول كان ناتج عن الحريق ما بنعرف كان في حريق يجوا طيط فوق بعدين طلع الانفجار اختفيوا العناصر نحن عم نفتش عليهم وشبه محافظ بيروت مروان عبود الانفجار الذي وقع داخل مرفأ بيروت بتفجير هيروشيما ونكزاكي داعيا الشعب اللبناني للتحلي بالقوة والشجاعة لتجاوز هذه النكبة إنه يشبه ما حصله باليابان بهيروشيما ونكزاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة هيده نكبة وطنية هيده يعني مصيبة على لبنان يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منا ما بنعرف بهالأيام نحنا كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارسي هيده يعني بدنا نظل قوية بدنا نظل نتميلك حالنا نمتلك الشجاعة بس كتير هالأدي كتير فرد مرة على شعب معنا من بيروت الآن مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية دكتور سامي نادر دكتور إذن استمعت للرواية الأولية والأخبار التي تصل من بيروت حول حريق أو انفجار في حاوية تم احتجازها وفيها مواد كيموية متفجرة ما تعليقك على هذه التصريحات الأولية حول الانفجار؟ يعني أنا ما رأيته بأم العين شيء لا يشبه أبداً ما حدث في لبنان في الماضي أكان على مستوى ما حصل خلال الحرب الأولية أو كان من تفجيرات وخنابل أو كان ما حدث في تفجيرات استهدفت أشخاص كنت شاهداً على انفجار الذي كان ضحيته الرئيس الحريري ما حدث اليوم لم يكن ليس لديه مثيلاً أبداً 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 في تاريخ لبنان وأعتقد في العالم يعني قل ما رأينا شيئاً مثل هذا حجم الدمار دائرة الدمار التي حلت في العاصمة بيروت الركام يغمر الطرقات على مسافة كيلومتراك نعم دكتور وبالتالي نحن أمام مشهد سريالي حقيقة طيب هل أقنعتك التصريحات الأولية حول سبب هذا الانفجار؟ أبداً أبداً يعني لا يمكن للمنطق أن يقبل للمنطق البشري أن يقبل أن هذا نتيجة تفجيرات أو أسهم نارية أو أشياء من هذا النوع لابد أن هناك شيء طبيعة عسكرية مواد عالية التفجير لست خبيراً عسكرياً ولكن حينما أرى حجم الأضرار وقع ما حدث لا يمكن لأي منطق لأي عقل أن يقبل أن هذا هو نتيجة تفجير لمستودع أسهم نارية يعني حتى الحريق الذي حل النار صفرا هناك من يقول أن هناك غازات سامة لا أريد أن أدخل في هذا ولكن الرواية التي تمقلتها وسائل الأعلام الرواية الأولى لا ترقى أبداً إلى لا العقل ولا المنطق طيب دكتور معنا الآن أيضاً في هذا الحوار الكاتب والباحث السياسي أحمد عياش أهلاً وسهلاً بك أستمعت إلى الدكتور سامي نادر غير مقتنع بالتصريحات الأولية ما رأيك حول رواية أن هذا التفجير حصل بسبب حريق وقع في حاوية تم وضع اليد عليها بسبب نزاع وخلاف قضاء هذه الحاوية كانت ترانزيت في مرفأ بيروت يعني على كل حال حتى هذه اللحظة هي فرضية أو رواية من روايات عداية لكن هذا الارتباك الرسلي بتقديم رواية حقيقية مكتملة تعطينا التفاصيل الوافية نحن أكثر من ساعتين مضطا على هذا الانفجار هنا سؤال كبير عندما كان يتحرك القيادة السياسية لتعقد مجالة أمنية على مستوى السلطة السياسية لمجرد أن مظاهرة صارت في بيروت يحاولون القول بأنهم مهتمين بأمن هذه البلاد ما بالك بهذا الانفجار ما بالك بهذا الانفجار الذي يعني دمر بيروت تقريبا يعني خرب بيروت يعني هذا الغياب الرسلي هذا الاتباك الرسلي سيد عياش اسمح لي علي أن أعود لمراسلتنا لاريسة عون في المرفأ يبدو أن لديها ضيفا أو معلومات جديدة ماذا لديك لاريسة لاريسة أنت على الهواء لاريسة هل تسمعينني نعم وصل في هذه الأثناء وزير الداخلية محمد فهمي وصل في هذه الأثناء وزير الداخلية محمد فهمي وهناك إشكال كبير مع الأجهزة الأنية والمرافقة التابعة لوزير الداخلية باعتبار أن هناك خطر داهم حاليا في مرفأ بيروت نتيجة وجود باخرة محملة بمواد مشتعلة قد تنفجر في أي لحظة لوجودها بالقرب من موقع الانفجارين والنيران ما زالت مشتعلة في هذه الأثناء في موقع الانفجارين ويغادر في هذه الأثناء الموكب التابع لوزير الداخلية محمد فهمي الذي لم يخرج لتفقد المكان نتيجة المعلومات التي تتحدث عن وجود خطر في هذا المكان واحتمال انفجار باخرة محملة بمواد مشتعلة يتم تأمين الآن الطريق لخروج موكب وزير الداخلية طبعا حاولنا التحدث مع الوزير من داخل سيارته ولكن الأمن التابع له تهجم علينا وطلب منا مغادرة المكان سريعا طبعا هناك زحمة خانقة في هذا المكان المئات من سيارات الأطفاء والإسعاف والسيارات الأمنية التابعة للجيش اللبناني وغير ذلك من عناصر أمنية طلب من الجميع مغادرة النقطة القريبة من مكان الانفجار داخل المرفأ نعم لريسا نتيجة المخاوف من انفجار مواد مشتعلة لريسا بالطبع الوضع ما يزال يعني غير مستقر وربما حتى خطير في المرفأ طالما أن هناك حرائق في هناك مواد ربما قد تشتعل فعلا سأعود إليك بعد قليل نقلت لنا زيارة وزير الداخلية محمد فهمي إلى الموقع معاني الآن عبر الهاتف معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس فرحات سيد الياس بداية هناك مشكلة في توفير المعلومات في تبرير سبب الحادث هل يمكن فعلا أن يكون حاوية مفرقعات أو حتى كيموية تحدث كل هذا الانفجار؟ نعم سيد الكريم سمعت المعظم بريوفك وهم الحدثون لفت نظري كيف مدير الجماريك السيد بدر الظاهر حول محزن التنويات ونفجرات هنا تذكرت تماما ما ذا جرى في الصين عام 2015 في مارسة تيانجين حيث تماما كما حصل في مارسة بيروت حريق ثم انتجار كبير إنما أدى إلى دمار أكبر من ما خصل في بيروت وإلى أكثر من 670 قطيل وهذا يمكن الحصول عليه على انترنت يعني الانفجار في تيانجين لا يزال موضوط الأخبار على الانترنت أيضا هذه المواد الشديدة للانتجار هي مواد كيموية تستعمل في صناعات الديترجنس يعني مواد التنظيف وتستعمل في صناعات الديلاميب الذي استخدم بالمقالة والانكسرات في لبنان وفي غير لبنان أعتقد أن هذا الرواية التي رواها بدربار وهو المختص في المارسة والذي يعرف كل عمبر ماذا يفزن هي أقرب إلى الواقع وتتخرج نتيجة التحقيقات بحادثة شبيهة بما خصل في مارسة تيانجين عام 2015 أود أن أذكر هنا إلى أن السماد الكيماوي يمكن تصنيع متفجرات منه وقد حصل إرهابي من اليمنيين المتشددين في أوسلو عام 2011 على كمية من السماد الكيماوي بشكل متكرر وفجر سيارة أمام مبنى في مدينة أوسلو في موريج وأدى مقتل 2 أشخاص عقب ذلك هجوم على مخيم الطلاب الأجانب من خبع العنصريين يعني هذه المواد المتفجرة تتطلب ثقة في الحفاظ عليها وفي حفظ أمنها طب هنا سيد الياس فرحات اسمح لي طالما أن هذه مواد مفهوم ومعروف خطورتها عندما حصل الحريق الأول ألم يكن منطقيا أن الميناء عندما يبلغ المطافي أن يبلغهم بأن الموضوع الحريق شب في حاوية كيموية لأنه على ما يبدو أن من ذهب من فريق المطافي ذهب لإطفاء حريق عادي وخسر عددا من رجاله بسبب هذه المعلومات هل يمكن أن لي حاوية بهذه الخطورة أن تكون موجودة في الميناء دون أن يكون المسؤولين عن الجمارك والميناء مدركين لخطورة وجودها هناك والحريق الذي يمكنه المشكلة الكبيرة التي قالها مدير عام الجمارك لأنه لا يوجد تتدير أمنية تتدير أمنية ليست حراسة فقط وتتدير أمنية مادية يعني طريقة الخزن وطريقة الاستعاد عن الاستعال وطريقة العجل في بعض المواد وأيضا عن السماح بالمرور وعدم المرور للسيارات والأشخاص في تلك المطقة أعتقد أن هناك أهمالا كبيرا جدا في هذا الموضوع يرقى إلى درجة الإحالة أمام المحاكم بتهمة الإهمال المتعمد والتي تذبب بكارثة وطنية طب أستاذ الياس أيضا سؤال لأنك خبير في موضوع العسكر والتفجرات هنا إذا كانت مواد كيموية وإذا كانت فعلا بهذه الخطورة هنا ماذا عن الروائح ماذا عن الأبخرة ماذا عن الدخان يعني واضح أن الناس ما زالت في الميناء وفي محاولات إطفاء حريق بشكل عادي وليس يعني أنه ولا يوجد روائح كبيرة منتشرة في الميناء لهذه المواد الكيموية سايب الكريم يعني أعود أن أذكرك في انتجار الصين هناك أربعين دقيقة بين الحريق وبين الانتجار الكبير التي أودها لحياة المئات هناك يعني أيضا موضوع الروائح يعني لم نسمع من شهود العيان عن روائح وعدم روائح يعني هناك انتجار ودمار وغبار لا مراسلتنا قريبة كثير من الحدث يعني ويعني ما زالت هناك تتحدث مع الناس حتى يعني المحافظ كان قريبا ووصل لو كان في روائح سامة وغازات سامة ما كان لأحد أن يقترب لا 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 ليس ضروريا أن يكون هناك غازات سامة أبدا غازات سامة هي الكلورين الـ 3-micro هذا يعني غير الكلورين طيب والغازات حصاب يعني يختلف كليا عن هذا الموضوع أيضا أريد أن أنبه لما قاله سعادة بعض البيروت حول هيروشيما وغيروشيما الأمر مختلف تماما وهو بلغ كثيرا في تخبير الانتشار ربما من جدة خوله في مغيروشيما كان هناك مبهول عطف ومبهول حراري يعني هو بالطبع يعني تشبيه عاطفي كان لكن الصورة كانت قوية جدا سؤال أخير لا يوجد شعاع وإيجاد حراري طيب مبهول حراري لما نأهد وما شاهده مبهول عطف كبير من شدة الانتجار وقعد لأن نعود إلى الانتجار الصين نراسم طيب أستاذ الياس نموذة الأخرى الانتجار الصين ممكن ممكن أن يكون في مقارنة هنا لكن سؤال أخير قلت أنه هذه الانترات الصوديو ممكن أن تستخدم ربما للصابون أو حتى لمتفجرات يعني في مازال هناك احتمال أن تكون فعلا هذه مواد لاستخدامها في المتفجرات وفي احتمال أيضا لا نستطيع أن ننفيه تماما بأنه ممكن تم تفجيرها ربما من خلال هجوم أو حريق يعني كل الاحتمالات واردة لا نستطيع أن نستثني احتمالا طبعا طبعا لا يستطيع استغرب كيف تخزن في مثل هذه المنطقة المفتوحة لدينا مخازن في الجيش اللبناني في قعر الأودية وفي حال حصل مثل هذا الانتجار لا يهتز شيء يعني يضيع الانتجار ضمن الأودية لماذا لم ترثل إلى الجيش اللبناني الذي يعرف أين يحفظها وكيف يحفظها هذه ليست مسؤولة إدارة الجمارك مثل هذه المواد الشديدة في الانتجار والخطورة أن تضاعها في مخزن عادي على المرفأ أو في عمبر على أدل أحرى نعم هذه نقطة مهمة أشكرك شكرا جزيلا للخبير العسكري والاستراتيجي لياس فرحات كان معنا على الهاتف من بيروت أعود لضيفي من بيروت الكاتب البحث السياسي أحمد عياش أستاذ أحمد على الأقل هنا سؤال أيضا مهم طرحه أستاذ الياس فرحات أنه إذا كانت فعلا هذه مواد يمكن أن تكون مستخدمة في إعداد المتفجرات لماذا لم يتم تخزينها في مستودعات الجيش اللبناني هنا ربما سؤال عن إهمال لا نعرف لكن كل الاحتمالات مطروحة ماذا تقول؟ أقول أن المصيبة الكبرى اليوم التي يوجهها لبنان هو أن لا وجود للدولة اللبنانية في المعنى الحقيقي هذه الدولة انكشفت بالكامل اليوم بهذا الانفجار الهائل الذي يكاد يدمر بيروت أين هي هذه الدولة؟ أين هم هؤلاء المسؤولين؟ قبل أن تنتقل إلى ضيوف آخرين كان السؤال لماذا لم يلتأم المجلس الأعلى للدفاع في لبنان كان يلتأم لأسباب أقل أهمية لأسباب أحيانا إذا قرمناها بما يحصل اليوم لأسباب تافلة لماذا لم يلتأم اليوم؟ لماذا لم يتابع هذه الأحداث المروعة؟ بيروت منكوبة لبنان منكوب أين هم؟ هذا ما يطرح علامات استفهم الكبرى هل هناك معطيات لديهم تمنعهم من الذهاب بعيدا كي لا يتحملوا مسؤولية إذاعة المعلومات الحقيقية؟ هذا سؤال كبير كما تحاول زميل الكريم للإضاءة على هذا الأمر والقول بأن هناك احتمال أن تكون هناك متفجرات احتمال أن تكون معدل للتفجير احتمال أن يتم أن تم بواسط حريق أو بواسط انفجار تخلص من هذه المواد كل هذه الأسئلة مشروعة لكن أين هي الدولة؟ أين هم المسؤولون؟ قبل قليل وزير الداخلية كما نقلت لنا مراسلتنا لريسعون حاول الوصول إلى المكان لكنه خرج دون أن يترجل من سيارته بسبب مشكلة أمنية حصلت بأنه عناصر الأمن اللي هناك وجدوا أن المكان خطر بالنسبة للوزير فانسحب هل كنا نتوقع تصريحا منه؟ هل هذا يكفي أن يأتي مسؤول ولا يستطيع الوصول ويخرج من المكان؟ هل هذا يكفي؟ نحن نطرح هذه الإشكالية أين هي الدولة؟ أين هم المسؤولين؟ أين هم؟ يعني من هم بيدهم الأمر أجهزة المقابرات الأجهزة الأمنية كبار الاقتصاديين يجلسون حول طاولة واحدة يخلقون خلية أزمة هذا أبطأ الأمور سيد أحمد هل ترى أن الحكومة اللبنانية قادرة على القيام بهذه المهام؟ يعني شهدنا انسحاب واستقالة وزير الخارجية وكان واضحا في تبرير استقالته بأنه في أكثر من جهة تتحكم بالقرار وأكثر من طرف ومشاكل أخرى هل تعتقد ما تحدث به وزير الخارجية المستقيل عن وضع الحكومة يؤهلها لضبط البلد في مثل هذه الأزمة؟ ليست قضية حكومة بل قضية حكم زميل الكريم لبنان ليس هناك من حكم بالمعنى الكامل كل الأجهزة التنفيذية حكومة ورئاسة جمهورية ومجلس نيابي إلى آخرين كل هذه الطبقة التي تحكم لبنان أين هي عاجزة كليا نحن هذا البلد غارف في أزمات لا قارع لها أزمات اقتصادية نتحدث عن كورونا نتحدث عن إفلاس نتحدث عن الفضائح نتحدث عن كهرباء فقط الضوء الذي يضيء سماء بيروت اليوم هو الحريف المنبعث من مرفأ بيروت يا للهول ويا للثقرية نضيء بيروت اليوم بحريق بضل أن يكون هناك كهرباء هذه هي هذه المأتاة هذا البلد غرفت في أساس برأيك إلى متى سيترك الأمر لوسائل الإعلام برأيك إلى متى سيترك الأمر لوسائل الإعلام وشهود العيان كي نبحث عن جواب لهذا السؤال حول ما حصل هل متى تتوقع أن يظهر أول تصريح بيان رسمي هل نتوقع أنه مثلا رئيس الحكومة حسان دياب يظهر في مؤتمر صحفي في كلمة متلفزة ألا يستدعي الأمر ذلك هو الأمر مطوب الآن قبل لاحقا في أي لحظة هو هذا المطوب لكن هل ستزعل حقائق كاملة؟ هناك يعني ما يحول دون الاقتناع بهذا الأمر الكثير من الارتبارات يعني ولكن في نهاية المطاب أنا متأكد أن هناك المعلومات الحقيقية ستزعل وسنعلم بالكامل كيف حصل ماذا حصل هي مسألة وقت لا أثر ولا أقل لكن الأضرار المخيفة ليست فقط الأضرار المادية الأضرار التي أصابتنا بالصميم اليوم هو أننا بلد أو منزل بلا ثقف ما نعنيها الثقف هو الحكم هي الدولة التي تمت بالدمام الأمر هي التي تتصرف كما تتصرف الدول هذا الأمر لم يحقق هذه هي المأساة العظيمية لكن على كل حال إذا انجلت الأمور وذهبنا إلى معلومات دقيقة وتبين أن هناك أبعاد خطيرة لهذه الانفجارات مسألة أخرى سنذهب في اتجاهات أخرى وفي احتمالات أخرى هذه قضية مفتوحة على كل احتمالات سنعود لك أرجو منك سيد أحمد عياش أن تبقى معي هنا سنعيد التذكير ببعض ما لدينا من معلومات وأخبار وأعود إليك فور إذاعتها ففي تصريح السكاي نيوز عربية تحفظ مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن المعلومات بشأن المخزن الذي أحدث الانفجار مؤكدا سقوط قتلى في مكان الحادث هناك مخزن مواد مدفجرة مصادر بالمرفع يبدو أنه حصل انفجار داخل المخزن تابع لمن هالمخزن؟ أنا بتحفظ هذا موضوع بيدي الفضاء مصادر؟ أين توصل المخزن؟ من سنوات موجود؟ من سنوات موجود؟ يبدو هيت يبدو هيت صحيح شو المد؟ يعني شو فحو المخزن؟ أنا مني خبيل مدفجرة شو المعلومات الموجودة عنكم؟ هل أدى عنكم؟ نعم؟ شو المطلوب هلأ؟ شو المطلوب هلأ؟ حضرت اللي هو شو المطلوب هلأ؟ أول شي مطلوب أول شي مطلوب إخلاء الجتات إخلاء الشهداء والجرحة من أرض الانفجار قبل هات ما في شيء قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن واشنطن تراقب تطورات الانفجار في بيروت وأنه من المبكر التعليق على حد قولها من جانبه أعرب مكتب القيادة الوسطى في البنتاجون عن قلقه حيال وقوع خسائر بشرية في انفجار بيروت إضافة إلى أنه تتم متابعة التقارير المتعلقة بالحادث هذا وقد فد محافظ بيروت مروان عبود باختفاء رجال الإطفاء التابعين للبلدية الذين توجهوا لموقع الانفجار من أجل إخماد الحريق الأول مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن رجال الإطفاء المفقودين كان في حريق بيتبلغ فوج الإطفاء أنه في حريق بيجوا العناصر كرمالي طفوا عنا عشر عناصر وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين إني مش هنا هيك أنا جاي يفتش عليهم بعد الحريق طلع انفجار هني راحوا بالانفجار الأول لا الانفجار اللي تلي الحريق يعني الانفجار الأول كان ناتج عن الحريق ما بنعرف كان في حريق يجوا طيط فوق بعدين طلع الانفجار اختفيوا العناصر نحن عم نفتش عليهم وأشبه محافظ بيروت مروان عبود الانفجار الذي وقع داخل مرفأ بيروت بتفجيري هيروشيما ونقزاكي داعيا الشعب اللبناني للتحلي بالقوة والشجاعة لتجاوز هذه النقبة إنه يشبه ما حصل باليابان بهيروشيما ونقزاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بها الكبر وبها الوسع وبها النقبة هيده نقبة وطنية هيده يعني مصيبة على لبنان يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منا ما بنعرف بهالأيام نحنا كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارسي هيده يعني بدنا نظل قوي بدنا نظل نتميلك حالنا نمتلك الشجاعة بس كتير هالأدي كتير فرد مرة على شعب هذا وقد أدى الانفجاراني لذان وقعا في مرفأ بيروت إلى تضرر العديد من المناطق في العاصمة اللبنانية قد أحدث الانفجاراني أضرارا مادية في بيت الوسط منزل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وأكدت مصادر اللبنانية أن الحريري بخير ويتابع اتصالاته عقبى الانفجارين ينضم إلينا من مراسل سكاي نيوز من الجولان نضال كنعنة نضال المعلومات التي صدرت عن المصادر الإسرائيلية الحكومية الرسمية الإسرائيلية تقول أنه لا علاقة لإسرائيل بما حدث في مرفأ بيروت كيف يبدو المشهد لديك عندك هناك؟ نعم بالفعل يوسف يعني خضر بيان عن مصادر سياسية مطلعة في إسرائيل ينفي أن تكون هناك أي علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت لا من قريب ولا من بعيد وفي إسرائيل عندما يتم الحديث عن مصادر سياسية مطلعة فغالبا ما يقصد مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل مع العلم أني منذ حوالي ساعتين أحاول الوصول إلى رد إسرائيلي أو أي تعليق رسمي إسرائيلي سواء سياسي أو أمني عما جرى في بيروت وفي البداية رفضت هذه المصادر التعليق على الموضوع بحجة أنها لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لبناني لإسرائيل بأي طريقة ما بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع في بيروت لكن يبدو بأن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي ونظريات المؤامرة التي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجار أجبرت مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي على نفي أي علاقة لإسرائيل بهذا الانفجار لكن فيما يتعلق بالانتشار الأمني الإسرائيلي على الحدود مع لبنان فإن مصادر في الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية إسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي لم يغير من جهوزيته على الحدود مع لبنان سواء إلى ناحية التشديد أو إلى تخفيف الجهوزية للجيش الإسرائيلي المنتشر على الشريط الحدودي جراء هذا الانفجار في بيروت يبدو بأن تقديرات المصادر الأمنية الإسرائيلية تشير بأن هذا الانفجار لن يؤثر على ربما رغبة حزب الله في تنفيذ رد عبر الحدود اللبنانية على الأقل لغاية الآن ولكن المحللين العسكريين في إسرائيل يقولون بأن لهذا الانفجار ستكون تبعات كبيرة على كل المنطقة وهناك تساؤلات في إسرائيل عن طبيعة هذا الانفجار في بيروت هذا الانفجار الذي شبهته بعض المصادر في إسرائيل بأنه الحادي عشر من سبتمبر بالنسبة لبيروت هناك الكثير من التساؤلات بعض المحللين العسكريين الإسرائيليين الذين لهم خبرة طويلة في قضية الانفجارات يقولون بأن هذا الانفجار على الأقل وفقا لما شاهدوه في الصور يبدو بأنه ناتج عن مواد شديدة الانفجار ليس انفجارا عاديا وعلى الأغلب ليس انفجارا لمفرقعات بينما هو على الأغلب انفجار لمواد قوية جدا مواد متفجرات ليست عادية وعلى الأغلب سنشاهد النتائج في الأيام المقبلة وتأثيرها على الوضع الأمني هنا على الحدود مراسل سكاي نيوز من الجولان نضال كناعنا شكرا جزيلا لك ربما نعود إليك بعد قليل سأتوجه مباشرة إلى مراسلنا في بيروت سلمان العنداري يتحدث إلينا من أمام أحد المستشفيات في بيروت سلمان أين أنت؟ أنا أمام مدخل الطوارئ في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت هناك حالة من الفوضى التامة مئات المرضى أو مئات الجرحى وصلوا إلى هنا مئات ذوي الضحايا أيضا أو الجرحى يسألون عن ذويهم في هذه الأثناء هناك حالة من الفوضى التامة يوسف ليس فقط هنا في منطقة بيروت أيضا أو أوتيل ديو تحدثت عن خمسمائة جريح وصل إلى المستشفى مستشفى آخر في بيروت مستشفى كلموسو تحدث بأنه فاقت قدرته الاستبعابية على استقبال الجرحى في المستشفيات رأيت هنا بعض الأشقاء أو بعض الأهالي يسألون عن ذويهم في هذا المدخل أو على هذا المدخل في هذه المستشفى هناك من لم يرد على اتصالاته وبالتالي هناك قلق كبير وخوف كبير كما نرى في هذه الصور عدد كبير من الأهالي عدد كبير من الجرحى ميدانيا يعالجوا هنا وأيضا مدخل الطوارئ تقريبا يشهد فوضى عارم انصح التعبير في ظل هذا الانفجار أو بعد هذا الانفجار الذي حصل قبل ساعات قليلة في بيروت إذن كما نرى مدخل الطوارئ في المستشفى أيضا تدرر جراء هذا الانفجار جراء عدد كبير من الإصابات أيضا التي وصلت سادة هذه الفوضى في هذه الأثناء هناك حديث عن عشرة قتلى ولكن نحن نتحدث عن عدد كبير من الأشخاص أيضا فقد الاتصال بهم منذ ساعة منذ ساعة وقوع الانفجار وبالتالي يمكن أن نتحدث عن عدد من الضحايا أو مزيد من الضحايا في هذا الإطار هناك إذن مئات الإصابات مئات الجرحى بعض الجرحى حالتهم حرجة وصلوا إلى هذه المستشفى وأيضا إلى مستشفيات أخرى في بيروت يعني جريدة النهار تحدثت عن 15 مصابا جراء هذا الانفجار أيضا هناك عناصر من الدفاع المدني اللبناني فقدوا خصوصا من عناصر فوج إطفاء بيروت هذه هي الأوضاع والصورة الآن في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت التي تشهد أيضا أزمة كل مستشفيات لبنان بسبب فيروس كورونا ولكن ارتفاع عدد الإصابات جراء الانفجار الذي حصر اليوم وأيضا ارتفاع عدد الجرحى الكبير إن كان المصابين بجراحة متوسطة أو بجراحة حرجة أو بجراحة عادية يعني هذا الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى هنا في المستشفيات كما نرى في هذه الصور المباشرة أشترك الآن سأعود إليك كما قلت 500 جريح حتى الساعة نعم سأعود إليك بعد قليل علي أن أذهب إلى ريسعون مراسلتنا التي ما زالت تتحدث إلينا من أمام مرفأ بيروت هذا المرفأ الذي لم يبقى منه شيء ربما يعني حسب ما تصلنا من صور وصور الدمار وصلت حتى جريدة النهار وداخل بيروت كما سمعنا وكما وصلتنا الصور لريسع كيف يبدو الوضع؟ هل ما زال الوضع خطرا؟ وهذه الحرائق التي نشاهدها مشتعلة في إحدى السفن أم المستودعات؟ نعم لدواعي أمنية أولا نحن خرجنا من مكان الانفجار داخل المرفأ إلى أحد المداخل الرئيسية لمرفأ بيروت بعد معلومات أمنية مؤكدة عن وجود باخرة تحوي على مادة المزوط وهي قريبة من مكان الانفجار حيث النيران ما زالت مشتعلة هناك مخاوة فعلية من حدوث انفجارات نتيجة هذه المواد المشتعلة المتواجدة قرب مكان الانفجار حيث تتصاعد ألسلة الدخل لذلك طلب من الجميع مغادرة مكان الانفجار إلى منطقة أكثر أمنا هنا في الخارج علمنا أيضا من مصادر مؤكدة تقوم حاليا بعملية الإسعاف في مكان الانفجار هناك أكثر من مئة شخص تحت الانقاض الحديث عن مئة أو أكثر من الأشخاص تحت الانقاض مخاوف من حصيلة كبيرة في صفوف القتلة وليس فقط في صفوف الجرح والمصابين هناك المئات من الجرح والمصابين سيارات الإسعاف المتطوعون من مختلف المناطق اللبنانية لبه النداء للمساعدة على نقل الجرحة إلى المستشفيات لتلقي العلاج المجلس الأعلى للدفاع وبدعوة من الرئيس الجمهورية ميشيل عون دعية إلى اجتماع طارق هذا المساء للبحث في هذا الانفجار الهائل لم تشهد بيروت يوما هكذا دمار أو خراب رئيس الحكومة حسان دياب أعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا هذا الانفجار وزير الداخلية كان حاول تفقد مكان الانفجار قبل أن يطلب منه المغادرة لأسباب أمنية خوفا من وقوع انفجارات لتواجد هذه الباخرة المحملة بمواد شديدة الانفجار قرب مكان الانفجار وزير الداخلية محمد فهمي قال يجب انتظار التحقيقات لمعرفة الأسباب ولكن المعلومات الأولية تتحدث عن انفجار مخزن يحتوي على مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها منذ سنوات وهذا الحديث أو هذه الرواية تتطابق مع ما قاله لنا في وقت سابق اللواء عباس إبراهيم الأمين العام للأمن العام الذي وصل إلى هنا لتفقد مكان الانفجار من هي الفرق الأمنية الموجودة الآن في مرفأ بيروت تتحدثت عن الجيش هناك مطافة من الموجود حاليا يمسك بالوضع على الأرض في المرفأ كل الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها هي متواجدة هنا على الأرض من جيش إلى مخابرات جيش إلى أمن دولة إلى أمن عام إلى قوى أمن داخلي إلى استقصاء ومخابرات كل الأجهزة الأمنية في حالة استنفار تام لمواكبة هذا التفجير الهائل الذي تسبب بأضرار جسيمة ليس فقط في مرفأ بيروت ولكن في كل المناطق المحيطة بالعاصمة بيروت أضرار جسيمة للغاية ولكن المئات من الضحايا بين شرحة وقتلة ولا يمكننا بعد الحديث عن حصيلة أولية فيما تواصل سيارات الإسعاف كما تشاهدون تواصل نقل الجرحة إلى المستشفيات لاريسة عون سأعود إليك خلال هذه النشرة أو ربما في النشرات القادمة من مرفأ بيروت أتحول الآن إلى طوني أبي نجم الباحث السياسي معي من بيروت مباشرة سيد طوني بداية هل إلى أي درجة سيغير ما حدث اليوم مسيرة الأوضاع والأجندة السياسية في لبنان يعني الأكيد ما قبل أربع آب أغسطس 2020 من المستحيل أن يكون كما بعده على كافة الأصعاد يلي ممكن يتخيلها أي عقل بشري بلبنان وبالمنطقة لا أكتر من سبب لأنه فيه نتائج عما حصل بتمس بالمواضيع يلي إلي علاقة برغيف الخبز عند اللبنانيين لأنه يلي صار بمرافع بيروت أدى لدمار هائل قد يكون طال الكثير من الأساس إن شاء الله ما يكون وصل لإهراءات القمح وغيرها وبالتالي اللبنانيين باتوا أمام كارثة وطنية غير مسبوكة في التاريخ الحديث هذا بعد مش صاير أبدا غير عدد الضحايا يلي توفوا وعدد الجرحة الكبير بالمئات مستشفيات بيروت وبيروت فيها عدد كبير المستشفيات لم تعود قادرة على استيعاب أي جريح لم يعود لديها من المعدات ما يجعلها قادرة على معالجة جراح المرضى نحن أمام وضع كارثي على الصعيد الإنساني والصحي بشكل يفوق الخيالي بالموضوع المتركي إذا بنزيد عليه الموضوع الاقتصادي والمالي اختربت بيوت اللبنانيين بالكامل يعني اللبناني اللي كان يعتل هم بسبب سعر صرف الدولار وغيره يصيب شغل لسيارته اليوم اتدمرت ممتلكات وأرزاق وأعمال ومؤسسات ومنازل بالمئات بكل منطقة بيروت وساحل المتن الشمالي وصولا حتى لكسروان دعني هنا وأنت تتحدث عن هذه الخسائر وهذه الصور تصلنا من مستشفى الجامعة الأمريكية لأن القوات الدفاع المدني تناشد نقل الجرحة من هذا المستشفى إلى مستشفيات أخرى لأن العدد يبدو كما ذكر مراسلنا قبل قليل هنا زادت عن المئة تفوق قدرة المستشفى على استيعاب هذا العدد وبالتالي يبدو أنه في إرباك حتى في توزيع الجرحة والمصابين على المستشفيات بمستشفى أوتيل ديون وصل أكتر من 500 جريح ما يفوق قدرة كمان المستشفى على الاستيعاب يعني أنا أتحدث ببيروت عندك عدد كبير بين المستشفيات ولا مستشفى قادر بقى على الاستيعاب يعني مشان هيك يلي عم بقوله كثير دقيق الحجم حجم ما حصل يفوق الخيال وبالتالي نحن كمان كمان بحكي عن الخسائر يعني اللبناني هلأ كل حدا تضرر منزله ما أنه قادر يصلح منزله اللبنانية اللي خسروا مؤسساتهم كانوا بعضهم عم بيستمروا مثل ما بيقولوا بنطلوع الروح صاروا من دون أي شيء وعم تحكي على بيروت يعني مطرح ما فيه كم وبمنطقة فيها كم من المؤسسات ويعني مصادر أستاذ توني اسمح لي هنا نقاطعك في حدث بهذا الحجم هل يعني منطقي أنه 3 ساعات تمر دون أن يكون في تصريح واضح من الحكومة من رئيس الحكومة ظهور يعني يعكس أنه الحكومة مسيطرة على الوضع سيد الكريم أي حكومة أو أي مسيطرة على الوضع يعني حسان دياب هلأ منتهي أنه لأنه بنته جريحة وقالله يقدم له الشفاء بالسراي يعني نحن معنا هلأ لا رئيس حكومة ولا حكومة وأكون على ثقة أنه ما في حدا من الوزراء ما هو خبر أي شيء يعني طلع أول رواية اللي هي فعلا مضحكة مضحكة مش بكلام الشخص أو بتوصيف الشخص مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم قال الحديث عن مفارقعات أمر مضحك وبالتالي السؤال كبير بحسب قول اللواء عباس إبراهيم قال هناك مواد شديدة الانفجار عظيم نعم هي اللي انفجرت وتسببت أنا إذا بدي أمشي بهذه الرواية شو عم تعمل هيد المواد بمرفق بيروت تاني شيء سمعنا شهود عيان من تحت عم بيقولوا أنه العنبر رقم 12 يلي صار فيه الانفجار كان فيه سيارات وشاحنات إذا هيدا الكلام صحيح هود شهود عيان سمعناهم على التلفزيونات من أشخاص بيشتغلوا تحت إذا هيدا الكلام صحيح فالسؤال بيصير شو فيه تحت العنبر رقم 12 النقطة التالتة بحسب بعض المعطيات والمعلومات إنه هيدا العنبر ما كان حدا يقترب لأله وبالتالي في كتير علامات استفاهم أكاد أجزهم إنه ما حدا رح يعطينا أي أجوبة عنه وبالتالي نحن أمام مفترك مصيري يعني ما يمكن أن نقوله هو أنه تماما كما الانفجارات الغامضة الغريبة التي أخذت تضرب إيران طلب إيران منذ حزيران يونيو الماضي وحتى اليوم ربما هذا الحدث الأول في لبنان ولكن حجمه كان خياليا خياليا حجمه يفوق أي تصور يعني أنا شخصيا كنت في بيروت والتجربة الشخصية التي عشتها تجربة يعني تشعر لها الأبدان تجربة مخيفة في لحظات أحسسنا بضغط هائل يعني زنانت وكأنه سيارة صدمت فيه مع أنه كنا بزحمة سير بتطلع بثاني وخلفي ما بلاقي حدا صدم فيه وبيطلع الانفجار على قوية الانفجار أنا فكرته أنه بالشارع الملاصق أنا كنت على مقربة من الفوروم دو بيروت يعني حسيته أنه انفجار في الشارع كان مشاهد مخيفة بظرف ثواني طب سانتوني برأيك يعني شدة هذا الانفجار ألن تهز يعني الكثير من السياسيين في لبنان لإعادة التفكير إعادة الحسابات لا مسؤولين في لبنان لا مسؤولين في لبنان اليوم لبنان بالكامل هو رهينة لدى حزب الله وبالتالي لا مسؤولين في لبنان فالأكل أن 95% أو 98% ممن يدعون أنهم مسؤولين هم لا مسؤولين غير مسؤولين عن أي شيء وما معهم أي خبر وبالتالي لن يجرؤوا على طرح أي موضوع أو أي معالجة لا على صعيد معرفة الحقيقة واتخاذ الإجراءات ولا على صعيد تضميد ما حصل صيد الكريم اليوم الناس عم تفكر أنه بكرة رح تأكل خبز أو لا رح تفكر كل الناس اللي اختربت بيوتها شو بده تعمل الجرحة الضحايا شو بده يصير المستشفيات هل بكرة إذا طار حدث قادر المستشفيات استعبال حدث ما بقى قادره نحنا كان عنا مشاكل لدى المستشفيات باستعاب مرضى كورونا اليوم ما جرى حطير جدا تم استنزاف كل قدرات المستشفيات في لبنان كيف بكرة بدون نستوردهم ما في أموال ما في دولارات المشكلة أخطر بكثير مما يمكن أن يظن أحد لو أسألك سؤال على الأرض عملي هنا مفروض أنه بسبب كورونا التي ذكرتها قبل قليل مفروض أنه يكون في إغلاق في بيروت أو لبنان من يوم الخميس هل تعتقد بأنه في هذا الظرف هل هذا يمكن تطبيقه عمليا بعد ما حدث اليوم؟ أبدا المضحك المبتي أن الحكومة اعتمدت سياسة 5-2-5 أغلقت خمسة أيام ثم فتحت أبواب المؤسسات والعمل بشكل طبيعي يومي اليوم السلساء وغدا الأربعاء على أن تذهب إلى أقفال تام جديد اعتبارا من الصباح الخميس حتى صباح السلساء ما حصل ما حدا فيهم لاي فيه يومين استثناء وأيضا تمت العودة عن قرار الأقفال التام اليوم يعني ألغى وزير الداخلية القرار الصابق لأنه شو برة تقفل يعني مما خلص الناس اختربت لبيوتها وأساسا يعني فيك تعتبر أنه الكورونا هلأ تفشى بشكل هائل كمان وما بقى في قدرة واستنظف كل شيء بلبنان وبالتالي اليوم نحنا بحاجة لأجوبة كتير أساسية وكبيرة أولا شو رح تعمل شو رح تعمل السلطة السلطة الممسوكة من حزب الله بحاجات اللبنانيين اعتبارا من هيد الليلة اتنين شو رح تعمل تما يتكرر يلي صار لأنه لما نحكي عن مواد شديدة الانفجار مثل يلي شفناها معناتها إذا رحنا على نظرية خطأ تقني أو مواد كانت مصادرة وتركينها إذا بدنا نكون سازجين إلى هذه الدرجة ففي مسؤوليات مفروضة تم إعدام يلي تركه هيك أمور وبالتالي هيدو قصة ما بتمرق على حدا اليوم في مسؤوليات على الجميع أن يجيب عنهم بس للأسف معنا مسؤولين واليوم بكل بساطة من يمسك بكل زمام الأمور هو حزب الله ونحن في لبنان رهائن لدى حزب الله بكل أسف على المجتمع الدولي أن يتحرك في عمليات إنقاذ للبنانيين إنقاذ من رغيف الخبز إلى موضوع الدواء والاستشفاء حتى مشكلة العالم تموت الوضع بهيد الخطورة ومن ثم ننظر في الموضوع السياسي طيب هناك من دعا إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان هنا برأيك هل هذه الخطوة ممكن أن تقدم شيئا؟ لا شيء سيد الكريم لأن من يمسك بالسياسة الدفاعية للبنان هو حزب الله ومش أي حدا تاني بكل أسف يعني نحن شهدنا خلال الفترات الماضية عشرات اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع أي نتيجة لا شيء المطلوب أن يتم تحريرنا من يعني عمليا من الاحتلال الذي نعاني منه حزب الله رغم أنهم لبنانيون بالهوية إلا أن مشروع حزب الله هو يشكل جزء من الحرس الثوري الإيراني وبالتالي يضع لبنان يعني كساحة مواجهة أساسية للدفاع عن إيران إيران تتعرض لهجمات لا ترد لبنان بات ضحية اليوم نحن ما نعاني منه من حصار كامل هو بسبب حزب الله وبالتالي إذا كان من خلاصة أساسية فعلينا أن نخرج من الحصار الذي نعاني منه بسبب حزب الله اليوم كل الدول كان ممكن تساعدنا السعودية والإمارات العربية المتحدة ما بحياتهم تركونا اليوم تركينا المجتمع الغربي الفرنسيين كان هون الأسبوع الماضي وزير خارجي الفرنسي نحن بطنا متركين بالكامل بسبب سيطرة حزب الله على كل الموضوع وبالتالي هذا ما نعاني منه ودخلنا اليوم في المجهود يعني كان فيه كلام عن احتمال تغيير الحكومة استقالة الحكومة قبل العيد بعد العيد هل هذا مطروح برأيك؟ بكل أسف ما رأيناه مع استقالة وزير الخارجية الصابق نصير حتي وتعيين بديل له خلال ساعات قليلة يؤكد أن حزب الله حاول لملمة كل الوضع لكي لا يذهب إلى مزيد من الاستقالات وبالتالي إلى التغيير الحكومي حزب الله يريد أن يبكي على حكومة الدمى القائمة من أجل أن يبقى مسيطرا على كل الوضع في المواجهة التي يقوده وبالتالي أستبعد أن يتم أي تغيير حكومي رغم أن هذه الحكومة تسببت بعزل لبنان عن العالم كلي شكرا شكرا جزيلا ضيفي من بيروت عبر الهاتف طوني أبي نجم الباحث السياسي اللبناني إذن نتحول الآن في نهاية هذه التغطية إلى تغطية جديدة مع الزميل مهند الخطيب مهند تركة إخبارية ثقيلة أتركها لك واضح أنه في الكثير من الأمور الغامضة حتى الآن التي يجب بحثها فيما حدث في مرفأ بيروت الذي أصبح أثرا بعد عين صحيح مساء الخير بداية يوسف بالفعل يعني حادث كبير وانفجار هائل ضخم شهدته بيروت اليوم ما زالت الكثير من علامات الاستفهام مطروحة على الكثير من تفاصيل ما جرى وأسباب ما جرى وكل هذه الأمور وقد انتدعني طرحت سؤال مهم قبل قليل يوسف لماذا بعد أكثر من ثلاث ساعات على وقوع هذا الانفجار ليس هناك رواية رسمية واضحة متماسكة حتى الآن لم يخرج حتى الآن أي مسؤول للإدلاء بموقف رسمي سواء من الحكومة اللبنانية سواء من المؤسسة العسكرية من المؤسسة الأمنية حتى الآن لدينا بعض التصريحات القليلة الشحيحة وأحيانا المتناقضة التي يتم الاستناد إليها على كل حال سنتابع معكم مشاهدين على مدى ساعتين في غرفة الأخبار أيضا تغطيت ما حدث في بيروت هذا المساء حيث ضرب انفجار ضخم مرفأ بيروت مخلفا دمارا كبيرا في المرفأ والمنطقة المحيطة به اتدى إلى العديد من الأحياء السكنية وأفدت مراسلة سكاينيوز عربية بسقوط عشرة قتلى على الأقل فيما نقل مئات الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وأكدت المراسلة وقوع انفجارين متتاليين داخل المرفأ وألحقا أضرارا هائلة بالمرفأ والمنطقة المحيطة به بحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن الحادث ناجم عن انفجار مخزن لمادة شديدة الانفجار هذا فيما أكدت المصادر أن المعلومات لا تزال متضاربة بشأن أسباب الانفجارين من جهته دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع في اجتماع طارئ في القصر الرئاسي وأعطى الرئيس اللبناني التوجهات لكل القوى المسلحة لتعامل مع تداعيات الانفجار الكبير وتسيير الدوريات لضبط الأمن من جانبه أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم غد يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت وأقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي إنه يجب انتظار التحقيقات لمعرفة سبب الانفجار وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواد شديدة الانفجار صدرت منذ سنوات وانفجرت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت هذا وقد أفاد محافظ بيروت مروان عبود باختفاء رجال الإطفاء التابعين للبلدية الذين توجهوا لموقع الانفجار من أجل إخماد الحريق مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن رجال الإطفاء المفقودين كان في حريق بيتبلغ فوج الإطفاء أنه في حريق بيجوا العناصر كرمالي طفوا عنا عشر عناصر وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين إني مش هنا هيك أنا نجاي يفتش عليهم بعد الحريق بعد الحريق طلع انفجار هني راحوا بالانفجار الأول لا الانفجار اللي تلي الحريق يعني الانفجار الأول كان ناتج عن الحريق نعرف كان في حريق يجوا طيطفوا بعدين اطلع الانفجار اختفيوا العناصر نحن عم نفتش عليهم وشبه محافظ بيروت مروان عبود الانفجار الذي وقع داخل مرفأ بيروت بتفجير هيروشيما ونكازاكي داعيا الشعب اللبناني للتحلي بالقوة والشجاعة لتجاوز هذه النكبة إنه يشبه ما حصله باليابان بهيروشيما ونكازاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة هيده نكبة وطنية هيده يعني مصيبة على لبنان يعني ما منعرف كيف بدنا نطلع منا ما منعرف بهالأيام نحنا كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارسي هيده يعني بدنا نظل قوية بدنا نظل نتميلك حالنا نمتلك الشجاعة بس كتير هالأدي كتير فرد مرة على شعب وفي تصريح لسكاي نيوز عربية تحفظ مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن المعلومات بشأن المخزن الذي وقع فيه الانفجار مؤكدا سقوط قتلى في مكان الحادث في مخزن مواد مدفجرة مصادر بالمرفع يبدو أنه حصل انفجار داخل المخزن تابع لمين هالمخزن؟ مين يجيبه؟ أنا بتحفظ هذا موضوع بيجي صدر مصادر؟ أين توصل المخزن؟ من سنوات موجود؟ من سنوات موجود؟ يبدو هيت يبدو هيت صحي شو المادة؟ يعني شو فحو المخزن؟ أنا مني خبير متفجرة شو المعلومات الموجودة عنكم؟ القدي عنكم نعم؟ شو المطلوب هلأ؟ شو المطلوب هلأ؟ شو المطلوب هلأ؟ شو المطلوب هلأ؟ من أرض الانفجار قبل هيت ما في شيء أنا ننتقل إلى مراسلين معنا من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت مراسلنا سلمان العنداري وأيضا من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا لرسعون سلمان مساء الخير داني أبدأ معك أولا الحديث عن عشر قتلى حتى الآن ومئات الضحايا بحسب المعلومات هل لديك أي معلومات حول الأرقام حتى الآن؟ مهند نتواجد أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت على مدخل الطوارئ بالتحديد قبل نصف ساعة وخلال ثلاثين دقيقة رصدت أكثر من خمس سيارات إسعاف وصلت إلى هنا من بين هذه السيارات سيارة كانت تحمل أحد الضحايا القتلى جراء هذا الانفجار الذي حصل مما يرجح بأن عداد القتلى قد تكون أكثر من عشرة أشخاص في هذا الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بحسب المعلومات هناك مستشفيات ممتلئة بالكامل بالجرحة كما نرى في هذه الصور مهند نحن نتحدث عن مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت هناك العشرات التقيت بأفراد شبان أولياء أمر كانوا يبحثون عن أولادهم كانوا يتحدثون عن أنهم فقدوا الاتصال بأولادهم بأطفالهم يحاولون الاتصال بهم من دون أي جواب أيضا هناك مستشفى أوتيل ديو في بيروت تحدث بأن قدرته الاستيعابية فاقت قدرتها أيضا مستشفى كليموسو بالقرب من هنا في شارع الحمرة في بيروت يتحدث طاقم الطبي بأن مدخل الطوارئ أو قسم الطوارئ امتلأ كليا بالجرحة هناك المئات من الجرحة إن صح التعبير في هذا الانفجار الكبير جدا الذي حصل اليوم في بيروت مهند يمكن القول بأن المدينة بالتحديد مدينة منكوبة بالكامل يعني أجزاء كبيرة من بيروت تضررت بشكل كبير جدا جراء هذا الانفجار الكبير هناك عدد من الجرحة يعني أصيبوا في مسافات بعيدة جدا من مكان وقوع الانفجار وحالة من الهلع والخوف نتيجة هذا الانفجار حتى الساعة يعني الفوضى عارمة ليس فقط في المستشفيات أيضا في الشوارع هناك يعني أولياء أمور يبحثون عن أولادهم في الشوارع يحاولون يعني الوصول في أقرب نقطة إلى أقرب نقطة في مكان الحادث للتفتيش عن أولادهم أيضا تحدثت إلى إحدى النواب في المجلس النواب مجلس النيابي قالت لي بأن شارع الكارنتينة أو حي الكارنتينة المناسق لمرفأ بيروت أيضا عبارة عن منطقة منكوبة بالكامل وهناك أيضا حديث عن أن عناصر من فوج بيروت فقد الاتصال بهم منذ الساعة السابعة تقريبا بعيدة وقوع هذا الانفجار طبعا هذا لا شك سلمان يضع ضغوط إضافية على القطاع الطبي في بيروت المرهق أصلا من خلال أزمة كورونا والذي كما سمعنا وتابعنا يعني اضطر إلى تسريح الكثير من العاملين فيه يفتقر إلى الكثير من المعدات واللوازم والوقود إلى آخره طيب دعنا الآن ننتقل إلى لاريسا عون أيضا معنا هناك من هناك من بيروت لاريسا مساء الخير أيضا أود منك أن تضعين في صورة ما يجري كنت قبل ذلك في منطقة المرفأ حسب ما فهمنا الآن المنطقة تم إخلاؤها هناك معلومات عن باخرة تحترق قبالة المرفأ هل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم مهنة دعني أبدأ بهذا الخبر الذي وصلني أن رئيس مجلس الوزراء حسان الدياب سيتحدث بعد نحو نصف ساعة من الآن وتحديدا عند ساعة التاسعة ونصف لتوقيت بيروت طبعا سيكون هناك تعليق لرئيس الحكومة حسان الدياب عن هذا التفجير الذي وقع قرابة السادسة مساء بتوقيت بيروت في مرفأ بيروت كنا من أول الواصلين إلى مكان الانفجار كان هناك موقعين وبالتالي انفجارين بحسب كل المصادر الأمنية التي تحدثنا إليها ولكن لدواعي أمنية طلب منا مخادرة مكان الانفجار داخل المرفأ لأن هناك باخرة تحتوي على مواد متفجرة وقد تشتعل وتحصل هناك ربما انفجارات لأنها متواجدة على منطقة قريبة جدا من مكان الانفجار الأول والانفجار الثاني ويبدو أن الباخرة سعلت بالفعل لرسا بحسب والأنباء الوارد على وكالة الصحافة الفرنسية قبل قليل الباخرة تحت لقبالة مرفأ بيروت وكان هناك طلب من الصحفيين بمغادرة مكان المرفأ أو منطقة المرفأ خوفا من انفجار هذه الباخرة التي على ما يبدو تحتوي كميات من الوقود سنتابع هذا الموضوع ربما بعد قليل وتفاصيل أكثر عنه الآن إلى الجولان معنا من الجولان المحتل مراسل سكاي نيوز نضال كناع لنضال مساء الخير إسرائيل الموقف الرسمي حتى الآن نفت أن يكون لها أي علاقة بما حصل في بيروت ضعنا في أجواء ردود الفعل في إسرائيل على ما جرى اليوم في بيروت نعم بالفعل مهند قبل قليل صدر بيان يختبس مصادر سياسية مطلعة في إسرائيل ينفي أن تكون لإسرائيل أي علاقة بانفجار بيروت لا من قريب ولا من بعيد عموما في إسرائيل عندما يقال بأن هناك مصادر سياسية مطلعة فغالبا ما يقصد مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل مع العلم أني ومنذ بداية الانفجار كنت أحاول الوصول إلى رد رسمي إسرائيلي نفيا أو إيجابا لعلاقة إسرائيل بهذا الانفجار المصادر التي تحدثت معها سواء الأمنية أو السياسية رفضت التعليق بداية على الموضوع قائلة بأنه حتى لم توجه أي تهمة رسمية لبنانية لإسرائيل بالمسؤولية عن هذا الانفجار فلماذا تعلق على تهمة لم تنسب إليها لكن كما يبدو فإن الإشاعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بتأثير من الأجواء المحتدة هنا في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان فإن رئاسة الحكومة الإسرائيلية وجدت نفسها مضطرة لنفي أي علاقة لها بالانفجار الحاصل في بيروت أيضا مصادر أمنية إسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية لم تغير أي من تحليلاتها حول خطورة الوضع على الحدود اللبنانية وأن انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع لبنان لن يتغير سواء سلبا أو إيجابا لن يتم تشديد الوجود العسكري الإسرائيلي أو تخفيضه بعد هذا الانفجار على الأقل في الفترة الحالية إسرائيل لغاية الآن لم ترى أي تأثير يمكن لهذا الانفجار على احتمال رد ما من حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي لكن هذا قد يتغير طبعا وفقا لما سينتج من تحقيقات أو ما سيصدر عن بيروت فيما يتعلق بهذا الانفجار الكثير من الأسئلة أيضا تثار في إسرائيل حول طبيعة هذا الانفجار ما هي المواد التي كانت مخزنة هناك لمن تتبع هناك الكثير من الأسئلة في إسرائيل وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت ما جرى في بيروت بأنه الحادي عشر من سبتمبر لبيروت وتقول بأن تداعيات هذا الانفجار ستشهدها المنطقة بالكامل في الأيام القريبة القادمة شكرا جزيلا لك نضال كنعني مراسل سكاينيوز كان معنا مباشرة من الجولان السوري المحتل الآن معنا من بيروت عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو عميد الحلو مرحبا بك معنا نتابع وتتابع معنا التفاصيل وأية معلومات جديدة حول هذا الانفجار الهائل الذي هز بيروت ولبنان بأكمله هذا المساء من المعلومات المتوافرة عميد الحلو ما الذي يمكن قوله عن هذا الانفجار عن طبيعة هذا الانفجار شدة الانفجار والدمار الهائل والضحايا الذين راحوا ضحية هذا الانفجار ما الذي يمكن قوله من المعلومات المتوافرة حتى الآن نعم حتى هذه اللحظة لا يمكن الاستنتاج بدقة عن سبب هذا الانفجار هل هو اعتباء ارهابي هل هو ضربة جوية هل هو حريق كما ذكرتم في بداية النشرة هل هو الحريق امتد الى هذا العنبر العنبر رقم 12 حيث هذه المواد هي مخزنة حتى هذه اللحظة لا اريد ان اتكهن وان اتأثر باتجاهاتي الوطنية او السياسية لكي استنتج ما اريد استنتجه لا نريد التكهن عميد حلو نريد ان نبني على المعلومات المتوافرة حاليا ما الذي يمكن ان يكون او الاسباب التي قد تكون وراء مثل هذا التفجير ما الذي يمكن ان يكون في هذا المستودع لماذا هذه المواد موجودة في هذا المنطق في هذا المرفأ منذ فترة طويلة كل هذه الاسئلة المطروحة والتي يتسألها المواطنون اللبنانيون العاديون بعد هذا الدمار الهائل الذي لحق بمدينتهم نعم انا لست مكتنعا بان هذه المواد مخزنة منذ زمن بعيد في المرفأ هذا غير منطقي هذا كلام مدير الامن العام وكلام ايضا مدير عام الجمار نعم هذا الكلام ليس مقنعا واذا كان ذلك صحيحا فيجب ان يرحلوا فيها ان يستقلوا معا في هذه اللحظة بالذات هم ووزير الاشغال المسؤول عن المرفأ ووزير الداخلية المسؤول عن اعطاء الترخيص لإدخال هذه المواد او الوزير الداخلية السابق او غيره مواد من هذا النوع يجب لإدخالها الى لبنان لو تعرف ماذا المعاملات التي يجب اجراؤها لكن تتعجب ونردوها في المرفأ مواد من هذا النوع بحاجة لوزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجماري وفيزا من الامن العام وإلى ما هنالك عندما تتقل مواد من هذا النوع وهي شديدة انفجار لنفترض ان هذه الرواية صحيحة تترك في مرفأ من هذا النوع قريب ملاسق لمدينة يسكنها مليونان شخص وبعيدة عن الاشرفية ببطعة مئات من الامتار هذا غير منطقي هذا غير منطقي على الاطلاق وإذا كان منطقيا فيجب ان يذهبوا الى السجون جميع المسؤولين يعني دعني فقط اذكر بما قاله مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل قليل في تصريح ليسكاي نيوز عربية يتحدث على انه يعني هذا الانفجار ناتج عن مواد شديدة الانفجار تحفظ عن الادلاء بأي التفاصيل حول لمن تتبع هذه المواد أو طبيعة هذه المواد مدير عام الجمارك بدري ظاهر ايضا في حديث صحفي اليوم يتحدث عن بركيمويات انفجر في المرفأ وتحدث ايضا عن ان الحاوية التي تسببت في الانفجار كانت محجوزة قضائيا وتحوي مادة نترات الامونيوم كانت موجودة هذه الحاوية في مستودة مخصص للمواد الكيموية كانت على ما يبدو بحسب تصريحاته يعني مرة في مرفأ بيروت واستخدم كلمة ترانزيت لم يدلي بتفاصيل اكثر من ذلك نعم انا لا اعرف اذا كان هذا الكلام ضخيخ او لا ولكن مادة نترات الامونيوم عندما تتسبب بانفجار من هذا النوع هذا يعني ان تخزينها هو لا يستوفي سلوط التخزين وان كمياتها هائلة ان الانفجار الذي اودى بحياة الرئيس شهيد رفيق الحريري والذي قدر بطن كامل الف كيلو من مادة السي فور هذا الانفجار هو اقوى منه بكثير وبكثير والنيترات الامونيوم لا ينفجر من تلقاء نفسه هو ليس مواد متفجرة بحد ذاته يجب ان يمزج بمواد اخرى انا اتحدث معك هنا كخبير بهذا الموضوع بس لماذا تستبعد عميد الحلو ان تكون هذه الحاوية او هذا المستودع يعني موجود وهذه المواد موجودة فيه منذ فترة طويلة لماذا تستبعد هذه الفرضية استبعد هذه الفرضية لان الغلام في علم المتفجرات يعرف انه لا يمكن ولا يجب تخزين مواد من هذا النوع في مكان مثل هذا هذا في الوضع المثالي عميد الحلو ولكن الامور في لبنان لا تسير دائما بهذا الوضع وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الحكومية هذا ليس فقط ليس قصة مثليات هذا الالف باء تخزين المتفجرات هذا ليس اجراء غير عادي هذا اجراء عادي اقل مواد متفجرة يمكن ان تتواجد اولا تنقل على ظهر البواخر وليس في داخل البواخر وفي شروط لنقلها ويجب ان تستحصل على اذونات هائلة من الدول المصدرة ومن الدول المستوردة لا يمكن تخزينها في عمبر في داخل عمبر في مرفأ مثل من هذا النوع هذا اقله مثل ما عمل لك هذا الالف باء لذلك يمكن ان تكون هذه مواد حربية متفجرة ولا اعرف هي لمن هي عائدة يمكن ان تكون عائدة الان اصابع الابتيام تتوجه دائما الى حزب الله يمكن ان تكون لحزب الله ويمكن ان تكون لغير حزب الله لا اعرف يمكن ان تكون ربما لجهة حكومية رفنانية كل هذا من باب التكاهنات ولكن الجريمة الكبرى هي الفعل فعل التخزين في هذا المكان هناك مسؤوليات يجب ان تتحدد وحاجس من هذا النوع لا يجب ان يمر بهذه السهولة خاصة وان هناك خسائر بشرية هائلة عناصر فوج الاطفاء المفتوضين لا اعرف اذا كانوا سيجدونهم او لا وبالتالي وبالتالي هذا ما يصير الغضب وما يصير الاشمئزاز هذا اذا افترضنا انها مواد وليست مواد حربية وغيرها طبعا نحن بانتظار كلمة رئيس الوزراء اللبناني من المفترض ان يدلي بكلمة بعد حوالي عشر دقائق من الان ربما يفصح فيها عن بعض هذه المعلومات وزير الداخلية اللبناني في بيان قبل قليل يقول انه سبب الانفجار الذي هزى العاصمة بيروت كان مواد شديدة الانفجار هذه كلمة الان او تعبير سمعناه من اكثر من مسؤول لبناني ولكن هذا لا يعني يعطي الكثير من التفاصيل والكثير من المعلومات عن طبيعة هذه المواد لمن تعود لماذا كانت مخزنة في هذا المرفأ كما اشرت عميد الحلو وهذا المرفأ لمن لا يعرف لبنان يعني يقع في قلب العاصمة تقريبا يعني على بعد امتار قليلة من المناطق السكنية حي الكارنتينا الملاصق لحقت به اضرار هائلة بحسب المعلومات الواردة من بيروت طيب بدي اشكرك عميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي ابقى معنا سأعود اليك بعد قليل الان ينضم الينا ايضا عبر الهاتف من بيروت الكاتب الصحفي محمد نمير مساء الخير سيد محمد مرحبا بك معنا في هذه التغطي على سكاي نيوز عربية لما وقع في بيروت هذا المساء المعلومات ما زالت شحيحة نحن بانتظار كلمة رئيس الوزراء هل تتوقع ان يدلي بتفاصيل اكثر عما جرى اليوم بطبيعة السؤال الذي تطرحه من المؤسف ان نقول اساسا ان ليس هناك من رئيس مجلس وزراء في لبنان بل هناك دمية هذا بالمعطة السياسي انا ما اود ان اقول اليوم ان بيروت صراحة بحالة يعني منكوبة جحيم هناك في بيروت ان لا تستطيع المستشفيات ان تستوعد حالات الجرحة عدد الضحايا جدا كبير وبالتالي يعني ما جرى لا يمكن وضعه ضمن اطار فقط الحديث عن مواد شديدة الانفجار علينا ايضا بموازات الحديث عن عمليات لمقل الجرحة ان نسمع ايضا بعمليات دهم لمسؤولين عن هذا المنكان وعن هذا العنبر مهما كانت الروايات لان ليس هناك من رواية رسمية لاحظنا كيف ان وزير الداخلية تحدث عن مواد شديدة الانفجار وايضا المدير العام للامر العام تحدث عن مواد شديدة الانفجار دعني اضيف كلمة اخرى استخدمها مدير الامن العام اللبناني عباس ابراهيم قال مواد مصادرة شديدة الانفجار هل هذا يدل على شيء معين نعم ربما ربما يعني لن ادخل في عملية التكاهن او التحليل هناك حدث حصل هناك كارثة من ناحية الخسائر البشرية من ضحايا ومن جرحة هناك فوضى يعيش فيها لبنان قبل هذا الحدث وبعد هذا الحدث زادت الفوضى بسبب عدم قدرة هذه الحكومة وهذا العهد على ادارة شؤون البلاد وبالتالي الكارثة كشفت حقيقة الواقع اللبناني باننا نحن مكشوفين جدا لا يمكننا ان نستمر على هذا المنوال وبالتالي حدث مثل هذا الحدث يتطلب ليس فقط توقيف مجرد موظف او موظفين في المرفأ يتطلب استقالات سريعة من مسؤولين مفترض انهم مسؤولين عن حياة لبنانيين وليس فقط استقالات البعض قد يذهب الى بعض من ذلك سيد محمد ويقول انه مثل هذا الحادث الجلال يتطلب ربما اجراءات قضائية اجراءات قانونية لان المسألة ترقى الى تعريض حياة الناس للخطر ربما هناك نوع من التقصير من الاهمال اذا كانت هذه المواد مخزنة بهذا الشكل على كل حال كل هذه مجرد توقعات بناء على المعلومات المتوافرة حاليا المعلومات كما ذكرنا قبل قليل شاحيحة للغاية وبالتالي من الصعب التوصل الى استنتاجات محددة حول ما جرى في مرفأ بيروت اليوم ابقى معنا استاذ محمد اذا سمحت لي ايضا سأشرك معنا الاستاذ لقمان سليم مدير مركز امم للأبحاث والتوثيق معنا عبر الهاتف مساء الخير استاذ لقمان مرحبا بك معنا في هذه الطاتية يعني نتحدث مع الزملاء ومع المحللين عن ما جرى اليوم وما قد تكون الاسباب وراء هذا اود ان اسمع رأيك في هذا الموضوع بناء على المعلومات القليلة المتوافرة حتى لا نعم يعني كما قال الجميع ما حدث بعض ظهر اليوم في بيروت غير مسبوق بكل المقاييس ولعلني لم اشاهد بام العين دمارا في بعض المناطق شبيها بما شاهدته بعض ظهر اليوم الا خلال حرب 2006 ولكن الانفجار قد وقع وبدأت حرب الروايات لان حرب الروايات لا تتنى اهمية عن كل الخراب الذي عم من جراء هذا الانفجار من الواضح بان هناك طرفا سياسيا واعني بذلك يعني الاعلام الموالي لحزب الله هو من بدأ بالترويج لرواية اولا المفرقعات النارية الالعاب النارية المنفجرة في عنضر من عناد المرفأ بيروت ثم جاء تنطيح هذه الرواية بعدما ثبت بالعين المجردة ان حجم الدمار يتجاوض ما يمكن ان تحدثه مفرقعات نارية على لسان مدير عامل امن العامل الذي تحدث عن مواد ناسفة كانت مخزنة يعني يبدو ان مسألة المفرقعات الرواية اختفت على ما يبدو كانت هذا في بداية الحادث نعم ولكن مفرقعات لم تعد تستخدم ما يستخدم الان هو تعبير مواد شديدة الانفجار تماما ثم جاءت رواية عمليا على لسان مدير عامل جمارك الذي تحدث عن مواد كيموية وهذه جميعا يمكن ان نضعها في خانة واحدة وهي خانة الرواية التي تريد لهذا الانفجار ان يكون نتيجة حادث عرضي يمكن عمليا تحميل مسؤوليته لشخص او مجموعة اشخاص اساء التصرف اداريا ولكن هناك في المقابل رواية اخرى او روايات اخرى تستند الى كل التقارير التي تحدثت خلال السنوات الماضية عن وضع حزب الله يده على الموانئ اللبنانية وبما فيها الموانئ البرية والبحرية وغيرها والتي تشكك بان يكون ما جرى مجرد حادث عرضي بكل بساطة يعني اضع هذا الحادث برسم ما يستعده او ما كان يستعد له لبنان يوم الجمعة المقبل يوم الجمعة المقبل هو اليوم المسمى لانتنطق المحكمة الدولية بحكمها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والحقيقة بان حرب الروايات التي تشهدها بيروت اليوم اشبه ما تكون بحرب الروايات التي تلت الانفجار الذي اودى بالرئيس الحريري ورفاقه ومحاولة التصفيف من الانفجار اشبه ما تكون بالمحاولات التي شهدناها في 14 شباط 2005 للقول بان ما جرى كان مجرد عملا ارهابيا عاديا وبالتالي اظن بان لبنان اليوم يعني احوج ما يحتاج اليه ليس فقط الى طيب على كل حال نحن بانتظار مزيد من التفاصيل استاذ لقمان يعني انت اذا تستبعد ان يكون ما حدث اليوم في مرفأ بيروت هو حادث عرضي نتيجة اهمال نتيجة تقصير او شيء من هذا القبيل حتى لو كان هذا الحادث نتيجة انسجار عرضي فهذا يعني ان السلطة اللبنانية الموكل اليها ادارة المرفأ وادارة امن اللبنانيين لا ليست في محل يسمح لها بالقيام بهذا الدور على هذه الحكومة ان تستقيل هذا اول خلاصة الخلاصة الثانية هي ان انسجار اليوم يثبت بشكل لا يقبل الجدل بان فكرة التعايش بين الدولة والدولة لم تعد تصلح لقيام دولة في لبنان تحفظ امن اللبنانيين سواء ضد الاعداء الخارجيين او ضد الفساد الداخلي ان كان الامر يتعلق بفساد داخلي طيب ابقى معنا استاذ لقمان اذا سمحت لي سعود مرة اخرى الى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو عميد حلو ان تستبعدت قبل قليل ان تكون هذه المواد مواد شديدة الانفجار مخزنة منذ فترة طويلة دعني بسرعة اقرأ عليك ما قاله المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم يقول يبدو ان هناك مخزنا لمواد مصادرة منذ سنوات وهي شديدة الانفجار هذا كلام صادر عن جهة رسمية كيف تعلق على ذلك عميد حلو اريد اتمنى على اللواء ابراهيم ان يتفق مع زميله مدير الجمارك بذري الظاهر الذي يقول ان هذه المواد كانت في وضع الترانزيت لا نعرف ترانزيت او مصادرة منذ سنوات منذ قليل هذه معلومات غير مقبولة حتى ولو كانت صحيحة اريد ان افترض ان اللواء ابراهيم يقول او يدلي بمعلومات صحيحة مئة بالمئة نريد ان نعرف من هو المسؤول عن تخزين هذه المواد في هذا المكان بالذات هذا غير مقبول اكان من قبل عسكريين او من قبل اداريين او من قبل غلمان استلموا امس بالامس المرفأ واذا قرأوا التعليمات الاولية يعرفون ان تخزين مواد من هذا النوع في مرفأ من هذا النوع غير مسموحة هذا اذا اردنا تصديق الروايات الرسمية اما ما تفضل وقال به الصديق لقمان سليم منذ قليل فان الروايات تتضارب بين جهة رسمية واخرى وبين جهة حزبية واخرى هذا ما يزيد من الشك في جميع هذه الروايات بانتظار التحقيقات الجدية وبانتظار حتى المصادر المستخلة التي يمكن ان تكون استخد المعلومات بطرق عادية او غير عادية لا اريد ان استنتج منذ الان من وكيف ولكن هناك مسؤوليات مهما كان السبب هناك مسؤوليات عن هذه عن عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى عن الخسائر المادية الهائلة عن الجرحة الذين تقتص بهم المستشفيات لم اشهد في حياتي بهدلة كما شهدت اليوم في طوارئ مستشفيين بادخل قريبتي التي زرحت بالانفجار البهدلة والزل لا اريد ان اصلم ارى ذلك طيلة طيلة سنوات الحرب في احلك المعارك وفي وفي احلك الايام التي كان يتدفق بها الجرحة بأعداد كبيرة في ظل القصف السوري ولم نشهد ذلك على الاطلاق هناك بيئات الجرحة يتم علاجهم على الطرقات خارج المستشفيات وهذا غير مسموح هناك تضارب بالايدي بين العائلات التي تريد ادخال جريحها قبل الجريح الاخر والقوى الامنية اصبحت لا تستطيع السيطرة على المواقف في بعض الاحيان هذا هذا الامر يجب ان يدفع ثمنه احد يعني بالامكان انا تخيل عبيد الحلو يعني الوضع الذي يمر به او تمر به الطواقم الطبية والجهاز الطبي باكمل في لبنان اليوم القطاع الصحي في لبنان على وشك الانهيار بحسب بعض المعلومات نعم جراء جائحة كورونا الآن يأتي هذا الانفجار ليزيد من عبء هذا الضغط على هذا القطاع الحيوي الذي شهد الكثير من التسريحات في الاوناء الاخيرة وايضا يفتقر الى الكثير من المواد الاساسية من المعدات من الوقود من من كل هذه الامور وبالتالي يعني كان الله في عون من يعملون في هذا القطاع في هذه الظروف الصعبة ودى نشكرك عميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا عبر الهاتف من بيروت فقط للاشارة الى هذا الخبر الذي اوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن مقتل الامين العام لحزب الكتائب نزار نجريان في البيت المركزي للحزب بعد اصابته جراء الانفجار الذي وقع اليوم اذا الامين العام لحزب الكتائب اللبناني نزار نجريان لقي حتفه جراء هذا الانفجار الذي وقع اليوم في مرفأ بيروت الان معنا ايضا عبر الهاتف من بيروت الكاتبة الصحفية رولا موفق ساذة رولا مرحبا بك معنا نتابع هذه التغطية لما وقع في بيروت هذا المساء بانتظار كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اود ان اسمع تعليق منك على ما جرى اليوم يعني بالنظر الى المعلومات القليلة والقليلة جدا المتوفرة حتى الان اهلا بك باعتقادي وببساطة ومع الاسف يمكن القول ما دام هناك منظومة النية تتبع طرفا سياسيا واحدا من الصعب ان نستطيع ان نعلم حقيقة ما يجري وبالتالي ما نشهده من تضارب الروايات ومن ارباك يدل على ان سمت شيئا كبيرا حصل في مرفق بيروت هو خارج عن كل عن كل المألوف او الذي يمكن ان نتصوره وبالتالي سيتم بالتأكيد لفلفة ما يجري وان لم يتم اللفلفة في الواقع هناك حالة لا ثقة مع السلطة القائمة حتى ولكن لماذا تعتقدين بانه ستتم لفلفة بين قوسين المسألة يعني لماذا برأيك انه الجهات الرسمية لن تفصح عما عما وقع اليوم والاسباب التي ادت الى ذلك لان ما حصل ببساطة هو الشيء لا يمكن ان نتخيل انه يمكن ان يحصل ان يقال ان هناك مواد مصادرة مخزنة في عمبر الرقم 12 منذ سنوات هذا يعني هذا كلام غير قابل للتصديق اولا من اين صدرت هذه الشحنة لمن كانت هذه الشحنة ااتية وهذا سؤال طرحنا طرحت مرسلتنا لريسة عون على مدير الامر العام ورفض الاجابة على ذلك نعم ولماذا لم يعلن انه ذاك وبالتالي نحن نتكلم عن مواد شديدة الانفجار مواد الذي حصل الانفجار هو انفجار يعني اقرب الى انفجار قنبلة ذرية اذا صح التعبير المشهد المشهد غرافي وبالتالي حجم الاضرار حجم الضمار هائل واليوم يعني علينا ان ننتظر التداعيات النتائج التي ستترتب على ما حصل هناك مرفأ اصبح خارج الخدمة هناك اهراءات القمح اصبحت خارج الخدمة يعني لم يعد هناك مخزون قمح في البلاد هناك مؤسسات كبرى هناك شركة كهرباء لبنان مؤسسة كهرباء لبنان اضرارها هائلة يعني نحن نتكلم عن مؤسسات اساسية في البلد دوري بات وهي تتعلق بالامن الامن الغذائي للمواطنين والامن الاجتماعي وبالتالي نحن اه يعني امام مشهد اعتقد ان المنظومة الحاكمة غير قادرة على التعاطم هذا المشهد بمسئولية وما سيتم سيتم يعني بدأت مؤسسات ظهرت على لسان وزير الداخلية الذي سأل علينا ان نسأل مدير الجمالي لماذا هذه المواد مخزنة في المرفأ يعني انا اعتقد ان محاولة ان يكون هناك شخص كبش محرقة لا بس ولكن ما جرى اليوم سازة رولا يعني اكبر من ان يكون شخص واحد كبش فداء لما جرى يعني ما جرى اليوم بكل المقاييس يعني حدث كبير وضخم وهائل وتداعياته ستكون مع اللبنانيين لفترة طويلة وبالتالي ان يكون هناك شخص واحد يستخدم ككبش فداء اللي تبرير ربما ودفع ثمن ما حصل اليوم هذا التقصير وهذا الاهمال ربما تكون المسألة اكبر من ذلك بكثير فقد تدرج في خانة التقصير ولكن السؤال من هي الجهة التي ستحقق لمن سنركن في التحقيق وهل صحيح ان ما سيفدر سيكون هو فعلا ما حصل وما الذي حصل حتى الان لا احد يدري وبالتالي يعني مع الاسف نحن كمراقبين كنا ننتظر حدثا ما كبيرا هذا الاسبوع وكانت وكنا نترقب لان الكل يعلم اننا على مسافة يومين من صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اختيال الرئيس الحريري وبالتالي لا نستطيعني لا نريد ان نرسم سيناريو مؤامرة على كل حال كما ذكرت سيدة رولا يعني لبنان بانتظار استحقاقات مصيرية خلال الايام القليلة القادمة ابقي معنا اذا سمحتني سانتقل مرة اخرى الى مراسلنا سلمان العنداري موجود امام مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت سلمان كيف هي الاوضاع لديك فيما يتعلق بالاصابات التي تصل الى المستشفى مهند الاصابات بارتفاع مستمر هناك عدد كبير من الجرحة من الضحايا ايضا وصلوا الى المستشفيات هناك عائلات فانتظر هنا عن موضوع الجرحة الذين ينتظرون على ابواب المستشفيات هناك اصابات عديدة جدا واكثر من سبع سيارات اسعاف وصلت قبل حوالي نصف ساعة واجرت عدد من الجرحة الى داخل المستشفى كما نرى الان وصلت سيارة اسعاف هنا تحمل بعض الجرحة يدخلون مباشرة الى مدخل الطوارئ في مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت هناك مئات الجرحة مهند نتحدث عن المئات ليس فقط هنا في الجامعة الامريكية انما ايضا في مستشفى كليموسو مستشفى أوتيل ديوم ومستشفيات اخرى في بيروت رغم ان قدرة المستشفيات اقتربت من القدرة القصوى قدرتها الاستيعابية نتيجة ايضا فيروس كورونا وايضا الاصابات الهائلة جدا اليوم بيروت وصفت بانها مدينة منكوبة كليا في هذه الاثناء بعد الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية عند الساعة السادسة من مساء هذا اليوم هناك عائلات تبحث عن زويها اصدقاء يحاولون الاتصال ببعض بالاخرين ولكن لا جواب على هواتفهم النقالة ينتظرون هنا لمعرفة الاسماء لان الجامعة الامريكية حتى الساعة لم تصدر اي حصيلة اولية للجرحة هنا وللاصابات يتصنون باكثر من المستشفى لمحاولة الوصول او العثور على اصدقائهم او ذويهم او حتى شبات وشبان هناك بعض النواب تحدثت اليهم في وسط بيروت قالوا لي بان حي الكارنتينة الملاصق لمرفأ بيروت شبه منطقة منكوبة بشكل كامل ومدمر ايضا عناصر الادفاع المدني او عناصر فوج الادفاع في بيروت فقد بعضهم بعد الحريق او الانفجار الاول الذي هز بيروت بعدها تلاه الانفجار الثاني اذا الان وصلت سيارة اسعاف جديدة تمر بالقرب من المستشفى الى احد المستشفيات المحيطة الى مستشفى كليموسو الاصابات ترتفع عن صح التعبير لا يوجد اي حصيلة اولية الصليب الاحمر اللبناني تحدث عن اكثر من 60 فرقة للصليب الاحمر اللبناني كانت متواجدة في محيط الحادث وايضا اجلت بعض الاصابات الميدانية والاصابات الحرجة جدا جريدة النهار ايضا اصيبت بشكل كامل الجريدة مدمرة من الخارج ايضا هناك 15 اصابة من بين الزملاء الصحفيين في صحيفة النهار ادخلوا الى المستشفيات بعضهم في حالات صعبة وصلت اذا سيارة جديدة للصليب الاحمر اللبناني هي السيارة الثامنة مهندة التي تصل خلال 30 دقيقة تقريبا الاصابات يعني ممكن ان يكون هذا مؤشر لارتفاع عداد الاصابات خصوصا وان الدفاع المدني عناصر الادفاء ومتطوعون في الشارع يحاولون اجلاء الضحايا الاصابات يعني يحاولون العثور ان كان هناك مزيد من الضحايا الذين وقعوا جراء هذا الانفجار اذا لحظات صعبة يمكن للقول هنا مهند اذا سلمان ما زالت مستشفى الجامعة الامريكية تستقبل المصابين لانه حسب المعلومات هناك الكثير من المستشفيات التي لم تعد طاقتها الاستعابية تستوعب المزيد من حالات الاصابة وبالتالي يتم تحويلهم الى مستشفيات اخرى على الاقل هذه ليست الوضعية في مستشفى الايوبي هذا المساء بالفعل بالفعل يعني هذا المستشفى يبدو انه قادر على تحمل مزيد من المرضى او استقبال مزيد من الجرحة جراء هذا الحادث بينما مستشفيات اخرى اعلنت بان قدرتها الاستعابية يعني اصبحت في طاقتها القصوى كمستشفى اوتالي ديوفي بيروت القريب نسبيا من منطقة الكارنتينا اضافة الى مستشفى كليمونسول الذي اعلن بان الفريق الطبي يعني اصبح في قدرة استعابية صعبة جدا جراء توافط عدد كبير من الجرحة اضافة الى ذلك مهند يعني رأينا في طريقنا الى هنا في وسط بيروت في مناطق عدة في منطقة صليم سلام في منطقة الحمرة الزجاج متناثر سقطة على الارض هناك عدد من الجرحة او عدد كبير من الجرحة تأذو جراء سقوط الزجاج وجراء الصوت الكبير والمدول الذي دوى في كل ارجاء العاصمة وفي عدد كبير من المناطق اللبنانية اذا نحن بانتظار حصيلة شبه نهائية ولكن يمكن القول بانه من الصعب الان الحديث عن حصيلة لعداد الجرحة او لعداد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الانفجار دعني ازالك اخيرا سلمان يعني كيف تتعامل هذه الاطقم الطبية مع ضحايا الانفجار اليوم في ظل يعني الوضع الصحي لهذه الاجهزة المرهق نتيجة وباء كورونا كما نعلم جيدا يعني حتى مسألة التعامل الجسدي مع هؤلاء قد يكون من الصعب اعطينا فكرة عن 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 هذه الصعوبات التي يواجهها هؤلاء العاملين في القطاع الصحي مهنة صعوبات كثيرة اليوم المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي تحدث عن هذه الصعوبات بان التقم الطبي يعني وصل الى قدرة استيعابية فائقة وان صعوبات كثيرة تعتري مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفيات اخرى هناك محاولة يعني للتعامل بشكل سريع مع الجرحى الذين يصلون الى هنا عبر مدخل الطوارئ هذا هناك فرق من الاطباء ومن الممرضين تعمل على نقل هؤلاء عبر ارتداء الكمامات عبر ارتداء الادوات الوقائية في ما يتعلق في فيروس كورونا يدخل كل جريح او كل مريض بحسب حالته الصحية الحرجة او غير الحرجة الى مدخل الطوارئ ويتم التعامل معهم يعني هناك صعوبات جمة حتى ان الادوات الطبية هنا بدأت تندر شيئا فشيئا نتيجة العداد الهائلة جدا للجرحى وهذا ايضا يشكل ضغط هائل على مستشفيات بيروت وجبل لبنان في هذه الاثناء التي تستقبل مئات ومئات من الجرحى الذين وصلوا الى مداخل الطوارئ او الى قسم الطوارئ فيها اذا الصعوبات عديدة مهند وايضا كان نقيب المستشفيات قبل قليل ناشد كل المستشفيات بضرورة استقبال كل الاصابات باي شكل من الاشكال ولكنه حذر ايضا من القدرة الاستيعابية وهذا ايضا خطر يدق في كل مستشفيات لبنان وبيروت نتيجة الاصابات الكبيرة وعداد الجرحى وقدرة المستشفيات على تأمين اسرة في ظل ازمة كورونا المتفاقمة في البلاد منذ اكثر من ثلاثة اسابيع والان هناك مناشدة عاجلة من الصليب الاحمر اللبناني للتبرع بالدم على ما يبدو الوضع ربما فيما يتعلق بتوفر الدم في بعض المستشفيات ليس جيدا جدا هل هناك اي مشاكل نعم هناك العشرات مهند يدخلون هذا المدخل ايضا فيما يتعلق نعم نعم هناك العشرات من الاشخاص وصلوا هنا يعني قبل قليل عشرات الشبان وصلوا يسألون اين مدخل التبرع بالدم او المدخل الخاص للتبرع بالدم للاشخاص هناك مناشدات بالفعل من كل المناطق اللبنانية للتبرع بالدم للتبرع بالدم لبعض الجرحة نتيجة الاصابات الحرجة التي اصيبوا بها بعد هذا الانفجار الهائل اذا نعم هناك متبرعين وبالمئات المتبرعين في هذا الاطار كما نرى اذا المدخل الطوارئ مقفل في هذه الاثناء بانتظار اي اصابات جديدة ووصول اي اصابات جديدة ولكن كما قلت مهند حالة الهرج والمرج من صح التعبير او حالة الفوضى بادية هنا هناك المئات من الاشخاص يتجمعون هنا يناشدون اين اطفالنا اين اولادنا واين يعني عائلاتنا خصوصا وان المستشفيات حتى الساعة لم تستر اي بيان عن الاسماء الموجودة اسماء الجرحة المتواجدين في كل المستشفيات وفي اقسامها ايضا اود الاشارة اخيرا مهند الى ان هذه المستشفى كما مستشفيات عديدة في بيروت تأزت جراء الانفجار الزجاج هنا متناثر سقط الزجاج من هذه الاقسام من مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت نتيجة الانفجار هذا الانفجار الكبير الذي هزى بيروت اليوم بعد حالة من الفوضى والهلع التي حصلت في هذا الاطار اذا سيارات الاسعاف او الصليب الاحمر اللبناني مستمرة بالوصول مستمرة بالوصول الى هذه المنطقة من المستشفى في بيروت لاستقبال مزيد من الجرحة لاستقبال مزيد من الاصابات سنحاول بطبيعة الحال الاقتراح اكثر الى مدخل الطوارئ في المستشفى لتقريب الصورة اكثر في هذه الاثناء يعني نرصد ايضا سيارة للصليب الاحمر اللبناني تصل بطريقها لقسم الطوارئ لاستقبال مزيد من الاصابات كما نرى مهند اذا هذه السيارة مهند وصول سيارة جديدة للصليب الاحمر اللبناني لقسم الطوارئ وكما نرى يعني يحاول المسؤولون عن الامن قدر الامكان تنظيم وصول هذه السيارات التي تنقل جرحة البعض اصابته حرجة البعض الاخر اصابته متوسطة هناك طلبات ومنشدات لكل اللبنانيين التبرع بالدم ايضا في المستشفيات في هذه المنطقة وتحديدا في مستشفى الجامع الامريكية ومستشفيات اخرى من العاصمة اللبنانية ايضا حالة الانتظار من قبل المواطنين اللبنانيين الذين ينتظرون ذويهم الذين ينتظرون مصير ابنائهم مصير اقربائهم اصدقائهم الذين دخلوا المستشفيات والبعض الاخر مصيره مجهول من صح التعبير حتى الساعة يعني قبل قليل كان هناك شخص ووالده يبحثان عن اقرباء لهم طيب سلمان دعنا نستمع الى وزير الصحة اللبناني في هذا التصريح عبدالحكومة مستشفى سبلين مستشفى ظاهر البيشي والساعة مقبولة مستشفى رفيق الحري الجامع عم بيخبروني هلا حقيقة بموضوع الانفجار وتفاصيله انا 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 الاول اول مصار اول مصار حسب الاعلام انه مفرقعات ولكن لا اعرف لا ما هي تازل مفرقعات ولا اذا في اي تفصيل اضافة حقيقة يعني نحن هلأ نحن عنا كارثة كمان بالكارنتينا عنا مستودع الكارنتينا عم نلقل الادوية من مستودع الكارنتينا على مستودعات الانيروة اه عنا هلأ اه اتصالات مع منظمة الصحة العالمية لاستخدام طائرة طائرة مساعدات على وجه السرعة اه وكمان عنا اتصالات من دولة قطر لتأمين مستشفيات ميدانية تتبال ورد خلال الساعات القادمة شكرا لك مع الوزير اذا يزبك يعني بحسب معالي الوزير والاحصاءات الاولية عدد الشهداء تخطأ الخمسة وعشرين شهيدا وعدد الجرحة سمعنا اذا مجاهدين الى هذا التصريح المقتضب لوزير الصحة اللبناني الذي طبعا نفى ان يكون لديه اي تفاصيل او معلومات عن ما هي الانفجار الذي هزى مرفأ بيروت هذا المساء تحدث عن اماكن اخرى تعاني منها منطقة الكارنتينة المحاذية لمرفأ بيروت على كل حال حتى الان بحسب المعلومات الرسمية المتوافرة عشرة قتلى على الاقل ومئات الجرحة نتيجة هذا الانفجار الذي هزى مرفأ بيروت هذا المساء نحن بانتظار كلمة لرئيس الوزراء اللبناني حسان الدياب ربما يقدم فيها بعض التفاصيل عما جرى اليوم ولكن كما هو كما نتابع في هذه الصور من امام مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت المصابين والجرحة ما زالوا يصلون الى المستشفى طبعا هناك مستشفيات كثيرة في لبنان باتت الآن غير قادرة على استعاب المزيد من الاصابات اعود الى ضيفنا عبر الهاتف الاستاذ محمد نمر الكاتب الصحفي استاذ محمد تبعت معنا ايضا هذا الجانب الوضع الانساني لما جرى اليوم ما تشهد المستشفيات مستشفيات بيروت ومناطق اخرى بعضها لم يعد قادرا على استعاب مزيد من الاصابات طبعا اتحدثنا عن الضغط الموجود على هذه المرافق اصلا جراء جائحة كورونا الان يزداد الامر سوءا بعد هذا الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت تعليق سريع منك على على ما اذا كانت هذه المرافق بالفعل جاهزة لاستيعاب هذه الاعداد نحن لا نعرف تماما اعداد الاصابات هناك ايضا معلومات تتحدث عن بعض الاشخاص ما زالوا تحت الانقاض في المناطق القريبة من المرفأ اعتقد الاستاذ محمد لم يعد معنا اعود للاستاذ لقمان سليم مدير مركز امم للابحاث والتوثيق استاذ لقمان وضع المرافق الصحية يعني مذقل وتحت ضغوط كبيرة نعم ولكن دعني اضيف الى مشهد الخراب الذي وصفه الزميل سليمان دعني اضيف اولا ان كل ما نراه من الخارج لا يعبر بالضرورة عن حجم الخراب والدمار الذي حل بعشرات بل مئات المكاتب والمنازل الخراب الذي نراه من الطريق لا شيء يكاد يذكر امام الخراب الذي يمكن ان يراه المرء عندما يتفقد بعض المكاتب او المناتب الامر الثاني في مشهد الخراب ايضا هو انني شاهدت بالعين المجردة عشرات من العمال والعملات غير اللبنانيين واللبنانيات قرب منطقة الكارنتينة وامل ان يكون نصيب هؤلاء من العلاج ومن الرعاية الطبية نصيب اللبنانيين واللبنانيات فلا يميزوا سلبيا بحكم بشرتهم او بحكم جنسيتهم دعني اقاضعك استاذ لقمان فقط لانقل هذا الخبر عن وكالة الصحافة الفرنسية ارتفاع عدد القتلى الى 27 قتيلا ونحو 2500 جريح في نتيجة انفجار مرفأ بيروت هذا المساء اذا بحسب وكالة الصحافة الفرنسية 27 قتيلا و 2500 جريح اعداد هائلة استاذ لقمان يعني يا سيدي يا سيدي لو يعني مشهد تحديدا مشهد جادة شارل الحلو بعد حوالي 20 دقيقة من وقوع الانفجار كان مشهدا سينمائيا هوليووديا لقد رأيت بالعين المجردة مجموعة من الشبان يرفعون شجرة بعد ان اكتشفوا تحت اوراقها شخصا يبدو انه فرق الحياة يعني ما رأيناه اليوم في مناطق بيروت وتحديدا قرب المنطقة التي وقع فيها الانفجار يعني يعد عن الوصف انه يمكن القول بان يعني اي شيء ولكنه لا يصدق وغير مسبوك وبالتالي فنحن يعني عن جد في حيرة من امرنا كيف نصفه وكيف نقربه وكيف نزيد على الصور التي تبث وانا تخصيا بناء على مشاهداتي اتوقع ان يرتفع العدد الى اكثر من والعدد يرتفع لنسف استاذ لقمان بحسب مصادر سكاي نيوز عربية ثلاثين قتيل حتى الان وثلاثة الاف جريح ثلاثون قتيلا وثلاثة الاف جريح بحسب مصادر سكاي نيوز عربية يعني بناء على المشاهدات بناء على المشاهدات يا سيدي بناء على المشاهدات من ضاحية بيروت الجنوبية من ضاحية بيروت الجنوبية الى ضاحية بيروت الشمالية مرورا بالنقطة التي وقع فيها الانفجار بناء على هذه المشاهدات لا استبعد او اكاد اقول اصدق اي رقم قد يطرح في هذه الساعات لاننا لا نتحدث فقط عن قتلى وعن جرحة وانما نتحدث عن مفقودين كما جاء في تقرير سلمان هناك مفقودون يبحث عنهم اهلوهم ولا يجدونهم والاسف الشديد يعني فقد يكونوا في عداد المصابين او القتلى الذين لم يكتشفوا بعد وخير دليل على ما اقول هو المشهد الذي تكرر بسه لمحافظ بيروت دامعا يعني عندما رأى المشهد وعندما تحدث عن اشخاص بعينهم لا اثر لهم طيب ابقى معنا استاذ نقمان دعني سمحتين لانتقل الان الى مراسلتنا مرة اخرى لاريسة عون في بيروت ربما لديها بعض المعلومات وما زلنا لاريسة بانتظار كلمة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب نعم بالفعل مهند تأخرت الكلمة عن موعدها كنا بانتظار كلمة لرئيس الحكومة حسان دياب منذ نحو نصف ساعة من الان ولكن نحن ما زلنا بانتظار هذه الكلمة بينما بيروت تحولت الليلة الى مدينة منكوبة بكل ما للكلمة من معنا لا نسمع الا صفرات سيرات الاسعاف التي تقوم بنقل الجرح والمصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج ولا يمكن مشاهدة العناصر الجيش اللبناني والاجهزة الامنية المنتشرة بكثافة في كل ارجاء المدينة وبشكل خاص عند مداخل مرفأ بيروت حيث وقع هذا الانفجار الهائل عند الساعة السادسة تقريبا بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت توقت المداخل المؤدية الى مرفأ بيروت نحن كنا اول الواصل الى مكان الانفجار المرفأ دمر بالكامل اضرار هائلة وجسيمة ولكن بحسب المعلومات اكثر من مئة شخص تحت الانقاض والحديث عن ثلاثين قتيل حتى الساعة هي حصيلة اولية غير نهائية خاصة ان عمليات الاجلاء والاسعاف والبحث عن المفضوطين والذين هم تحت الانقاض ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة كما ان عملية اطفاء النيران في موقعي الانفجار الاول والثاني ما زالت مستمرة حتى الساعة الجيش اللبناني كان استعانى بالمروحيات للمساعدة بعمليات الاطفاء كانت هناك مخاوث من انفجارات اخرى نتيجة وجود مواخر قريبة من مكان الانفجار تحتوي على مواد يمكن ان تشتعل او تنفجر نتيجة اشتعال النيران في مكان الانفجار هناك استنفار امني وطبي في لبنان حاليا مناشدة للمتطوعين من كل المناطق لمساعدة المتطوعين في الصبيب الاحمر وفي الاجهزة الاخرى التي تعمل على نقل المصابين هناك مناشدة للتبرع بالدم نتيجة الاعداد الكبيرة للبرحة والمصابين نتحدث حتى تساعة عن حصيلة اولية تتجاوز الثلاثة الاف قطيل وحصيلة اولية رسمية عن ثلاثين قطيل ولكن كنا في مكان الانفجار وتحدثنا مع فرق الاسعاف التي وصلت الى مكان الانفجار وابلغتنا عن اكثر من مئة شخص تحت الانقاض وكانت هناك صعوبة كبيرة في اجلائهم نتيجة المخاوف الامنية تفقد مكان الانفجار محافظ بيقود القافي شرب العبود الذي تحدث الينا وكان متأثرا جدا من حجم هذه الكالفة بعدها وصل وغادر سريعا اللواء عباس ابراهيم مدير عام الأمن العام وطبعا كانت هناك الاشارة الاولية من قبله ردا على سؤال حول المعلومات الاولية لهذا الانفجار قال لنا ان الانفجار ناجم عن انفجار مواد شديدة الانفجار موجودة في مخسن داخل مرفأ بيقود تم مصادرتها منذ سنوات وليس حديثا اذا هناك اجتماع امني للمجلس الاعلى في الدفاع في القصر الجمهوري في هذه الاثناء كلمة بعض لحظات من رئيس الحكومة حسن الدياب ربما تأخرت بانتغار اتهاء هذا الاجتماع الامني وزيرة الدفاع زينا عكر متواجدة في مقر العمليات في قيادة الجيش وهي تتابع برفقة قائد الجيش ميشيل جوزاف عون عفوا له ما يجري على الارض وزير الداخلية محمد فهمي قال انه يجب انتظار التحقيقات لكشف ملابسات هذا الحادث والانفجار الهائل ولكن اشار الى ان المعلومات الاولية تتحدث عن انفجار مواد شديدة الخطورة شديدة الانفجار في مخزن داخل مرفأ بيروت اذا هناك معلومات متضاربة للغاية عندما وصلنا الى مكان الانفجار تحدث البعض عن انفجار مخزن يحتوي على مادة TNT وبعدها عن مواد اخرى شديدة الاشتعال والخطورة لاريسا دعينا اذا سمحتيني ننتقل مباشرة معنا الان عبر الهاتف السيد وليد جمبلات سيد وليد مرحبا بك معنا اود نسمع تعليق منك على هذا الانفجار الهائل والاسئلة الكثيرة المطروحة حول ما جرى اليوم وهذا الصمت من الجهات الرسمية لم نسمع حتى الان موقفا رسميا يتحدث عن ما جرى اليوم الافضل ان ننتظر التحقيق لماذا القفز الى الاستنتجات الافضل ان ننتظر التحقيق وكما سمعت من المعلومات الاولى بان هناك مواد نيترات اهونيوم قد كدست في مرفع بيروت منذ اربع سنوات واشتعلت وانفجرت لكن لا املك المعلومات التقنية ولسوا من الذين يذهبون الى مظهريات المؤمراتية اعزي الضحايا اعزي الضحايا باهالي الضحايا بفقدانهم العشرات الام اكثر وواسي الضحا والضربة تذكرني بيروت اليوم كما كانت ايام يعني وكانها ايام 82 عندما عندما حصال اسرائيلي وضربات اسرائيل لكن فتبقى بيروت ولكن سيد وليد الا تعتقد بانه من المهم ومن الضروري واللبنانيون ينتظرون تصريح موقف ما من مسؤول لبنان الان مضى على وقوع هذا الحادث حوالي اربع ساعات لم نسمى حتى الان اي شيء من اي مسؤول لبناني دعنا ننتقل سيد وليد الى سيد حسان الدياب كلمة لرئيس الوزراء اللبنانيين وتكاتف جميع اللبنانيين من كل الاطياف والمناطق انها نكبة لا نستطيع تجاوزها الا بعزيمة واسرار على مواجهة هذا التحدي الخطير ونتائجه المدمرة ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن هذا وعد للشهداء وللجرحة هذا التزام وطني ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014 اي منذ ست سنوات لن اصطبق التحقيقات الوقت الان هو للتعامل مع الكارثة لانتشال الشهداء ولمعالجة الجرحة لكن اعيدكم ان هذه الكارثة لن تمر من دون مسؤولية ومسؤولين عنها ايها اللبنانيون لقد اصابتنا كارثة لكني واثق اننا سنتعامل معها بمستوى مسؤولية كل منا في اي موقع اناشدكم ان نتوحد اليوم كي ننتصر لشهدائنا ونضمد جرحانا وجراح الوطن انني في هذه اللحظة اتوجه بنداء عاجل الى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان ان تقف الى جانب لبنان وان تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة ايها اللبنانيون نحن في مصيبة لكننا نتحصن بقوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وان اليه رجعون اذا استمعنا الى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في هذه الكلمة المقتضبة السيد دياب يعني شدد على ان ما حصل لن يمر بدون حساب وان المسؤولون عن هذه الكارثة كما وصفها سيد فعون الثمن سيكون هناك تحقيق حول ما جرى وسيكون هناك حقائق تعلن عن المستودع الخطير كما وصفه الموجود منذ عام 2014 هذا المستودع الذي حصل فيه الانفجار ولكن السيد دياب قال انه لن يستبق التحقيقات وسيكشف عن هذه المعلومات لاحقا قال مخاطبا الشعب اللبناني اعدكم ان الكارثة لن تمر بدون مسؤولية ومسؤولين عنها وناشد الشعب اللبناني التوحد لتضميد الجراح وناشد ايضا الدول الشقيقة والصديقة للوقوف الى جانب لبنان في هذا الظرف الصعب معنا الان مرة اخرى من امام مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت مرسلنا سلمان العنداري سلمان نتابع معك اذا ايضا وصول المزيد من سيارات الاسعاف حاملة المزيد من المصابين ضعنا في صورة ما يجري امام المستشفى نعم يعني 2500 اصابة حتى الساعة على الاقل هذه هي الارقام الرسمية هناك اكثر من 2500 اصابة واكثر من 30 من ضحايا هذا الانفجار الذي حصل في بيروت مساء هذا اليوم مزيد من سيارات الاسعاف تصل ومزيد من المناشدات من قبل بعض الاهالي يعني لدينا رجل يبحث عن شقيقه في هذا الاطار ممكن تخبرنا شو هي مناشدتك ووين كان شو اسمه عم اشتقل بسلطان ابراهيم وطلع انفجار اسمه واسم فايسل وعم بيصل عنه ما حدا عم يرد علينا وبرمت على المستشفيات؟ برمنا لا قالونا هوني وهوني انت وين كنت بالانفجار يعني؟ انا بجبل بعين دارة بس طلع انفجار هوني خيب بسلطان ابراهيم ما حدا عم يرد على التليفون؟ ابدا ابدا وجينا لهوني تحت نسال عنه بعد ما طلعوا الاسمه شكرا لك عسى الامين اذا مهند هذه هي عينة صغيرة من المواطنين الذين يتجمعون هنا بانتظار اي اخبار عن احبائهم عن اقربائهم عن اصدقائهم هناك هواتف مقفلة كما قلت منذ الساعة السادسة وهنا ايضا على العشرات لبل المئات بانتظار تلاوة اسماء اللائحة الاولية للاصابات هنا اللائحة الاولية للضحايا هذا المشهد في مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت في قسم الطوارئ ايضا يتكرر في عدد كبير من مستشفيات بيروت على وقع الكلام الرسمي هنا لا يوجد اي اهتمام بالكلام الرسمي خصوصا الذي قاله رئيس الحكومة على الاقل هناك انتظار لمن هو على قيد الحياة ولمن اصيب في هذا الموضوع هناك من يسأل عن سلامتهم هناك من يسأل عن صحتهم وهناك من يسأل عن مصيرهم خصوصا وان مصير العشرات مفقود جراء هذا الانفجار من منطقة الكارنتينة وصولا الى فوج اتفاء بيروت وصولا ايضا الى الاحياء المحيطة بمرفأ بيروت كما نرى اذا هذا هو المشهد مستمر مزيد من الضغط على مستشفيات العاصمة اللبنانية الاف الاصابات وصلت وايضا هناك عدد كبير من الضحايا القتلى جراء هذا الانفجار طيب سلمان شكرا جزيلا لك سلماء العندهاري مراسل سكاينيوز عربية مباشرة من امام مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت وايضا اشكر الاستاذ لقمان سليم مدير مركز امم للابحاث والتوثيق كان معنا عبر الهاتف من بيروت وايضا الكاتبة الصحفية رولا موفق التي كانت معنا ايضا عبر الهاتف اذا المشاهدين اعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتلى ثلاثين شخصا على الاقل واصابة اكثر من ثلاثة الاف اخرين في انفجارين متتاليين ضربا مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية مساء اليوم وتسبب الانفجاران في اضرار جسيمة في المرفأ والاحياء السكنية المحيطة به وبحسب وسائل اعلام اللبنانية فان الحادثة ناجم عن انفجار مخزن لمادة شديدة الانفجار مشيرة الى ان المعلومات لا تزال متضاربة بشأن اسباب الانفجارين هذا وقد اعلنت السلطات ان اكثر من ثلاثين فرقة من الصليب الاحمر اللبناني انتقلت الى مرفأ بيروت هذا وقد نقل مئات المصابين في انفجار مرفأ بيروت الى المستشفيات لتلقي العلاج وقالت السلطات ان الكثير محاصرون داخل المنازل المتضررة من الانفجار ووفقا لوسائل اعلام اللبنانية فان مستشفى اوتيل ديو في بيروت يعالج اكثر من خمسمائة مصاب ولكن المستشفى لا يستطيع استقبال المزيد ونشهد المستشفى المواطنين التبرع بالدم لان عشرات المصابين بحاجة لعمليات جراحية من جهته دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون المجلس الاعلى للدفاع الاجتماع طارئ واصدر عون تعليمات الى كل القوات المسلحة للتعامل مع تداعيات الانفجار وتسيير الدوريات لضبط الامن من جانبه اعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم الاربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار ووصف رئيس الوزراء اللبناني ما حدث اليوم بانه نكبة لا يستطيع لبنان تجاوزها الا بعزيمة واسرار وقال ان ما حصل لن يمر من دون حساب وان المسؤولين عما حصل سيدفعون ثمن هذه الكارثة كما قال رئيس الحكومة اللبناني هذا وقد افاد محافظ بيروت سمروان عبود باختفاء رجال الاطفاء التابعين للبلدية الذين توجهوا لموقع الانفجار من اجل اخماد الحريق مشيرا الى استمرار عمليات البحث عنهم كان في حريق بيتبلغ فوج الاطفاء انه في حريق بيجوا العناصر كرمال يطفوا عنا عشر عناصر وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين اني مش ان هيك انا نجاي يفتش عليهم بعد الحريق بعد الحريق طلع انفجار هني راحوا بالانفجار الاول لا الانفجار اللي تلي الحريق اوكي يعني الانفجار الاول كان ناتج عن الحريق ما منعرف كان في حريق اجوا طيطفوا بعدين طلع الانفجار اختفيوا العناصر نحنا عم نفتش عليهم وشبه محافظ بيروت مروان عبود الانفجار الذي وقع داخل مرفأ بيروت بتفجير هيروشيما وناكزاكي دعيا الشعب اللبناني للتحلي بالقوة والشجاعة لتجاوز هذه النكبة انه يشبه ما حصله باليابان بهيروشيما وناكزاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة هيده نكبة وطنية هيده يعني مصيبة على لبنان يعني ما منعرف كيف بدنا نطلع منا ما منعرف في هالأيام نحنا كنا يادوب نقدر نمشي واجتنا هالكيرسي هيده يعني بدنا نظل قوية بدنا نظل نتميلك حالنا نمتلك الشجاعة بس كتير هالأدي كتير فرد مرة على شعب نعود الان لمتابعة النقاش حول ما جرى في مرفأ بيروت هذا المساء ورحب ضيوفي من بيروت معنا أستاذ القانون بجامعة بيروت العربية الدكتور علي مراد ايضا معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب والقياد في التيار الوطني الحر مالك أبي نادر مرحبا بالضيوف دكتور علي دعني أبدأ معك بما جاء على لسان رئيس الحكومة قبل قليل السيد حسان دياب الذي يقول أن ما حصل لن يمر من دون حساب وأن المسؤولين سيدفعون الثمن عن هذه الكارثة واضح أن هناك يعني اعتراف بشكل أو بآخر بأن هناك تقصير ما إهمال ما فيما حصل اليوم تعليق على هذا الكلام مساء الخير بداية لك والمشاهدين والضيوف وأحر التعازي للبنانيين واللبنانيات سيد الكريم ميخايل جورباتشيف كان يعتبر أن ما حدث في تشيرنوبل لم يكن إهمالا يتحمل مسؤوليته أفراد بل هو انهيار تام وإهمال تام لمنظومة تحكم هذه البلاد وما جرى اليوم في لبنان هو ذلك بالتحكيد اليوم ليست المسؤولية كما جاء على لسان رئيس الوزراء أن هناك مسؤولين إداريين أو بعض الموظفين الذين مارسوا هذا الإهمال هذا نتيجة إهمال مزمن عمره عشرات السنين في هذا البلد هذا المشهد اليوم هو انعكاس لمنظومة سياسية حاقدة فاسدة تاجرت بدماء اللبنانيين منذ عشرات السنين ولا يقول لأحد أننا نستغل ما جرى لأسباب سياسية كلا هكذا أمور لا تحدث إلا لأنها مؤشر لكيفية إدارة البلاد والإهمال المزمن هناك طبقة سياسية منظومة سياسية تحكمت باللبنانيين واللبنانيات منذ عشرات السنين أضاعت الأموال أضاعت السنين منذ 75 نحن نضيع أمام هكذا حدث علينا أن نتذكر التاريخ أضعنا 15 عاما من حرب أهلية ثم 15 عاما تحت الوصاية السورية ثم 15 عاما من صراعات سياسية ومحاور إقليمية أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه اليوم من انكشاف تام على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنقدي هناك منظومة سياسية يجب أن ترحل وما جرى اليوم في بلاد طبيعية أنا أتفهم أن يخرج أحد في بلاد فيها لعبة ديمقراطية معينة ويقول فلنتوحد يا ليتنا كنا نستطيع أن نتوحد في هذه اللحظة يا سيد الكريم هناك منظومة سياسية تتحمل مسؤولية كل ما جرى هذا ليس إهمالا يتم تحميل مسؤوليته إلى فرد وإلى موظف الكل يعرف ما يجري في مرفأ بيروت منذ سنوات من إهمال ورشاو وسوء إدارة وهذا الموضوع وفساد سياسي وفساد سياسي بالدرجة الأولى الذي يوصل إلى أن يكون هناك فساد إداري أو أخطاء متراكمة هذه الأخطاء المتراكمة هي سلسلة تقود إلى هذا المحل وجوهرها السياسي طيب عبيد ملاعب مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش لفتني ما قاله السيد حسان الدياب عن المستودع الخطير هكذا وصفه المستودع الذي حصل فيه هذا الانفجار الهائل المعلومات حتى الآن شحيحة وهو أيضا أشار السيد الدياب أنه لن يستبق التحقيقات ولكنه ذكر مسألة خطيرة أنه هذا المستودع موجود منذ عام 2014 منذ فترة طويلة يحوي على هذه المواد شديدة الانفجار كما شاهدنا اليوم على ماذا يدل ذلك؟ ما الذي يمكن استنتاجه من هذه المعلومات على قلتها؟ أولا كخبير عسكري أريد أن أصحح بعض الاتهامات التي وردت على وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد يكون هذا العمل هو نتيجة مقصودة أو عمل من العدول الإسرائيلي أو تفجير أو عبوة ناسفة ما حصل أكدته ما ورد في تقرير تقريركم قبل قليل مراسلتكم أن رجال إطفاء ذهبوا لإطفاء حريق وحصل الانفجار أنا لدي وسيلة نقلت لي أن هناك حريق في العنبر رحمة 12 ووصل أن هناك حريق قبل انفجار قبل انفجار بعشر دقائق هناك إهمال حصل حريق ومن بعده انفجار يعني لم يكن هناك فرضية قتالية واحد اثنين المسئولية أنا كضابط بقوة الأمن الداخلي عندما تضبط أي ممنوعات أو مصادرات يتم الضبط ويلاحق هذا الموضوع عبر القضاء العسكري إذا كان من نوع الأسلحة أو من نوع ذخائر الخضاء العسكري إذا مر عام على هذا المضبوطات ولم يحصل أن أعيدت لصاحبها فورا هذه المضبوطات تضبط وتودع في مصالح الجيش في ذخائر مستودعات الجيش اللبناني أن يكون هناك تقسير في هذا الموضوع هذا التقسير يشمل إدارة المرفع ويشمل ضباط الأمن المسؤولين عن المرفع ويشمل الضابط الذي ضبط هذه القضية ولم يتابعها ويمشمل القاضي ويشمل كل هؤلاء بشكل العام بس عميد بلاعب اسمح لي على المقاطعة يعني ما تتفضل به صحيح ولكن هناك الكثير من التفاصيل التي ما زالت غير معروفة ما هي طبيعة المواد الموجودة في داخل هذا المستودع لمن تعود ملكية هذا المستودع لماذا لم يتم تسليمها كما ذكرت بعد مصدرتها إلى مرافق الجيش اللبناني هناك الكثير من المعطيات التي ما زالت غير متوافرة لكي يتمكن الشخص من الوصول إلى استنتاج لماذا هذه المواد موجودة منذ هذه الفترة الطويلة كل هذه المعلومات غير المتوافرة حاليا تشير إلى أكثر من تقصير ربما فيما يتعلق بما حدث اليوم دعني أقول أن هناك إدارة كما قال الدكتور مراد قبلي هناك إدارة فاسدة يكفي أن وسائل الإعلام أنتجت فيديوهات عن فساد الإدارة في الجمارك يكفي أن العنبر 17 والذي يوجد فيه السكانر يعني كل الإبداعة لجب أن تمر وتحت السكانر هذا السكانر معطل منذ سنوات ولا يتم إصلاحه يكفي أن التلفزيون الجديد أقام حلقة كاملة عن الفساد في المرفع لذلك هذا الفساد قد يكون فساد مبرمج وفساد مقصود وفساد سياسي لذلك الموضوع أنا قلت لك كيف يتم الأمور تفصيلا كمسئوليات إذا أرادوا فعلا تحقيق المسئوليات تطال القاضي والضابط ومسئولي الأمن وإدارة الجمارك هذا إلى هذه المسئوليات الإدارية نعم عميد ملاعب سؤالي كان يتعلق أكثر بمسألة أنه هل ما جرى هو فقط مرة أخرى من المعلومات المتوافرة حاليا تقصير إداري تقصير إجرائي أم أن الأمور تتعدى هذا الموضوع على كل حال سأعود إليك بعد قليل عميد ملاعب معنا الآن من بيروت النائب عن حزب القوات اللبنانية وهبة قطيشة مرحبا بك معنا سعادة النائبة أود أن أسمع تعليقك عما جرى بشكل عام وعن كلمة رئيس الحكومة اللبنانية التي توعد فيها بمحاسبة المسئول أو المسئولين عن الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت اليوم هو المسئول عن الكارثة هو رئيس الحكومة لأن هذه الحكومة تأملنا فيها أن تجي تنقص الوضع اللبناني وتنتش له من المحور اللي كان فيه وتحطه على السكة إنما مع الأسف ازداد الانهيار في لبنان الاقتصادي والأمن والسياسي والحدودي وعلى المرفأ كمين إنما بالعودة إلى المرفأ المرفأ لأن في البعض عم بيحاول إذا بدك يحرف الحقيقة بالتجاه آخر إذا كان فيه أولا أسلحة عتيقة أو ذخيرة عتيقة موجودة بالمرفأ أو لصالح الجيش يعني لازم يحسبه قائد الجيش وهذا أمر ما بيجوز لأن لا قائد الجيش ولا غير قائد الجيش يترك أسلحة أديمة بالمرفأ هذا استهام باطل لحرف الحقيقة بالتجاه الثاني طبعا الانفجار اللي صار يتعدى أنه يكون أسلحة منسية أو أسلحة ما بعرف شو أو غيره هذا الانفجار يتعدى كل ذلك ليطال أنه هيدا الانفجارات اللي صارت هي أسلحة متطورة جدا وصواريخ بس أيضا هذا الاستنتاج قد يكون سابق لأوانو عميد خطيشة لا ما نسابق لأوانو لأعطيني أسلحة كلاسيكية إذا كان فيه قزايا ببيت أو مدفعية أو ألغام وانفجرة ما فيها تعمل هالأدرار وهالدماري اللي صار في مرفأ بيروت لا هذا أولا ثانيا في مواطنين يا أخي سمعوا صاروخ جاي من مكان ما من الجو يعني لا ما فيها يعني هذه كلها ما زالت معلومات أولية عميد خطيشة وما زالت بحاجة إلى مزيد من التحقيق ومزيد من التحري لأنه لا يوجد حتى الآن أي شيء رسمي أي شيء مؤقت بحل هذا الموضوع إذا كانت بحاجة إلى التحقيق وإذا كانت بكل شيء إنما بس ما فيك تقول من هلأ والله هاو ديه والله أسلحة منسية وأرغام منسية أو قزايف منسية يعني مثل ما هاديك عم بيقول بس أنا عم بفرجيك وقائع أنا عندي صابت هو يخبرني أنه سمع كذا واحد مش شاف صاروخ ما بيشاف بس قال لي سمع صاروخ مريك فوق الاتجاه اللي عم بقول عنه وراح باتجاه البور وبعدين نسمع الانفجار بالبور لذلك انفجار بهذا الضخام ويلي ما بدي أقول بعادل هيروشيما وناكزاتي بس أنه على القليلة نصف انبلي لأن ندمر كل الأحية طبع بيروت والضواحي ونسمع الانفجار لمدينة صور طيب داني أسألك جنرال تطيشة على الأقل يعني المعلومات الرسمية المتوفرة لدينا حتى الآن هي قليلة ما سمعناه من الرئيس الحكومة حسان دياب قبل قليل أنه المستوضع خطير وسنعلن عن محتوياته يعني بعد التحقير ما سمعناه في وقت سابق من هذا اليوم من اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام أنه مواد شديدة الانفجار ما سمعناه من مدير عام الجمارك بدري ظاهر أيضا في وقت سابق اليوم بأن الحاوية الموجودة في هذا المستوضع كانت تحتوي على نترات الأمونيوم هذه هي فقط المعلومات الموجودة اليوم لدينا رسميا اسمح لي إذا بتريد ما أحترامي للكل مش هيدا الحقيقة بدري ظاهر عنا بمجلس النواب قال أنا نصف البضاعة اللي بتنزل بالفور ما بعرف شو فيها وقت اللي بيكون هايك مدير العام الجمارك بيقلك أنا نصف البضاعة اللي بتنزل على الفور أنا في شيء يا أحمر يا أخضر الأخضر فتشوا بشوف شو فيه الأحمر ما فتشوا ما إلي حق شوفه ما في يجي إلي هاي دي فيها نترات الصوديوم هلا وهو اللي قال بلسانه بعض ملسانه بنصف المرفق بنصف مجلس النواب إنه أنا نصف الحاويات اللي بتجي ما بعرف شو فيها فإذا بتريدوا كل اللي عم بيحكوا هايك كل اللي يتون عم بيضللوا الرأي العام الحقيقة غير هايك الحقيقة إنه صار زمار ببيروت لازم حدا يتحمل مسؤوليته لازم التحقيق البرلماني بكرة إذا صاروا لازم يصير ليبين الحقيقة ويعرف إنه هيدا لا ما نعم متل ما عم بيقوله أبدا هيدا صواريخ كبيرة وصواريخ وقال ما بدي يقول صواريخ أسلحة كبيرة وتقيلة لحتى عملت كل هالانفجار وكل هالدمار وقال لا لا أزيفة ببابي وأزيفة مطع ولغم من هون وما بعرف شو من هون بيعمل الدمار لا يسمحوا لنا فيها حتى إذا كانت بودرة مجمدة هونيكي مجمعة هونيكي ما بتنفجر بس ما بتعمل دمار إلا إذا كانت مضغوطة وأكيد بالعنبر مضغوطة ولا يتحججوا بالجيش الجيش عنده لا الجيش ما بيترك أسلحته ولا بيترك زخيرته بالفور ما بحياته عملها عنده مخازن للزخيرة بيطبها فيها والجيش جيش محترف مش إنه والله جيش حيالله بيترك الزخيرة بالفور وبيطلع لا هذا مش مضبوط هذا أمر منه مضبوط وقصة الصاروخ يلي إجاوا كل المواطنين سمعوه مرق فوق الوسون هاي دي كمين بتثبت لك إنه هيدا العدو هو اللي ضرب هيدا العنبر بس العدو نفى ذلك عميد قطيشة العدو قال نحن لا على حتى لنا لأن العدو نفى ذلك نفى ذلك لأن ما بقى له مصلحة لما شايف قدسها في شهداء ألاف الضحايا ألاف الجرحة وعشرات الضحايا وعشرات الشهداء صفت ما بقى له مصلحة يقول بس إنما وسائل الإعلام تبعوا بالأول أول ما طلعت قالت أنه الجيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف مخازن الزخيرة لحزب الله على كل حال كلها يعني ما زالت هذه المعلومات بحاجة إلى تأكيد يعني وبحاجة إلى مزيد من التحقيقات ربما بدي أشكرك للجنرال وهبي قطيشة النائب عن حزب القوات اللبنانية كان معنا عبر الهاتف من بيروت أعود إلى الدكتور علي مراد مرة أخرى ربما أيضا تعليق على أعفوا معنا الأستاذ مالك أبي نادر قبل ذلك أطلنا عليه الانتظار القيادي في التيار الوطني الحر أستاذ مالك مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش كلام السيد حسان اذياب اليوم يتوعد فيه بأنه جهات ستدفع الثمن هل هذا كافي كموقف رسمي صدر بعد أربع ساعات من هذه الكارثة التي لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل مساء الخير أولا نعتقد أن البيان الأول لدولة رئيس مجلس الوزراء هو لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك لا يوجد نتائج لا توجد تحقيقات لا توجد نتائج للتحقيقات نعم الذي حصل كارثة هناك روايات كثيرة من خلال ضيوف الزملاء الذي سمعتهم هناك روايات كثيرة من خلال بعض المعطيات من خلال الصور وأنا من محاسن الصدف أنني خبير أسلحة أنا مهنتي هي خبير أسلحة بالأساس أنا لا أعتقد أن هناك قصفا إسرائيليا أطال لأن برزت صور عن حريق وبعده حصل الانفجار لأنا لا أعتقد أن القصف بالقنابل الكبيرة يؤدي إلى حريق هو يؤدي إلى انفجار لأنها شديدة الانفجار أكثر من المواد المخزنة القزائف القزائف الطيرانية أكثر انفجارا من المواد المخزنة مهما كانت إلا إذا كانت متفجرات أو قزائف الرواية الأساسية الرواية الأساسية القريبة من المنطق هو ما قاله بعض الموظفين في إدارة مرفأ القوار أن هناك مستوعبات تضم مواد كيموية نيترات الأمونيوم أو نيترات السوديوم وهي مصادرة منذ عام 2014 وهذا مسؤول عنه هو إدارة المرفأ العميد ملاعب تكلم أولا عن إدارة المرفأ ولكن السياسة حرفته إلى إدارة الجمارك الأمر في المستوعب المستودعات في الببور هي لإدارة الببور وليس لإدارة الجمارك هذا في القانون ولننتظر التحقيقات المزايدات في هذا الموضوع لا تفيد سيد الكريم هناك كارثة نعم نجب أستاذ مالك خلينا مرة أخرى نستمع إلى وزير الصحة اللبناني ثم أعود إليك لا تمد يد العون لأنه فعلا نحن اليوم بحاجة أنه نسعف الإنسان اللبناني المبتحن والمبتلة بهالآفات المتراكمة للأسف على الوطن والمواصل بالنستشفيات اللي جلت عليها واللي بعدها شغالي هل في نقص بالفريق الطب التمريضي يعني هل في شيء منشادات بدأت تبعاتها للأشخاص اللي يعني ربما هن اليوم بدون عمل ولكن بيقدروا يساعدوا يعني للمفارقة للمفارقة كنا اليوم الصبح مع بروفسور حصاري من الجامعة الأمريكية عم ناخد الكوادر الطبية اللي تفللت من مستشفى الجامعة الأمريكية كنا عم ناخدها على المستشفى الحكومية بطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء لنتعاون بخبراتهم نستفيد من خبراتهم وتحضير الـ ICU بالفلتيليترز لشو لحتى نقدر نسعف مرضى الكورونا واستحل بنا هذه الكارثة وهذه الفاجعة اليوم طلبتوا مساعدة الدول الصديقة شو طلبين نحنا تحديدا اليوم شو عايزين لمستشفى الحكومية في عنا في سارجيكال كيتز في ادوية في بي بي ايز فينتيليترز نحنا بحاجة لأشياء كتير للأسف الشديد عم بقول انه يعني بالتوازي عندك وباء كورونا وما يتطلبه وهذه الكارثة البيئية الصحية الطبية الانسانية يعني يعطيكم العام تابعنا ايضا هذا التصريح لوزير الصحة اللبناني الذي تحدث عن حاجة القطاع الطبي الى الكثير من المستلزمات للتعامل مع ما جرى في مرفأ بيروت هذا اليوم اضافة الى يعني ما جرى في لبنان نتيجة وباء كورونا اعود الى الى الاستاذ مالك ابي نادر القيادة في التيار الوطني الحر يعني كنت تتحدث عن يعني فرضيات قد تكون ربما تصف ما حدث اليوم في مرفأ بيروت قبل ان يعني نقفز الى استنتاجات معينة لان المعلومات حتى الان ما زالت ضئيلة وشحيحة وربما تتضح في الفترة القادمة وتمكننا من رسم صورة اكثر دقة عما جرى ولكن كلام السيد حسان دياب الذي يقول فيه ان المستودع خطير والمستودع موجود منذ فترة طويلة يعني هذه بحد ذاتها كارثة اعتراف بانه هناك مواد خطيرة موجودة في هذا المستودع وموجودة منذ فترة طويلة يعني الا يعني يقول ذلك بانه ما جرى اليوم على الاقل اهمال وتقصير الى حد كبير نعم سيد الكريم انه اهمال انه اهمال يرقى الى مستوى الجريمة يرقى الى مستوى التآمر على الامن القومي اللبناني عندما يكون هناك مستوعبات فيها مواد خطيرة في مرفأ بيروت الذي تستورد من خلاله جميع حاجيات الوطن وهو يشكل خطر نعم حصل انفجار انا اعتقد ان ما حصل اليوم لم يسمح للمرفأ بمعاودة عمله لستة اشهر لم يعد موجود المرفأ يا استاذ مالك انها كارثة نعم هناك اهمال لاجل ذلك قلت ان هناك يجب ان تقطع رؤوس فيما حصل ولكن يا سيد الكريم عندما يقول رئيس الوزراء وكجميع المطلعين وجميع الذين يعملون في المرفأ وانا خبير جمرك انا خبير اسلحة جمرك وانا اعلم كيف تتم الامور تحت في المرفأ وفي المطار وغيرها انما حصل هو اهمال كبير من ادارة المرفأ ادارة المرفأ هي ادارة مؤقتة منذ عام 1993 ليس عليها رقابة للأسف لا تؤدي حسابات لأحد هناك اشكاليات لنرجح الارشيف ونرى اعتراض اغلبية الوزراء على موضوع ادارة مرفأ بيروت التي تقيم جمهورية بحجزاتها لا تخضع لرقابة دولة محاسبة لا تخضع لرقابة وزارة المالية لا تخضع لرقابة اي ادارة رسمية اخرى نعم هناك اهمال وهنا يجب ان يطال وهنا يجب ان تعمل اجهزة الدولة على محاسبة المسؤولين عن الموضوع هذا ليس ببعيد نعم المستوعب خطير عندما يكون هناك مستوعب فيه نيترات امونيوم او نيترات سوديوم لا نعرف ماذا شو الموجود في هذا المستودع استاذ مالك لا احد يعرف حتى الان على وجه الدقة ما هي المواد الموجودة لا يا سيدي نعم هناك سيدي ارجوك انا انا قلت لك انا خبير معتمد لا انت خبير ولكنك لا تعرف ما هو الموجود داخل المستودع انا اصدت بعض معارف نعم هناك هناك موظفين اقروا ان هذا المستوع ان العنبر رقم 12 فيه مستوعبات فيه مستوعبات فيها مواد كيموية نيترات الامونيوم يعني هذا كلام امر معروف يعني انت تتقدم به ولكن هذا خلال سنة اذا لم تسترد هذه المواد طيب يعني لكن هذا لا ينفي وجود مواد اخرى استاذ مالك في هذه المستودعات يا سيدي اما المواد الاخرى يجب ان تكون اتت من جهة ما هذا المستودع مستودع رقم 12 لا يوجد فيه لا تنزل فيه البضائع التي تحدث لا اتحدث عن بضائع استاذ مالك لا اتحدث عن بضائع اتحدث عن مواد اخرى شديدة الانفجار لا ادري ما طبيعتها هذه هي المعلومات المتوافرة حتى الان على لسان مدير الامن العام وعلى لسان مدير عام الجمارك نحن لا نعرف على وجه الدقة طبيعة هذه المواد على كل حال سأعود اليك بعد قليل استاذ مالك دعني اعود مرة اخرى الى مراسلنا سلمان العنذاري من ابام مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت ربما لديه المزيد من المعلومات سلمان بالمعسبة بحسب وزير الصحة سلمان قبل ان اقاطع خمسون خمسون قتيلا بحسب مصادر الصحة اللبنانية تفضل بالفعل خمسون من الضحايا اضافة الى الفين وسبعمائة وخمسين جريحا حتى الساعة وصلوا الى المستشفيات علما ان هذا الرقم مرشح الى الارتفاع مع تقدم ساعات الليل خصوصا ان عناصر الدفاع المدني عناصر الادفاع والاسعاف والصليب الاحمر تعمل على اجلاء مزيد ومزيد من الجرحة خصوصا في منطقة الكارنتينا لدي يعني شخص هنا سيتحدث تفضل يعني حضرتك ابنك موجود بالمستشفى شو فيك تخبرنا شو صار انا عرفنا اني كنت بالشغل انا والتصل في اني عبد بالجام بالطوارئ بالجامعة الامريكية واجينا لعام وضعوا وضعوا كيف وضعوا منع عنولوا صورة واشعي وعنولوا منع شكرا لك مهند اذا يعني صرخات المواطنين هنا قبل قليل ادارة المستشفى تلت بعض الاسماء عبر مكبرات الصوت هنا على مدخل التوارئ في مستشفى الجامعة الامريكية هناك بعض الاشخاص يعني وجدوا ذويهم في الداخل هناك البعض حتى الساعة مفقود وهناك منشدات عبر وسائل اعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ايضا عن اشخاص فقدوا منذ الساعة السادسة من بعد ظهر هذا اليوم ومصيرهم مجهول في المستشفيات وايضا في المراكز الطبية يعني هناك ايضا منشدات من قبل نقيب الصياد الى نقيب اصحاب المستشفيات مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي بضرورة يعني استعاب الاعداد الهائلة للجرحة الذين وصلوا الى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت هناك ايضا فريق من الممردين من جبل لبنان من الشمال ووصلوا الى بيروت للتبرع لاسعاب عدد كبير جدا من الجرحة الوضع هنا يشبه الفوضى العارمة المئات يتجمعون في مستشفى الجامعي الأمريكية في بيروت وايضا في مستشفيات عدة في بيروت هذا الانفجار يعتبر الاعنف الذي ضرب بيروت منذ عقود وربما للمرة الاولى قوة الانفجار وان كان لي يعني ساعة هذه الانفجار او مساحة هذه الانفجار الذي ادى الى اضرار هائلة جدا في كل ارجاء العاصمة اللبنانية بيروت اذا نحن بانتظار ارقام جديدة ان كان ارقام الضحايا او ارقام الجرحة سيارات الاسعاف حتى الساعة تصل تباعا الى هذا المكان وايضا الى اماكن اخرى من بيروت ومن جبل لبنان هناك بعض المستشفيات حتى تعاني من ازمة كهرباء مستشفى الروم ناشد المواطنين في حال وجود اي مولدات للكهرباء لاستخدامها داخل هذا المستشفى لاسعاف بعض المرضى في قسم العناية الفائقة والعناية المركزة هناك ايضا مستشفيات وصلت قدرتها الى القدرة الاستيعابية القصوى كمستشفى كليموسو الان وصلت سيارة اسعاف جديدة من الصليب الاحمر اللبناني مهند كما نرى يعني عشرات السيارات تصل تباعا هنا في مستشفى الجامعة الامريكية لبيروت البعض يعني ينقل مباشرة الى قسم العناية المركزة او قسم العناية الفائقة والبعض الاخر للأسف يعني كان اذا فقدنا الاتصال على ما يبدو مع مرسلنا سلمان العنداري من امام مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت سنعود اليه ربما بعد قليل ناجي ملاعب ونتحدث عن المعلومات القليلة المتوافرة حول ما جرى في مرفأ بيروت اليوم تصريحات رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب التي توعد فيها بمحاسبة المسؤولين عما جرى اليوم وايضا احديث عن تحقيقات عميد ملاعب ما الذي نتوقع فيما يتعلق بسير هذه التحقيقات وهل من المتوقع ايضا ان تكشف هذه التحقيقات عما جرى تحديدا يعني اطلاع الناس عليها يعني جيد جدا اختيارك للخبير سيد مالك اكيد لسا فيه من خبرته وهو اكد ان الحريق للحصل سيد ان يكون هناك صاروخ استهدف المكان لان الحريق على مشاهد يعني وردني قبل عشر دقائق من اي انفجار واحد اثنين كمان ورد مغالطة عند العميد قطيشة ان لا يترك صواريخ او الصواريخ الجيش اللبناني لا يترك صواريخ بالارض او قذايف لم يكن هناك اي قذيفة لم يكن هناك اي سلاح موجود في هذا العنب هذه لو كانت هناك قذيفة لكنا شاهدناها تطايرت ورأينا شباياها على احدى المنازل لم يكن هناك شبايا لم يكن الا مواد شديدة الانفجار انفجرت وهذه الخبرة للسيد مالك هي التي تحدد هذا الموضوع عن التحقيق تسألوني عن التحقيق نعم نحن انا كنت قبل ان غادرت قوى الامن الداخلي كنت رئيس قسم حقوق الانسان تعلمنا ان المعايير الدولية لحقوق الانسان انك اذا كنت مسؤولا اذا كنت مسؤولا رأس مسؤولية انت معني انت مسؤول عن كل ما يجري في قطعتك سواء كنت علمت به او كان من المفترض ان تعلم يعني انا المعقول التحقيق يطال ادارة الجمارك والمسؤولين الامنيين في البور وادارة وادارة البور ادارة المرفأ يعني كلهم مسؤولون لانهم كان يجب اذا لم يكنوا يعلموا كان يجب ان يعلموا يعني هذا التحقيق يجب ان اطال الجميع انا لم انحو منح سياتي باتجاه معين ولم اقصد لا مدير جمارك ولا مدير اخر انا اقول انت معني في هذه القطعة معني بما كنت تعلم به او كان يجب ان تعلم به يعني كل اللي مرقوا على ادارة جمارك ما شافوا انه فيه من ست سنين مواد قابل الاشتعال واقلها مواد قابل الاشتعال مش الانفجار ايجوز هذا التحقيق باعتراف رئيس الحكومة الذي قال انه مستودع خطير وموجود من عام 2014 نعم تحقيق يجب ان يبدأ من هنا ويجب ان يكون سريع ولا نخوض لجنة برلمانية ولجنة ما اعرف شو تحقيق يجب فورا المحكم العسكري تضع يدها كونه موضوع عسكري ويبدأ فورا باستماع افادات الجميع ووضعهم بالسجون كاملين هذا هكذا التحقيق هل هذا ما نتوقع ان نشهد استاذ مالك فيما يتعلق بسير هذه التحقيقات استاذ مالك ابي نادر ما زلت معنا سيادة العميد يجب ان يكون هناك تحقيق شفاف يطال جميع المسؤولين الذين لهم امرى عملانية او حتى امرى على محيط هذا المكان الذي حصل فيه الانفجار ليس فقط ليس فقط المسؤولين الميدانيين نعم وانا اوافقه ان المسؤولية تقع على جميع المسؤولين الكبار بهذا الموضوع لانهم اذا لم يكونوا يعلمون ماذا يجري في ادارتهم لا يستحقوا ان يكونوا في مراقزهم وهذا اهمال وهذا اهمال يجب ان يطال ولكن انا اتكلم بالموضوع بتوصيف المسؤوليات في اقسام المرفأ العنابر والمستودعات هي من مسؤولية ادارة المرفأ ادارة الجمارك لديها مستودعاتها التي تضع فيها البضاعة التي يجب ان تخرج اما البضاعة التي يجب ان تتلف بامر تخرج من ادارة الجمارك تخرج من ادارة الجمارك وتذهب مسؤوليتها يجب خلال عام المنطق والقانون يقول انه خلال عام اذا لم يتم استرجاع المواد مهما كانت هذه المواد وليس فقط المواد الشديدة البجار يجب ان تشكل لجان لدراسة كيف يتم التخلص منها رسميا اذا كانت بضائع غير خطرة يتم بيعها بالمزاد او اتلافها او رميها اذا كانت بضائع خطيرة يجب ان تتلف وفقا للقوانين ووفقا للخبراء حتى لا ندخل في الكثير من التفاصيل الادارية والاجرائية استاذ بالك ما الذي اوصل مواد خطيرة لهذه الدرجة الى مرفأ بيروت هذا السؤال الاول السؤال الثاني لماذا بقيت هذه المواد الخطرة كل هذه الفترة الطويلة في هذا المرفأ الموجود في قلب العاصمة للذين يعرفون بيروت مرفأ بيروت موجود في وسط البلد يعني يبعد امتار او عشرات الامتار عن مراطق سكنية عن مرافق اخرى الى اخره وبالتالي يجب الاجابة على هذه الاسئلة بشكل فوري الان يا سيد الكريم في جميع مرافق العالم تحصل هناك تأتي هناك بعض السفن الذي لديها مواد متفجرة وليس بضل ست سنين قاعد في المرفأ نعلم ان ما يتم حاليا ما يتم وفقا للقوانين هو عندما تأتي شحنات خطرة يتم دراستها من قبل المختبرات اللبنانية من قبل الخبراء فاذا كان ادخالها مسموحا تدخل وفقا للقوانين مع جميع الاحتياطات والضوابط القانونية واذا كانت خطيرة وغير مسموح تسويقها في لبنان وغير مطلوبة من قبل احد توقف ويحاولون ويعسعى المستورد الى ردها او صاحب السفينة الى ردها واذا لم ترد خلال عام يتم التخلص منها وفقا لنوعيتها لكل بضائع لنوعيتها هذا في القانون وهذا ما كان يجب ان يحصل انا ما علمته ما علمته بالتواتر اليوم ان هناك باخرة كان عليها حمولة 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 مواد كيموية تستعمل في صنع المتفجرات وفي لبنان كلنا نعلم انه لا توجد معامل لصناعة المتفجرات وحتى لصناعة الزخائر لا توجد معامل فقط توجد معامل في لبنان لصناعة زخائر زخائر الصيد فقط لا غير يعني هذه معلومات حتى معامل الديناميل المستعمل هذا ما تقول انت نعم لاجل ذلك كان يجب ان تشكل لجان لتدرس نوعية هذه المواد وتصرف وفقا للقوانين وهنا التقصير ولكن السؤال الذي طرحته عميد ملاعب ربما انت قد يكون لديك اجابة عليه اولا لماذا بقيت كل هذه المواد شديدة الانفجار الخطيرة كل هذه الامور لفترة طويلة يعني حتى اذا كان غير مسموح ان تبقى كان يجب التخلص منها منذ فترة طويلة نتحدث الان ست سنوات وهذا المستودع في هذه الحاويات التي تحتوي على هذه المواد كيف نفسر ذلك مهند انت الاعلامي القريب من العسكر ومن المهمات الامنية كافة انت تعرف ماذا يجري قربنا في سوريا وانت تعرف ان موانئنا استخدمت لاستخدام مواد الى سوريا سواء لهذا الفريق او ذاك وانت تعرف ان مرينا منذ فترة بفضيحة ان هناك مواد ادخلت او دخلت الى ميناء لا اعتقد اذا كان اي ميناء ترابلوس او بيروت ولكن حاول البعض ادخال بعض الذخائر او الاسلحة او المواد الكيميائية او ما هو جاهز لتصنيع اعتقد ان هذه هي من تلك المخلفات كاعتقاد ولكن اذا ما عشنا سوية تلك الفترة اعتقد ان موانئنا كانت حاول البعض ان تستخدم لارسال الاسلحة او ذخائر او مواد تجيب وهذا طبعا اذا اثبت التحقيق هذا يعني موضوع اخر ومنح اخر تكون دخلة هذه القضية على كل حال لن نستبق الامور وبانتظار مزيد من المعلومات ومزيد من التحقيقات التداعيات السياسية الان استاذ مالك لهذا الموضوع هذه حكومة تواجه يعني مأزق وازمات عديدة تضاف اليها اليوم هذه الكارثة التي حصلت كيف برأيك ستتعامل الحكومة في الايام القليلة القادمة بهذا الموضوع تحفظ حقوق الناس وتعطي اجابات واضحة وصريحة للجرحة وللقتلة ولأهالي الضحايا ولأصحاب الأضرار بأن ما حصل هو بأن هذه تحصل في جميع البلدان ولكن الآليات الدولة استطاعت الاستيعاب ان الدولة الحالية والحكومة الحالية لا تستطيع ان تحتمل فشل في ملف مثل هذا الملف هذا الملف هو محطة كبيرة لا تستطيع ان تحتمل استاذ مالك لا تستطيع ان تحتمل هذا يعني بشكل من الأشكال انه عليها ان تستقيل ألا تعتقد بأنه يجب ان تكون هناك خطوات يعني فورية للتعامل مع هذه المسألة استقالة الحكومة على سبيل المثال استقالة حكومة تضع البلاد في تضع البلاد في الفراغ وكلنا نعلم ما فيش حراغ في لبنان الحكومة لا تستقيل انا مع استقالة الحكومة يا سيد الكريم انا مع استقالة الحكومة اذا صدرت التحقيقات واعطى واسبتت ان هناك فريق من الوزراء ان هناك الحكومة تتحمل مسؤولية نعم استقالة الحكومة يجب ان تتم ولكن هناك مسؤولية اخلاقية قد يقول البعض عميد ملاعب كلنا نعلم عميد ملاعب هل برأيك يجب ان يكون هناك خطوة فورية كاستقالة الحكومة على سبيل المثال التجربة حتى الان افادتنا ان هذه الحكومة لم تضع ولا فاسد في الحكس والتجربة القريبة هي الدجاج الفاسد الدجاج الفاسد 300 طن معند 300 طن وصاحبها ما زال حيا يرزق وقد هربه ابن احد النواب الى سوريا ما لا شيء هذه الحكومة تعد ولا تفي باي شيء ولا باي شيء هؤلاء الكبار فورا يفوتوا على الحبس كلهم وبعدين من بلش التحقيق هكذا يتم التحقيق استاذ مالك نحن نتحدث ليس عن حادث عرضي او حادث يحصل في دول اخرى نتحدث عن كارثة بكل معنى الكلمة ضربت لبنان اليوم البعض شبهها ب11 سبتمبر لبناني وهذا يعني ليس بعيدا عن 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 الدقة لانه حتى حتى ما حصل انفجارين ايضا كما حصل في 11 سبتمبر في الولايات المتحدة البعض يقول هذه مسألة كبيرة ويجب ان يكون رد الفعل كبير وفوري استقالة الحكومة ربما تكون اقل الاشياء التي يمكن القيام بها سيدي انا لا اعتقد ان لبنان حاليا يحتمل هذا الكم من التداعيات هذا الانفجار وتداعيات كورونا وتداعيات الازمة الاقتصادية وتأتي بعدها تداعيات استقالة حكومة لا نعلم متى تتشكل غيرها كلنا نحن نتكلم عن بلد فيه صعوبات اقتصادية وسياسية وطبية واتت هذه الكارثة المنطق القانوني تكلمت عن انفجارات مركز التجارة العالمي في نيويورك هل استقال الرئيس الامريكي هل استقالت الحكومة هل استقالت وزير في امريكا بعد هذه الكارثة الكبرى الوطنية طبعا لا ان الامور يجب ان تحصل هناك مجتمع يجب ان يبقى متماسكا من المسؤول اذا استقالت الحكومة وكلنا نعلم انه في لبنان الحكومة هي السلطة التنفيذية في لبنان ماذا يدمن لك اذا استقالت حكومة ان يتم هناك تحقيق ان لتضيع التحقيقات وتضيع المسؤوليات لا انا اعتقد ان يجب ان يتم تحقيق وتحسم الحكومة على نتائج هذا التحقيق اذا كانت قمت بما يجب عليها ان تقعل او فشلت بما يجب عليها عميد بلاعب في الوقت المتبقي بالنظر الى حجم ما جرى اليوم هل تتوقع ان تكون اي التحقيقات سريعة وذات نتائج واضحة يعني يعني كما وعد رئيس الحكومة ان هناك تحقيقات سريعة ونتائج واضحة واعتقد انه اذا بقي عند كلامه عليه ان خلال اسبوع اذا لم يضع هؤلاء المسؤولين في السجن ان يرحل وغير صعب ابدا كما لاقو وزير بدلا من وزير الخارجية المستقيل لديهم لديهم مجموعة من المستشارين فليطعلوا حكومة جديدة من هؤلاء المستشارين فرق ما يداوو ما قاله وزير خارجيتنا ان دولتنا ذاهبة باتجاه دولة فاشلة فرق ما يعارجوا الموضوع جهزوا البديل فورا لذلك اذا لم يكن الرئيس حسان دياب كما وعد ان يأتي بهؤلاء الى السجن خلال مهلة اسبوع فليرحل وتأتي اية حكومة افضل من تلك الحكومة التي حتى الان ادارت خراب ولم تدير ازمة ادارت خرابة في الوقت المتوقع استاذ مالك عندما يقول السيد حسان دياب سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن وانه الكارثة لن تمر بدون مسئولية ومسئولين عنها ما الذي نتوقع فيما يتعلق بهذه التحقيقات هل سنسمع شيء ملموس وواضح ويعني قريب من الدقة في الفترة القادمة يا سيد الكريم ان الحكومة مصير الحكومة على المحاك اذا لم تستطع الحكومة ان تجري تحقيقا كاملا وتأخذ وتأخذ تدابير عقابية بالمسؤولين عن هذا الملف لا يجب ان تكون حكومة تحكم في لبنان هذا اضعف الامان الحكومة في ملف مثل هذا يجب ان تكون حاسمة واذا لم تكن حاسمة واذا بينا واذا ظهر ان هناك تلك او اهمال في التحقيقات يجب ان ترحل اليوم قبل الغد ولكن لا نستبق التحقيقات لا يجب ان نستبق التحقيقات حضرة العميد تكلم وانا من منطلق خبرتي اتكلم ان التحقيقات لا يجب ان تكون صعبة لان الانفجار مصور ونستطيع تقنيا قد لا تكون صعبة استاذ مالك ولكن قد تكون سياسيا صعبة ما رأيك في ذلك هنا دور الحكومة ان لا تسيس التحقيق وتأخذ تدبيل وجميع الناس عميد ملاعب هل تعتقد بانه الامور السياسية قد تعيق مثل هذه التحقيقات يعني قد تعيق ان تكون التحقيقات فنية وحرفية ودقيقة طبعا طبعا لامور السياسية وزير خارجية قال ان دخلت الى هذه الوزارة وليه رب عمل هو بلاده ولبنان رأيت مجموعة رب عمل في هذه الحكومة واحتار لمن سوف يخضع لذلك هذه الحكومة خاضعة لسلاح غير شرعي موجود في لبنان ويتحكم في الحكومة اذا هذا السلاح اراد ان يكون هناك التحقيق اعتقد اننا سوف نصل الى التحقيق اذا لا اعتقد اننا لا تحقيق والحكومة باقية واذا ما استبدلت تستبدل بحكومة مستشاري طيب هل نتوقع شيء سريع عميد ملاعب برأيك هل تتوقع مسألة ايام مسألة اسابيع ماذا لانه حادث من هذا النوع بهذا الحجم لا يتوقع ربما البعض ان تصدر اي نتائج ولو اولية عن التحقيقات المتعلقة به بشكل فوري عميد ملاعب ما زلت معنا ونرى اعتقد اه اعتقد اه 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 القياد في تيار الوطني الحر كان معنا ايضا من بيروت التغطية مستمرة لحدث اليوم في بيروت هذا الانفجار الهدل الذي ابتل على الاقل بحوال خمسين قتيلا واكثر من الفين وسبعمائة وخمسين جريحا بحسب مصادر وزارة الصحة اللبنانية هذه التغطية مستمرة سيكون معكم زميلي سامي قاسمي بعد قليل لمتابعة هذا الموضوع سامي تغطية مستمرة حدث كبير البعض قال أنه اليوم بيروت مدينة منكوبة ما زلنا نتابع الوضع الصحي وأيضا التداعيات السياسية لما حدث هذا المساء والكثير والكثير مهند من الاستنتاجات بدأت تقفز إلى الواجه حتى قبل بدء هذه التحقيقات في هذه الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت نحن نراقب كل ما يجري في الساحة اللبنانية وأيضا تداعياتها مهند على الصعيد الدولي هناك الكثير من الدول بدأت تستجيب لطلب لبنان المساعدة في هذه الكارثة إذن نحن نشاهد هذه الصور من أمام المستشفى الأمريكي في بيروت حيث يوجد الكثير من المصابين الذين يرتدون المستشفيات ويبدو أن بعض المستشفيات في بيروت امتلأت عن آخرها نتيجة الطلب المتزايد لهؤلاء الجرحة إذن نذكر مشاهدين بالأخبار العاجلة التي لا تزال ترد لشاشة سكاي نيوز عربية حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسين شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثة ألاف شخص في انفجارين متتاليين ضربا مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية الانفجار تسبب في أضرار جسيمة في المرفأ والأحياء السكنية المحيطة به وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن الحادث ناجم عن انفجار مخزن لمادة تي أن تي مشيرة إلى أن المعلومات لا تزال متضاربة بشأن أسباب الانفجارين هذا وقد أعلنت السلطات أن أكثر من ثلاثين فرقة من الصليب الأحمر اللبناني انتقلت إلى مرفأ بيروت وقد نقل مئات المصابين في انفجار مرفأ بيروت إلى المستشفيات لتلقي العلاج وقالت السلطات إن الكثير محاصرون داخل المنازل المتضررة من الانفجار ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية فإن مستشفى أوتيل ديوبي في بيروت يعالج به أكثر من خمسمائة مصاب ولكنه لا يستطيع استقبال المزيد المستشفى ناشد المواطنين التبرع بالدم لأن عشرات المصابين بحاجة لعمليات جراحية ومن جهته مشاهدين الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارق وأصدر عون تعليمات إلى كل القوات المسلحة للتعامل مع تداعية الانفجار وتسيير دوريات لضبط الأمن من جانبه رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب أعلن يوم الأربعاء حداداً وطنياً على ضح قلب وطنية محاولة يجب بذارة تحقيقات لمن سب الانفجار هذا قد قال رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب قال تفجرات لي حاسب وقد فمن ما فعل وأضف أنه سيتم توضيح تفاصيل المستودع الذي انفجر ووصفه بالخطير وأنه لا يستبق التحقيقات بتصريحته نتابع ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن هذا وعد للشهداء وللجرحة هذا التزام وطني ستكون هناك حقائق تعلن المستودع موجود العام الفتاش منذ سنوات لن نطبق التحقيقات الوقت الآن هو للتعامل مع الكارثة دياب نشد أيضا الدول الصديقة والشقيقة بالوقوف إلى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي أصابته إنني في هذه اللحظة أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة ومزيد من المتابعة معنا من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت مراسلنا سلمان عنداري ومن بيروت أيضا مراسلتنا لريسة عون أبدأ معك سلمان عنداري ما الذي يحصل بالضبط في مستشفى الأمريكي حيث أنت هل تزايد تعداد الإصابات ماذا عن القتل هل هناك أعداد جديدة حتى الساعة الرقم الرسمي 2750 مصاب أو جريح جراء هذا الانتجار وأكثر من 35 قتيلا أو ضحية جراء هذا الانتجار الهائل الذي حصل في بيروت هنا أمام مستشفى الجامعة الأمريكية فوضى عارمة هناك انتظار لبعض المصابين لبعض الأسماء لبعض الأهالي الضحايا الذين فقدوا الاتصال بأحبائهم بأقربائهم منذ ساعات معنا سيدة تريد أن تتحدث وتطلق صرفه ماذا تقول شو صار شو عندك زوجي له تقريبا أكثر أربعة خمسسوش بالبيت ما عم يشتغل ساقبة ده أول مبارح ينسل عالشغل عن اليوم نسل عالشغل وصار اللي صار وصرنا تقريبا من الساعة ستة وسبعة هون وبعد ما عرفنا خبر عنه طمنونا بس قلولنا ما حدا عم بيقلنا شي قلولنا ده قلنا منشون هم بالجامعة الأمريكانية يجينا قلنا خمس ساعات هون ما عرف شي عنه طب كيف ما نجل طيب والله يا سلام تعين المواطنين يبحث عن ذوي اقربات ازور من المواطنين تحاول قد المستطاع استيعاب العبد الهائل من الجرحة يعني قبل لغضات علمت بأن مستشفى المعونات في بيروت يعني أو مستشفى في بيروت أعلن بأنه لأن قدرته الاستبعابية وصلت المدى الأقصى وبالتالي هو غير تقدر على استيعاب مزيد من الجرحة أو مزيد من القضاء وصل لسيارة اسعاف سترك صورة متحفظ هنا عن الفوض تعارية عن الانتظار عن الغضاء عن حال الغضاء الشديد من المواطنين من أهالي القدوم وأهالي الجرحة لكن كبير في حتى اقرب هذه الصحية بعد الكبير اسمح لي سلمان هل سألتم هل سألتم أي مسؤول هناك سلمان اسمح لي على المقاطعة هل تقربتم من أي مسؤول ليضعكم في صورة هذا الارتباك الحاصل لماذا لا تكون هناك مستشفيات ميدانية وغيرها عن جهة الأزمة موسيقى المسؤول نعم يعني الاصابات يمكن القول بأن اهام مئة المسؤولات في الجنو وصلت توقف في محاولة للمساعدة فتح المساعدة الأخرى عدد من المساعدة وقالنا استعدادها في استقبل من الجرح ومزيد من المساعدة في هذا الموضوع وصلت الآن أيضاً سيارة جديدة للإسعاف لنقل بعض الإصابات هذا يعني وهذا يؤشر سامي إلى أن أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر منذ الساعة السادسة وبالتالي نحن نتحدث ربما عن أكثر من ثلاثة ألاف إصابة أكثر من ثلاثة ألاف جديدة الذي حصل في بيروت لتقريب الصورة أكثر يعني نقترب من مدخل الطوارئ في الجامعة الأمريكية لبيروت لمعرفة مزيد من التفاصيل كيف هي هذه الفوضى سيارات الإسعاف تنتظر أيضاً على الجهة المقابلة هناك سيارة أخرى تنتظر حتى يتم إجلاء الإصابات أو إدخال الإصابات والجرحة إلى داخل قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت أيضاً مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي كان قد حذر قبل ساعات من أن الساعة الاستيعابية للأسرة ولقسم الطوارئ في مستشفى بيروت الحكومية يعني قربة من قربتها قصة وهذا أشياء لفترة المطفول قصة هناك ساعشة لبللها من المنقود الحي المنطية أيضاً قرب من المرفأ هناك كارثة يتحدث البعض عن كارثة في هذا الحي بالتحديد كل الحياة في بيروت أيضاً يعني تعاني ومتضررة بشكل كبير جداً سامي جراء هذا الانفجار الذي حصل ونحن بانتظار مزيد من الأعداد يعني تصلنا الرسائل على هواتفنا لبعض الأسماء ويطلب مننا كصحفيين أن نبحث عن هذه الأسماء ولكن ننتظر تلابط الوارح على الإصابات نعم نصف ساعة من قبل الفريق الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت وأيضاً من قبل المستشفيات الأخرى إذن سلمان الإصابات ترتفع بشكل كبير سنعود إليك ولكن دعني سلمان أتقرب من مناسلاتنا أيضاً في السابعون في ساعة الأداف نحرف منها معلومة ربما تكون قد تحصت عليها حولها الانفجار وردود الأبعاد خصوصاً الأطراف السياسية الساعة وردود وردود أيضاً أكراتك يتحدث عنها سلمان في رسالتي المصدر التي تحدث إليها يمكن المستشفيات القادرة حالياً للتعام مع العدد الكبير للحالات والمصابين نتيجة الإنجال ويستأصلها واجهة منذ وقت منعاناً المستشفيات لإخلاء السلمة الحالات الهائل بصطلح ألات قارئة التي منقل حالياً ويستألت عدد جرح الهائل إضافة إلى أكثر من خمسين قاتيلاً كحصيلة أولية حتى الساعة مدينة بيروت منكوبة بكل ما للكلمة من معنى دمار في كل مكان فضلاً عن الدمار الشامل في مرفأ بيروت حيث وقع هذا الانفجار عند السادسة مساءً تقريباً بتوقيت بيروت رئيس الحكومة أعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني بينما يجتمع المجلس الأعلى للدفاع لبحث تداعيات هذا الانفجار المعطيات ما زالت متضاربة حتى الساعة ولكن الرواية الرسمية تتحدث عن مخزن لمواد شديدة الانفجار في مرفأ بيروت هذه المواد موجودة في مخزن في المرفأ منذ سنوات ولم توضع هناك حديثاً وبحسب الأمين العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قال لنا أن هذه المواد تم مصادرتها منذ سنوات ولكن ما الذي تسبب بهذا التفجير الهائل أو انفجار هذه المواد لا أجرب حتى الساعة سأعود إليك شكراً جداً لك من ساحة الشبادة في حدوث أي جديد أيضاً أشكر مواصلنا المال للبنداء وأرحب الآن بظيفي من بيروت الكاتب الصحفي مع أفعالها وهذا العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو وياب وأدو مركز الحال أهلاً وسلم بكم مع ضيوف أبدأ معك أستاذ من نتحرك عن هذه حاول وكيك قتل على الأقل الفين وكيك جريح في حيط الانفجار كيف يمكن المشهد بمعطي وتصريحات المنؤولين اللبنانيين تماماً ولكن قبل مساء الخير ودعم أولاً أن أثني على فني سكاي نيوز بيروت الذين يسمحون لي بالإطلال مباشرة عبر هذه الشاشة لا أبالغ إذا قلت بأن المكتب الذي أحدثكم منه هو اليوم تحول إلى حطام لا يوصف وبالتالي هؤلاء الجنود المجهولون فني سكاي نيوز يستحقون التنويه بهم سواء أكانوا في المكتب أو في الميدان لنعود إلى المشهد أولاً بالنسبة للانفجار كما قيل البعض من هذا الخراب يمكن أن تلقطه الكاميرا ولكن الأكثر منه الذي مصار البيوت والمكاتب والذي دمر فالجرود والذي دمر كامل من البيوت ما زال ينتظر عملياً أن يحصى وأن يدقق فيه منذ أن وقع الانفجار بدأت ما يمكن أن نسميه حرب الروايات وهنا فلنكن صريحين هناك يعني فريق سياسي جند أجهزته الإعلامية وأعني بهذا الفريق تيار الممانعة حزب الله حركة أمل ومن معهم للحديث عن انفجار سببه انفجار مجموعة من الألعاب النارية في أحد عنابر مرفأ بيروت ثم تدحرجت الرواية فتحولت إلى انفجار متفجرات كانت مخزنة ثم جاء من سرب رواية مواد كيموية ثم تتالت الروايات التي تنسج على هذا المنوال وهذا جميعاً هذه المصادر جميعاً هي مصادر فلنقل بشكل واضح أنها غير موضع ثقة ثم جاء رئيس الوزراء اللبناني فحاول أن يقزم هذا الانفجار بحيث بدأ لمن يستمع إليه أن الانفجار لا يعد كونه انفجار قارورة غاز في منزل وهو يتحدث فيما نحن نتحدث عن تدمير شامل لمرفأ بيروت عن تدمير شامل ولكن أستاذ لقمان اسمح لي على المقاطع لماذا يدفع حزب الله بالرواية منذ بداية الانفجار إلى أنه هذه يعني مستودع مفرقعات لماذا يدفع بهذه الرواية هل تمت شيء يخفيه لذلك يحاول تقديم رواياته الخاصة بكل بساطة يا سيدي دعنا نتذكر عشرات التقارير التي حفلت بها السنوات الماضية والتي تحدثت بشكل واضح بأن مرفأ بيروت في عداد مرافق مختلفة لا تسيطر عليها الدولة اللبنانية وإنما هي خاضعة لسيطرة العصابات والميليشيات وبالتالي ما أريد أن أختم به بشأن كلام رئيس الوزراء رئيس الوزراء حاول أن يقزم من شأن ما حدث لست أدري حتى عندما يتحدث رئيس الوزراء عن محاسة تحميل مواطن مهما على شأنه ومهما على كعبه كان مدنيا أو مسكريا يمكنه أن يتحمل مسؤولية ما جاء وما زال يجري فللتذكير هناك العشرات من الموجودين نحن لا نتحدث عن عدد جرى إحصائه بشكل كامل نتحدث عن نكبة حقيقية من يمكنه أن يحقص على نكبة طيب أشرت لي تصريحات حسان دياب سيد لقمان دعني أسأل دكتور خطار أبو دياب حول هذه النقطة دياب يقول بأنه هذه الكارثة لن تمر دون عقاب هل هذا طريح مجد لماذا تضع المحفظ في هذه حسن بيروت ربنان الكلام سيد حسان دياب هو من أجل تأكيد تلك الرواية المحبوبة وأعتقد أنه غير مكنع كل ما قيل حتى الآن غير مكنع يعني عندما يتكلم مرصد الزلازل الأردني عن زلزال بقيمة أو بدرجة 4.5 من مكاس ريكتر هذا يعني أن هناك شيء كبير حصل من يرى الفيديوهات ويرى كيف تم الانفجار وهو موجود أنا كنت موجودا على بعد 35 كم من مكان الانفجار وكأن الأرض عصفت ولذلك هناك حدث غير مسبوك تدمير غير مسبوك كأن كنبلة نووية تكتكية صغيرة ضربت بيروت علينا على الحكومة قول الحقيقة على مجلس الدفاع الأعلى قول الحقيقة للناس هناك تحقيقات جيدة جدا لكن تغطية السماوات بالقبوات وأعطاء روايات من نوع تخزين ومصادرة مواد أنا سألت بعض العارفين الجيش اللبناني لا يخزن هناك مواد هو الأمن الداخلي لا تصادر هل هل أن الجمار مصادر وهل يمكن ماذا تخزن سنوات طويلة هذه أخبار مثل أخبار المفرقعات والمواد الكيميائية كلها غير مسنودة هناك إذن ضرورة لقول الحقيقة هناك نكبة وطنية هناك عشرات بل ربع من مئات المفقودين هناك أحياء دمرت هناك مسئولية المسئولية لا تعالج بتصريح من الشخص الموجود في الصراعي ريمة عساف أيضا الكاتبة الصحفية نأخذ رأيها في هذه النقطة تحديدا هناك روايات متضاربة داخل الحكومة اللبنانية في حد ذاتها ما يثير تساؤلات عن حقيقة بالفعل ما الذي حدث لماذا هذا الارتباك في التصريح طبعا بالنظر إلى حجم الكارثة التي حلت بلبنان اليوم فإن الارتباك الحاصل كان متوقعا خصوصا عند هذه الحكومة التي لا شيء أفيدها ولا تعرف بيئا عندما يعد اليوم الرئيس حسان يجيب هذا المساء أنه سيكشف الحقائق وسيحاسب وإلى آخره لا حد في لبنان يصدق أن الرئيس السناب وأن حكمة الرئيس حسان قادرة أن تحاسب أو أن تكشف شيئا بهذا الحجم وما سواء كانوا يدركون ما هي الضقيقة لن يجرؤ على قولها ليست هذه الحكومة التي يمكن أن تحاسب الروايات متعددة ولكن أريد أن ألفت النظر لا أحد يمكن أن يجزم اليوم ما هي الحقيقة فيما حصل لأن ما حصل هو أعتقد أنه أمر معقد جدا وليس بطريقة التي يمكن أن نكشف ما حصل اليوم ولكن ما كان موليبا هو دور الرواية المؤكسة في بداية التي تذكرتنا بخبرية أبو عدس عند مغتيل الرئيس الحريقي رواية المفرقعات وليس رواية أبو عدس كان هناك من يريد إخفاء شيئا في تلك الرواية التي ظهرت في الدقائق الأولى كيف علموا أن هناك مفرقعات وكيف تبركت تلك الآلة الإعلامية هذه القصة هذه بحد ذاتها تدعو إلى طرح مئة علامة استفهام طبعا هناك شيء كبير حصل اليوم في لبنان سنتبين حقيقة هذه الأمور ولكن لا نتوقع أن نعرف شيئا من تحقيقات ستجريها الحكومة أو السلطات الرسمية ولكن كما تجري العادة في لبنان تحصل أمور كبيرة تتوى في الأدراج وتترك الأمور للتحليل بين الناس والمحللين وإلى آخره ولكن أن نتوقع أن تكشف من خلال هذه الحكومة أو هذه السلطة طبعا لا هناك فضيحة هناك فضيحة بالحد الأدنى هناك شيء ما ضخم انفجر في هذا المكان أينهم من هو المسؤول لم يستقل المسؤول واحد مدير المرفأ مدير الأشغال الحكومة لا أدري ماذا هي الفضيحة بحد ذاتها يعني مواد يخرج رئيس الحكومة يتحدث عن مواد مخزنة منذ ست سنوات مواد شديدة الانتجار مثل ما وصفها يعني عباس إبراهيم مواد شديدة الانتجار موجودة في قلب منطقة سكانية في قلب العاصمة هذه هي الفضيحة هل هذه المواد سيدة ريمة هل انفجرت لوحدها أم بفعل فاعل الكثير من التساؤلات تطرح في هذا المجال نعم طبعا لا ندري يعني لست محققة ولو يمكن أن أعرف ولكن إذا نحن أردنا أن نقرأ الأحداث يعني ما هذه الصدفة أن تنفجر هذه المواد في هذه اللحظة بالتجامن مع التفجيرات التي نراها في المرحلة الأخيرة تقريبا يوميا في إيران ويشبه بعضها يعني موضوع الحرائق وإلى آخره وكيف يعني صوضفة أن تنفجر هذه الأمور قبل يومين من قرار المحكمة الدولية وكيف يصدف أن يحصل هذا الأمر أيضا في عز التوتر والتهديدات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يعني لسنا سدرج لحتى يعني نصدق أي رواية سنتحدث عن التوقيت سيدة ريمة عساف ولكن أنت أثرت مسألة هذا المستودع حتى حسن دياب يقول بأنه المستودع الذي وقع فيه الانفجار خطير وموجود منذ ست سنوات أسأل هنا أستاذ لقمان لماذا تصمت الدولة اللبنانية طوال كل هذا الوقت على هذا المستودع الخطير وبالتالي هل الحكومة اللبنانية الآن تدين نفسها بهذا التصريح تماما وهنا دعني أستطرد على ما قالته الضيفة الكريمة في موضوع التحقيق لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى يطالب بتحقيق دولي لأنه لا يثق لا بهذا القضاء ولا بأجهزة الأمن ولا بالحكومة وبالتالي أظن بأن الخلاصة أو إحدى الخلاصات التي سوف يتمخب عنها الساعات المقبلة هي المطالبة مجددا بلجنة تحقيق دولية أما لماذا يوجد مثل هذه المستودعات في مرفأ بيروت فكلنا يعلم بأن مرفأ بيروت هو إحدى مغاور من جهة الفساد المشترك وهو من جهة أخرى أحد المرافق الأساسية التي لم يني حزب الله يعني يستغلها سواء في تهريب البضائع التي تدخل إلى الأسواق اللبنانية والسورية وغيرها ويستغلها لمآرب أخرى لا أريد أن أذكر بكثير من التقارير التي يعني صدرت وأكدت بأن هذا المرفق غير خاضع لسلطة الدولة وبالتالي لا أظن بأن هذه الدولة التي سكتت طوال السنوات الماضية عن واقع حال من هذا القبيل يمكنها أو يمكن أن ننتظر منها الحقيقة بشأن ما جرى وأؤكد ما يجري مرة أخرى هذا الانفجار اليوم مع كل تداعياته التي لم تنتهي يؤكد المؤكد بأنه لا يمكن إدارة بلد بدولتين لا يمكن تأمين شعب بدولتين اليوم انفجر التعايش بين الدولة والدولة للأسف أن المئات من اللبنانيين يدفعون ثمن هذا الانهيار في أرواح أقربائهم وفي أملاكهم وأرزاقهم ولكن ما جرى اليوم هو انفجار معادلة التعايش بين الدولة ودولة الميليشيا ولم يخلف فقط ردود أفعال داخل لبنان سيد لقمان وإنما هناك ردود أفعال عربية وعند نريد بعض هذه الردود حيث اعلنت تنظرة الخيارجية السعودية عن وقوة المملكة وتضامنها بشكل كامل مع الشعب اللبناني من جهتي أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أوامره بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان كما أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وقوف دولة الإمارات مع الشعب اللبناني وتضامنها معه في هذه الظروف الصعبة كما أعرب كل من الأردن ومصر والعراق والبحرين عن بالغ الأسى لما حدث في بيروت وأكدوا تضامنهم الكامل مع لبنان حكومة وشعبا وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الانفجار الذي وقع في بيروت من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة إلى لبنان من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من المبكر التعليق على الحادث فيما عربت القيادة الوسطى في البنتاجون عن قلقها حيال وقوع خسائر بشرية في الانفجار مضيفة أنها تتابع التقارير المتعلقة بالحادث كما عربت الخارجية الفرنسية ووزيرها جون إيذ لدريون عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في أعقاب الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعداد لندن لتقديم كل ما بوسعها من دعم لبيروت أيضا وزير الخارجية الإيراني محمد جواذ ريف قال إن بلاده تقف على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة بأي طريقة للبنان دعونا نتابع بعض ردود وشهادات بعض المصابين في الانفجار الذي وقع في بيروت سمعت أول انفجار لا تشوف رح تشوف شو صار ملاحظت 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 أنه كان حيكون في تاني واحد في الانفجار وانفجر الأزيزة كنا عادين بالبيت بلاشنا نسمع مقصود في الرقاع نحن نفكر ما قالنا لو بركنا على البوركيش كونتينر عم بفرق ومش أدري يطفو وشمي باشه طرنا أعود أعود مرة أخرى لضيوفي لتفكيك المشهد وأعود لدكتور خطر أبو دياب تابعنا حتى الكلمة لغسان دياب حسان دياب عفوا كيف طالب الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الدول التي أدت حقيقة يعني استعدادها وتقديمها المساعدة للبنان ما الذي يمكن أن تقدمه كل هذه الدول برأيك يعني بالطبع المساعدات الإنسانية والصحية مطلوبة هناك من يتكلم مثلا عن تدمير مستودع لأدوية الأمراض المستعصية هناك كما قلت الأمن الغذائي في لبنان أهراءات القمح كما تخزين المواد الطبية والغذائية يمكن أن يكون قد حصل ضرر كبير شريان مرفأ بيروت شريان حيوي كبير بالنسبة للبنان استبداله ليس بالسهل من هذه الناحية أظن ستصل المساعدات الإنسانية والصحية لكن أعتقد المساعدة الأجدر أن تقدم إلى لبنان من قبل أن يكون هناك حد أدنى من المفاق الدولي والإقليمي على إنقاذ لبنان فعليا أعتقد هذه فرصة اليوم للكلام في السياسة للكلام عن أن هذه المنظومة الفاشلة ولا عهدها بكل أركانها وأنه لا بد من أخذ رأي المطرييرت الراعي بعين الأعتبار هذا الكيان اللبناني في ذكراها المئوية الأولى مهدد يمكن أن يكون مهددا أكثر ولذلك فقط عبر الحياد عبر النائب النفس فعليا عبر أعطاء الأولوية للبنان على كل ما عداها لا يمكن إنقاذ هذا البلد هذه هي المساعدة المنتظرة أن يساعد العالم لبنان لأن البعض في لبنان لا يريد مساعدة نفسه حتى الآن هذا الذي ثبت ولكن يجب عدم ترك لبنان فريسة لمحور معين ويجب عدم ترك لبنان يموت كما رأينا علامات هذا الانفجار من خلال هذا الانفجار اليوم سأعود إليكم جميعا ضيوفي ولكن مضطر للذهاب لمراسلنا سلمان عنداري الموجود في المستشفى الأمريكي في بيروت ليعطينا مزيد من المعلومات بعض التفاصيل المتعلقة بالجرحة وربما القتلى والتداعيات التي حدثت اليوم والكارثة حقيقة التي وصفها البعض أنها كارثة في بيروت سلمان يعني هي كارثة حقيقية نكبة حقيقية سامي في بيروت العاصمة اللبنانية هي حصل انفجار غير مسبوق اليوم هنا أمام المستشفيات فوضى عارمة هناك أحباء أو ذوي ضحايا ذوي مصابين ذوي مفقودين يبحثون عن ذويهم أقربائهم أبنائهم في محاولة لمعرفة التفاصيل منذ الساعة السادي سفقد لدينا قصة لهذه السيدة هناك سيدة تريد أن تتحدث عن هذه القصة حجي خبريني كنت عم تبرمي على ابنك وين بيشتغل وشو صار؟ على البور على البور بيشتغل وصل على المتجار بقلولنا بهذا المستشفى كل الساعة بقلولنا بالله نفتشفى هذا بالبعدة المستشفى برمنا كل المستشفىات ما نبين له أثر شو بالطالبة الدولة اللبنانية الأجلسة؟ بس بدي عرف وينه بس بدي عرف وينه بس بأي مستشفى وين هذا بس بدي عرف وينه وين بيشتغل بالزبط بالمرفع؟ بله على البور بيشتغل وابعرف سلمتوا إن شاء الله سامي هي قصة من القصص العديدة هنا مئات المواطنين ينتظرون أي أخبار جديدة عن ذويهم أي أخبار جديدة عن أبنائهم عن بناتهم عن أقربائهم عن أزواجهم هذا هو المشهد في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بعض المصادر الإعلامية اللبنانية تحدثت من مطار أو من مرفأ بيروت بأن هذه المادة المشتعلة التي خلفت الانفجار عبارة عن مادة الألمينيوم عبارة عن 2700 تون من مادة الألمينيوم أقول إنها معلومات أولية ومعلومات محلية من تلفزيونات أو شاشات محلية لبنانية تتحدث عن هذا الموضوع حتى ساعة ملابسات الحادث ما تزال غامضة رغم تصريح المسؤولين في لبنان الغضب كبير جدا في بيروت يقال بأنه بعيدا عن هذه الكارثة بعيدا عن توزيع الاتهامات والمسؤوليات هناك أكثر من 3000 جريح وأكثر من 50 شخصا سقطوا ضحايا جراء هذا الانفجار الأضرار هائلة جدا هناك بعض المستشفيات فقدت قدرتها الاستيعابية على استقبال المرضى وهناك منشدات من نقبات من أطباء من ممردين من متبرعين للتبرع بالدم للحضور هنا إلى هذه المستشفيات هناك مستشفيات أيضا في صيدة جنوب لبنان فتحت أبوابها أمام الجرحة وأمام الأعداد الكبيرة للجرحة للمصابين جراء هذا الانفجار الضخم الذي هز بيروت إشارة أخيرة إلى أن أعداد المفقودين كبيرة جدا هناك ابتصالات ترد إلى الصحفيين عبر الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأقرباء لأصدقاء لأزواج فقدوا منذ الساعة السادسة مساء لحظة انفجار أو حدوث الانفجار في بيروت لا يوجد أي معلومات عن عدد كبير من الأشخاص ومن المواطنين جراء هذا الانفجار وهناك بحث من قبل فوج الإطفاء من قبل الإسعاف من قبل الصليب الأحمر والأجهزة الأمنية على هؤلاء للأتمانان عليهم هذا هو الواقع في مستشفيات بيروت فوضى عارمة ضغط كبير على النظام الصحي في لبنان علما أن هذا الانفجار هو الأول من نوعه والأعنف في تاريخ لبنان شكرا جزيلا لك سلمان عنداري على كل هذه التفاصيل وسنبقي أعيننا معك لمتابعة كل التطورات التي ترد خصوصا عند المستشفى الأمريكي وحالة المستشفيات التي يبدو أنها فاقت قدرتها الاستعابية على استقبال الجرحة نحن نتحدث هنا عن نحو ثلاثة ألاف جريح خمسين قتيل بالإضافة إلى المواطنين الذين يبحثون عن ذويهم هناك حالة قلق تدب في صفوف المواطنين الذين ربما فقدوا أحباءهم في هذه الانفجارات أعود لريمة عساف الكتبة الصحفية نتحدث على اجتماع أعلى لمجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبداب بدأ منذ ربما ساعات ما المتوقع أن يخرج منها ريمة طبعا يعني كما تعودنا في لبنان سيخرج الآن بيان يستنكر ويقول يعني يشبه ما جاء في كلام هما للتحديد للوصول حقيقة من المسابة الفاعلين هنا أمور الشائية تعودنا عليها في لبنان من هذه السلطة طبعا نحن لا نشكت ربما بنوايا الكثير من بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية ولكن هناك فرق بين النواية وبين القدرة على تحقيق أي شيء يعني نحن فعلا لبنان هو بلد مخطوف اليوم هناك استحالة لتحقيق أي أمر ينتظره اللبنانيون ويكون على مستوى هذه الكارثة التي حلت بنا اليوم أي اجتماع سيحصل من الآن نحن فقدنا الأمل في هذه السلطة فقدنا الأمل إما لأنهم عاجزون وإما لأنهم فاشلون وإما لأنهم متواطئون تعددت الأسباب والنتيجة واحدة النتيجة أننا فقدنا الأمل وأن الشعب اللبناني فعلا اليوم هو محبط لأنه لم يعد يستطيع أن يتأمل بشيء أو بأحد في هذه الدولة الفاشلة فعلا هذه هي قمة الكارثة التي نعيشها اليوم يعني لبنان مر دائما بظروف صعبة ولكن الأصعب عندما تفقد الأمل اللبنانيون اليوم تحدثت مع الكثير من اللبنانيين اليوم هم فقدوا الأمل أمام هذا المشهد الكارثي فإنك تحتاج إلى رجال دولة يستطيعون أن يواجهوا أن يقفوا أن يعطوا الناس حقهم ربما يعزوا هؤلاء الناس ولكن بأي شيء يمكن أن يتأمل اللبناني لا بالداخل ولا بالخارج يعني علاقة لبنان حتى مع الخارج كنت تحدثت قبل قليل أن معظم الدول طبعا عرضت مساعدة لبنان ولكن هنا نتحدث عن بعض المساعدات الإنسانية ولكن لا ننسى أنه بالأمس استقالة وزير الخارجية اللبنانية نصيب حتى كانت فعلا مدوية تحمل الكثير من المعاني هذه الاستقالة تعني أن لبنان أصبح منقصلا عن العالم لبنان معزول لا تكفيه اليوم أن تأتي بعض المساعدات من هنا أو الحصول نعم وبالتالي ريمة هل أحداث هذا الحدث اليوم الكبير الذي حدث اليوم وخلف ردود أفعال دولية هل يمكن أن يحرك حجرا في المياه السياسية الراكدة داخل البلاد هو يعني لا نتوقع أن يحرك حجرا إذا لم يحركوا هم أحجارهم داخل هذه الدولة قالها لدريان ساعدوا أنفسكم لنساعدكم إذا كانوا لا يريدون مساعدة أنفسهم كيف سيساعدهم العالم هذه هي الكارثة في لبنان يعني طالما هناك قوى متحكمة في هذا البلد تلك القوى المتحكمة ربما هي هي العائقة الأساسي أمام أي تغيير في الموقف الدولي حيال لبنان ماذا يطلبون؟ يطلبون الإصلاحات الخارج يطلب الإصلاحات والداخل يطلب الإصلاحات ما هي هذه المطالب التعجيزية المطلوبة من هؤلاء الموجودون في الحكومة اليوم؟ لماذا لم يمفضوا الإصلاحات؟ يعني إذا بقيت الأمور على حالها نحن لا نتوقع من أحد أن يساعدنا إذا لم نساعد أنفسنا نعم أستاذ لقمان حزب الله يطالب جميع القوى الوطنية للتضامن من أجل تجاوز أثار المحنة التي شهدتها بيروت اليوم هل وقت التضامن أكثر من أنه وقت لتقاضف المسؤوليات؟ ما رأيك؟ يعني للأسف الشديد هذا الخطاب هو الخطاب المعهود من حزب الله كلما جرى لبنان مباشرة أو غير مباشرة إلى كارثة ما حزب الله لا يطالب اللبنانيين بالتضامن معه إلا عندما يصل بهم إلى شفير الهاوية أو يسقطهم في الهاوية ولكن نتعج التحقيقات لم تحصل حتى الآن وهنا بيت القصيد فلنعود إلى مسألة التحقيقات في العام 2005 ارتأى مجلس الأمن أن القضاء اللبناني غير قادر وغير مؤهل للتحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري وأظن بأن القضاء الذي عجز عن التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري لن يتمكن من التحقيق في الجريمة وأشدد الجريمة التي شهدتها بيروت بعد ظهر اليوم وبالتالي اليوم المساعدة المطلوبة هي التدخل لإنقاذ لبنان واللبنانيين التدخل الإقليمي والتدخل الدولي لكف يد الدولة ولمساعدة اللبنانيين على محاولة استعادة حياة وطنية سياسية ما هو المطلوب لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه وأن يبقى لبنانيون في لبنان كما تفضلت ضيفتك الكريمة من لم يكن قد نوى مع الانهيار الاقتصادي أن يغادر فلا شك بأنه بدأ هذا المساء يعد العدة للفرار من لبنان دكتور خطر أبو دياب ما رأيك في هذه النقطة وأيضا هل يمكن أن نغفل مسألة التوقيت يعني ربما الانفجار وقع قبل أيام من النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وبالتالي هل ثمت دلالات في التوقيت برأيك؟ نتكلم كيف يمكن بدء الانقاذ وكيف يمكن لما يسمى المجتمع الدولي مساعدة لبنان واللبنانيين فكرة التحقيق الدولي أو كشف الحقيقة حول هذا الموضوع مهمة جدا لكن نعلم أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يكون هناك فيتو من دولة معينة بيد أن هذا لا يمنع من قيام نوع من تحقيقات خاصة موازية من أجل قول الحقيقة للناس بإطار دولي معين ومن ناحية أهم كما قلت دعم فكرة البطيارات الراعي من أجل حياد لبنان ودعم ذلك عبر نص ملزم من الأمم المتحدة أعتقد ربما البعض يعتبر ذلك مثاليا أو أفلاطونيا لكنه قابل للتحقيق يعني لبنان بلد عانى كثيرا منذ 1968 إلى اليوم ولم يعد بإمكانه أن يعاني أكثر ومن ناحية عملية الآن ربط التوقيت نحن في صيف استحققات صعبة عدل كارثة الاقتصادية وما يحصل على صعيد الصراع الإقليمي ما يحصل من تفجيرات في إيران وما يحصل في سوريا كما في العراق نحن أمام الصيف ساخن بكل معنى الكلمة وأمام استحقاق على المحكمة الخاصة بالطيال الشهيد رفيق الحريري كما أمام التجديد لليونفل في جنوب لبنان آخر هذا الشهر هذه الاستحقاقات تتراكم لكنني أميل للاعتقاد أن الذي حصل هذه الليلة لا يمكن ربطه بأي حدث من دون الوصول إلى معرفة كل الحيثيات لكن من حيث الأهم عدم سيطرة الدولة على مرفقها هو السبب بذلك السبب أن الدولة اللبنانية لا تسيطر على هذا المرفق ربما لا تعلم ماذا يوجد في العنابر هذه فضيحة بحد ذاتها المطلوب إذن نعم المطلوب الآن أن تتسلم هذه الدولة قرار الحرب والسلم المطلوب أن تكون دولة بكل معنى الكلمة البعض يقول أن ذلك خيالي ولكن كما أقول المطلوب بحد ذاتها فاشلة لكن لا زال هناك حل الفرصة المواتية دكتور خبر أبوديان لاستعادة الدولة لسيطرة على زمام الأمور في بيروت ليس فقط الموانئ هناك المطارات وهناك العديد من المنشآت الحيوية في بيروت هي خارج سيطرة الدولة هل سيكون الوقت برأيك مناسب لاستعادة الدولة لكل هذه الأمور؟ الليلة هناك نائب لبناني أعلن أنه سيستقيم من مجلس النواب كان هو أول شهيد حي في مسلسل الإغتيالات التي بدأت في تشرين أول 2004 هو النائب مروان حمادي والوزير السابق ولذلك يجب نعم على هذه المنظومة أن ترحل وأن يتم وضع لبنان مؤقتاً في وضع مؤقت دولي لحماية لبنان والإنقاذه لبنان السيناريو البنزولي كما السيناريو اليوناني كل السيناريوهات السيناريو السومالي ما سيحصل في لبنان ربما يتجاوز كل هذه السيناريوهات لأن هناك نوع من استهداف كبير للبنان وجعله ضحية محيط الجيوسياسي وضحية لعبة إقليمية تتخطاه كبيراً لحظة الإنقاذ ممكنة إذا تبقى من ضمير عند بعض السياسيين في لبنان وإذا كان هناك إرادة لبنانية بعدم السماح بموت لبنان كما هو قرار صادر عند البعض بحكم الإعدام عليه من أجل مصلحة دول خارجية أخرى ابقى معنا دكتور خطار أبو دياب وباقي ضيوفي نرد بعض التفاصيل التي حدثت اليوم محافظ بيروت مثلاً مروان عبود فات باختفاء رجال الإطفاء التابعين للبلدية الذين توجهوا لموقع الانفجار من أجل إخماد الحريق وأشار إلى استمرار عمليات البحث عنهم نتابع كان في حريق يتبلغ فوج الإطفاء أنه في حريق يأتي العناصر كرمالي طفوا عنا عشر عناصر وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين إني مش ان هيك انا نجاي يفتش عليهم بعد الحريق بعد الحريق طلع انفجار هني راحوا بالانفجار الاول لا الانفجار اللي تلي الحريق اوكي يعني الانفجار الاول كان ناتج عن الحريق ما منعرف كان في حريق اجوا طيطفو بعدين طلع الانفجار اختفيوا العناصر نحن عم نفتش عليهم كما شبه محافظ بيروت مروان عبود الانفجار الذي وقع داخل مرفأ بيروت بتفجير هيروشيما وانا كذاكي داعين الشعب اللبناني للتحلي بالقوة والشجاعة لتجاوز هذه النكبة انه يشبه ما حصله باليابان بهيروشيما وانا كذاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة هيده نكبة وطنية هيده يعني مصيبة على لبنان يعني ما منعرف كيف بدنا نطلع منا ما منعرف بهالأيام نحنا كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكيرسي هيده يعني بدنا نظل قوية بدنا نظل نتميلك حالنا نمتلك الشجاعة بس كتير هالأدي كتير فرد مرة على شعب من جهته وفي تصريح الاسكاي نيوز عربية تحفظ مدير الأمن العام اللبناني لواء عباس إبراهيم عن المعلومات بشأن المخزن الذي أحدث الانفجار مؤكدا سقوط قتلى في مكان الحادث هناك مخزن مواد متفجرة مصادر بالمرفع يبدو أنه حصل انفجار داخل المخزن تابع لمن هالمخزن مين شابه أنا بتحفظ هذا موضوع بيدي مصادر حين توصل المخزن من سنوات موجود من سنوات موجود يبدو هيت يبدو هيت صحيح شو المد يعني شو فحو المخزن أنا مني خبيل متفجرة أنا بقللي شو المعلومات الموجودة عنكم الأدى عنكم نعم شو مطلوب هلأ شو عدد حضرت اللي هو شو المطلوب هلأ 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 أول شي مطلوب أول شي مطلوب إخلاق الجتاة إخلاق الشهداء والجرحون من أرض الانفجار قد لهيت ما في شي هذا وقد أدى الانفجاران لذاني وقع في مرفع بيروت لتضرر العديد من المناطق في العاصمة اللبنانية وقد أحدث الانفجاران أضراراً مادية في بيت الوسط منزل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وأكدت مصادر لبنانية أن الحريري بخير ويتابع اتصالاته عقب الانفجارين ونتابع أيضاً هذه الصور من كاميرات مراقبة داخل بعض المكاتب والمنازل والتي تظهر حجم الدمار الذي خلفته هذه الانفجارات وهذا الانفجار في داخل السكان وبعض المساكن حتى أنه أب رأيناه كيف حاول إنقاذ ابنه خلال هذا الانفجار أعود لضيوفي وأذهب لأستاذ لقمان أستاذ لقمان حقيقةً الكثير من الروايات كما قلنا تم الحديث عنها وهناك الكثير من المسؤولين أدلوا بتصريحات بدت وكأنها متضاربة كما ذكرنا وحتى أنه هناك حديث عن أثار نترام أو نترات الأمنيوم على السكان هل نتوقع أن تكون لهذه الانفجارات وهذا الانفجار تدعيات ليس الآن فقط وإنما مستقبلية يعني دعني أعود إلى ما سمعناه على لسان محافظ مدينة بيروت خلال حديثه الصحفي أولا حتى الساعة لا أحد يعلم تمام العلم ما جرى ولا رواية رسمية فنحن لا نعلم إذا كان الحريق قد سبق الانفجار وإذا كان الأمر يتعلق بانفجار أو بانفجارين وهناك معلومات تقول بأن انفجارين متزامنين حصلوا في مرفأ بيروت وبالتالي نحن أمام اضطراب في الروايات يعبر بشكل واضح عن غياب لما نسميه الإدارة والدولة وبطبيعة الحال هذا الاضطراب ينعكس على كل التداعيات المقبلة أنا لست خبيرا في المواد الكيميائية ولكن ما يعنيني هو رواية الموضوع الكيميائي وكلنا يعرف بأن هذه الرواية سربت في عداد روايات أخرى وبالتالي هل يجب أن نحملها على محمل الصدق أم أن نشكك فيها أيضا؟ لا لا حتى لو أحملناها على محمل الصدق أستاذ لقمان ألم يكن بالإمكان أن تتلف هذه المواد شديدة الانفجار أو تنقل إلى مكان آمن بدل بقائها في مرفأ حيوي فيه يعني حركة وبالتالي يؤثر بشكل أو بآخر بطبيعة الحال على بيروت وبالتالي بطبيعة الحال حتى لو أخذناها على محمل الجد فهي تدين المسؤولين ليس كذلك تماما تماما هذا ما أردت قوله بأنه حتى إذا افترضنا أن في الأمر إهمالا ما ففي هذا الإهمال إدانة ليس فقط لأشخاص وإنما إدانة لمنظومة سمحت أن يدار مرفق عام بحجم مرفأ بيروت وبأهميته بهذه الخفة وبهذه الاستهانة وبهذا الإزدراء بحياة جيران هذا المرفق الحيوي نحن اليوم أمام سقوط من جهة أخلاقي للسلطة السياسية في لبنان وسقوط تقني أيضا فعندما تتضارب الروايات إلى هذا الحد ويخرج كل مسؤول بزعم ما يعني يكون هناك مشكلة وهناك أمر آخر لا يتدنى خطورة هو بعض التصريحات التي سمعناها خلال الساعات الماضية والتي حاولت أن تقزم مما جرى وأن تركز على فكرة تحميل المسؤولية لبعض الصغار المسؤولين مهما على ترتبهم هناك إرادة سياسية بعملية التطفيف مما جرى وهذا يقودني إلى أن أكرر ما قيل خلال هذه الحلقة بأن هذه الروايات تذكر بأبو عدس وبأن أربعة أب 2020 يذكر بـ 14 أشباط 2005 حتى ثبوت العكس للبنانيين كل الحق بأن يشككوا بكل كلمة يقولها مسؤول لبناني مدني أو عسكري أو أمني أيضا سيدة عساف نتحدث عن البعض يربط بين الانفجارات والأحداث الأمنية والعسكرية التي حدثت مؤخرا على الحدود مع إسرائيل هل يمكن ربط ما حدث اليوم من انفجارات مع ما تقوم به إسرائيل في المنطقة رغم أن إسرائيل نفت تماما مسؤوليتها وراء هذه الأحداث نعم طبعا يمكن الربط يعني بنظرة المحللين يمكن الربط بين الأمرين يعني هذا ما حصل اليوم يأتي في سياق هذا السياق جزء أساسي منه ما يحدث من توتر الآن على الحدود مع إسرائيل وما شهدناه من عمليات عسكرية في الأيام الماضية وتهديد حزب الله بأنه لم ينتهي الرد على مقتل أحد عناصره في سوريا وأنه سيرد وكنا بانتظار بعد ساعات كلمة للسيد حسن نصر الله عشية قرار المحكمة الدولية ولكن طبعا لا يمكن فصل أي تحرك أو أي حدث بهذا الحجم مع ما يجري في الإقليم بشكل عام وإلا لا نتكلم بواقعية لا ندري حتى الساعة حقيقة الأهداف من وراء ما حصل أو طبيعة هذا التفجير الذي حصل ولكن أيا يكون فإن الأمر موضوعي أن نضعه أيضا وهذا الاحتمال يجب أن يوضع في حساب أي محلل أو أي متابع أو أي محقق يعني يتابع اليوم ويريد أن يعرف حقيقة ما حصل يعني هنا أقرأ أيضا أن لواء عباس إبراهيم قبل قليل يتحدث أن هناك 2700 طن من مادة الأمونيوم هي التي مخجرت وكانت في طريقها إلى إفريقيا هذه من ضمن الروايات المتعددة التي تصدر بين الحين والآخر يعني تحدث عن أنها تطبيقها إلى إفريقيا من مصدق ما هي الحقيقة هذا الالتباس وهذا التخبط في الروايات الرسمية يدعنا يزيد من شكوك الناس كنت سألتني قبل قليل عن معاني التضامن الذي يجب أن يبهره اللبنانيون مثل هذه اللحظة يعني معك حق 100% التضامن هو المطلوب بين الشعب اللبناني في هذه اللحظة ولكن المطلوب أيضا التضامن من أجل المطالبة بالحقيقة ومن أجل المطالبة بحماية أرواحنا وأنا أعتقد أن هذا الحدث يؤسس يؤسس لعودة الانتفاضة إلى الشارع هذه الانتفاضة ربما هي الأمل الوحيد الذي يبقى لللبنانيين بعد أن تخلى عنهم العالم لم يعد يبقى أمامنا إلا أن نثبت أننا نحن بأيدينا قادرين على قلب هذه الصبقة السياسية وهذه المنظومة الفاسدة والفاشلة التي أوصلتنا إلى حل الموت والانهيار والأحضار دعني أنقل هذه الفكرة سيدة عساف للدكتور خطار أبو دياب هل هذا الحدث بالفعل يؤسس الانتفاضة جديدة في لبنان بعد الفشل الذي ظهر على كل المستويات في إدارة الدولة اللبنانية أخرها استقالة وزير الخارجية بالطبع مع هذا الحدث بلغ السيل الزباب يعني هذه الروايات عن نقل الانتراط الأمونيوم إلى إفريقيا أو تخزين مواد كل هذا غير مقنع هناك فشل محكم للدولة هناك سقوط لهذه المنظومة هناك نوع من استغباء للبنانيين يتوجب على هذه السلطة أن تذهب ويتوجب استبدالها بسلطة مؤقتة من أجل الوصول إلى انتخابات تقرر مصير الشعب اللبناني من غير المعقول الاستمرار مع هكذا منظومة وزير الخارجية المستقيل بالأمس كلامه في خطاب الاستقالة كان مضبطة اتهام بحق هذه الدولة وبحق القيمين عليها هناك قوة متحكمة تخدع لبنان لمحور معين تعزل لبنان عربية ودوليا المساعدات لا تعني فك العزلة فك العزلة يتم من خلال استعادة الروحية اللبنانية رسالة لبنان ككيان في التلاقي وليس من أجل أن يكون معزولا عن محيطه العربي وعن أصدقائه الحقيقيين من دون ذلك ومن دون هذا الوعي الشعبي هناك وجوب الآن إذن من أجل عدم السقوط في خانة اليأس ومن أجل إعادة انطلاق للكوى الحية عند الشعب اللبناني بكل مكوناته من أجل إنقاذ الوطن قبل فوات الأوان نحن نتحدث هنا عن أرقام جديدة دكتور خطار دياب وبقي ضيوفي نتحدث عن 73 قتيلا تريدها وزارة الصحة اللبنانية و3700 جريح في هذه الحصيلة الجديدة وبالتالي أستاذ لقمان الأمور مرشحة للارتفاع وبحسب هذه الأرقام فإن الذي حصل اليوم كارثة بالفعل يعني يا سيدي لن نكرر بما فيه الكفاية بأن من رأى مشهد بعض مناطق وأحياء بيروت فورا حدوث الانفجار وبعد ذلك يتوقع أن ترتفع هذه الأرقام أكثر وأكثر يعني حتى الرقم 73 يبدو لي بأنه مرشح لربما دعني أورد أيضا الرئاسة اللبنانية أستاذ لقمان على تويتر رئيس الحكومة أكد على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين وهنا نطرح أكثر من تساؤل حول ضرورة وجود حالة الطوارئ في البلاد تماما يعني هذا موضوع أساسي لأن الحكومة كانت تحاول أن تتحين كورونا وأن تتحين تداعيات هذه الجائحة لكي تعلن حالة الطوارئ ولكي تحول بيروت وغيرها من المدن إلى معسكرات اعتقال كبيرة ويأتي هذا الانفجار اليوم كان لأيكي يعطي هذه الحكومة أو هذه المنظومة حجة إضافية للسير في هذه السياسة الحكومة لا تريد حالة الطوارئ حرصا على اللبنانيين وإنما خوفا من انفجار غضبهم الذي بلغ الزبة وبالتالي لا أستبعد أن تلجأ الحكومة التي تنهج منطقا شرطيا قمعيا منذ وصولها إلى الحكم أن تستمر أن تنضي قدما وأن تعلن حالة طوارئ مضامة بأنها بذلك عمليا تخفض من حجم الخطر الشعبي الواقع عليها شكرا جزيلا لك أستاذ لقمان سليم مدير مركز أمم للأبحاث وأشكر أيضا دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية وكذلك الكاتبة الصحفية ريمة عساف كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لكم جميعا ومستمرون مشاهدين في هذه التغطية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت حيث أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع وكان المجلس أعلن في العاصمة بيروت مدينة بيروت منكوبة من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا إلى 73 قتيلا وإصابة أكثر من 3700 شخص في انفجارين متتاليين ضرب مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية وتسبب الانفجاران في أضرار جسيمة في المرفأ والأحياء السكنية المحيطة به وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن المعلومات لا تزال متضاربة بشأن أسباب الانفجارين وقد فاد التقارير بأن انفجار بيروت يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس رختر ودمر الانفجار ما يناهز ثلاثة كيلومترات من المنطقة المجاورة لمرفأ بيروت فيما وصلت شدة الانفجار إلى جميع أنحاء العاصمة بيروت وكشف المركز الأوروبي الأورو متوسطي أو الأورو أوسطي لرصد الزلازل أن سكان جزيرة قبرص التي تبعد عن لبنان بـ 240 كيلومترا شعروا بانفجار مرفأ بيروت هذا وقد نقل مئات المصابين في انفجار مرفأ بيروت للمستشفيات لتلقي العلاج وقالت السلطات أن الكثير محاصرون داخل المنازل المتضررة من الانفجار ووفقاً لوسائل الإعلام اللبنانية فإن مستشفى أثيل بيروت يعالج به أكثر من 500 مصابين ولكنه لا يستطيع استقبال المزيد ونشد المستشفى المنطني بدن عشر مصابين برجاء يعني مجد من المتابعة يضم إلينا من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت مراسل سلمان مع نساحة أشهداء في بيروت مراسلتنا لرساعون أبدأ معك سلمان يبدو أن حصيلة القتلى وحصيلة الجرحة في ارتفاع سنوات وتحديداً منذ أشهر مع هذا العهد وهذه الحكومة فقبل أن تدمر بيروت أفقرت وهجرت وتحولت إلى صحراء ثقافي وتجاري وسياحي كله بالفعل هذه المنظومة الحاكمة فرأيت أن قد لا تؤثر كثيراً استقالة نائب من المجلس ولكن أيضاً ممكن أن تحرك بعض الضمائر التي لا تستطيع أن تتحمل بعد اليوم استمرار هذا النهج المؤدي إلى إفلاس لبنان كلياً اليوم رح تشهد إشحادي على نكبة بيروت من قبل المنظومة الحاكمة ولكن ليس هذا هو الحل الحل أن يتحمل المسؤول الأول مسؤوليته بأي بلد حضاري بالعالم يستقيل رأس الدولة أولاً وكذلك رئيس الحكومة وحكومته ولو كانت المسؤوليات مسؤولية نطور مستودع أو مسؤولية بعض الناس اللي يعني بيستدرجوا العدوان عدوان العدو الإسرائيلي منذ سنوات وتركينا رهينة للخلافات الإقليمية وكل هذا التوسع الإيراني على حساب سيادتنا وعلى حساب ازدهارنا ففعلاً ارتأيت أن وجودي ضمن هذه المنظومة كنت وزيراً في حكومات لرفيق الحريري وكنت أعتز بذلك ورأيت أن قبل يومين من صدور الحكم في قضية اغتياله لابد أن أحرر نفسي من هذه المنظومة الحاكمة عندما تقولون أن أحرر نفسي من هذه المنظومة الحاكمة في الوقت الذي يخرج فيه رئيس الحكومة حسان الدياب ويقول ستتم محاسبة المسؤولين عن هذا الانفجار يعني من الواضح أنكم فقدتم الثقة بهذه الحكومة إلى من تتوجهون من أجل استجلاء الحقيقة فيما حصل بالأساس هذه الحكومة لا تستطيع أن تحكم شيء لا تمثل أحد إلا حزب الله وما تبقى من عونيين لأن معظم التيار العوني قد فقد الثقة برئيسه جبران بسيل وبرأس الدولة ولكن أنا أرى أنه لابد من لجنة تحقيق دولي لنعرف ماذا جرى بالأمس لأنه سيتقاذف المسؤوليات وفي الساعات الأولى كادت تتطور الأمور إلى حرب إقليمية البعض يقول لصاروخ إسرائيلي والبعض يقول أنه انفجار أمونيوم ففعلا يعني لبنان أصبح معلقا على إشاعة مصير شعب بكامله بسبب هذه الحكومة وهذا العهد يعني أصبح مصيره وكل مستقبله يتوقف على إشاعة لما وقعت النكب نكبي يعني الدول الأولى اللي تحركت هي الدول اللي عم بيجتمكين لبنان كل الوقت يعني الدول العربية الإمارات السعودية الدول الشقيقة في كل مكان في العالم هي التي تحركت الدول التي اجتمناها وعزلنا حالنا فأنا أطلب رجنة تحقيق دولي وتحريك مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عنه في الدستور اللبناني لأنه ما يجري في البلد يضاهي الخيانة العظمى ومخالفة الدستور ماذا بالنسبة للرئيس اللبناني سعادة النائب يعني لقد في إحدى المقابلات شنيتم هجوما قاسيا على الرئيس ميشيل عون ما هو دوره في هذه المرحلة يعني هو دور المخرب الذي ليتبوأ مركز الرئاسي باع لبنان إلى خط معين عزله عن نفسه عن حضارته عن تركبته عن تنوعه عن انفتاحه عن حريته عن ديمقراطيته ومستمر في هذا النهج حالو نعم يعني بالحديث سعى نتحدثتم أنكم الأجدى بكم الاستقالة قبل صدور قرار المحكمة الدولية ما هي المرحلة المقبلة؟ ما هي الخطوة المقبلة التي ستقومون بها لسيما أنكم كنتم شاهدين على هذه ومتضررين من هذا الاختيال طبعا كنت أول من تعرض لمحاولة اختيال في خريفة 2004 عندما حاولوا معاقبة رفيق الحريري ووليد جنبلات في موضوع الهيمنة السورية ورفضهم للهيمنة السورية